الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الخامس والخمسون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد مسجلا على شريط من فئة تسعين دقيقة باستبيوهات الأمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة المعارف نواصل القراءة في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوثة ولا سكنا وفي صحيح مسلم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنا والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنا ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم وفي صحيحه عن أبي بكر بن أبي الجهم العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول طلقها زوجها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللتي فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو جحم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا نال له وأما أبو جحم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك فتزولته فارتبط وفي صحيحه أيضا عنها قالت أرسل إلي زوجي أبو عمر بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي فأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت أما لي نفقه إلا هذا ولا أعتد في منزلكم قال لا فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقت قلت ثلاثا قال صدق ليس لك نفقه اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تضعين ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني وروا النسائي في سننه هذا الحديث بطرقه وألفاظه وفي بعضها بإسناد صحيح لا مطعن فيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ورواه الدار قطني وقال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة وقال إنما السكنة والنفقة لمن يملك الرجعة وروا النسائي أيضا هذا اللفظ وإسنادهما صحيح ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله إلى قوله قد جعل الله لكل شيء قدرا فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريح بأن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم وأمر أزواجهن أن لا يخرجن فدل على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات أحكاما متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض أحدها أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن والثاني أنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن والثالث أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل وتركاء الإمساك فيسرحوهن بإحسان والرابع إشهاد ذوي عدل وهو إشهاد على الرجعة إما وجوبا وإما استحبابا وأشر سبحانه إلى حكمة ذلك وأنه في الرجعيات خاصة بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والأمر الذي يرجى إحداثه هاهنا هو المراجعة هكذا قال السلف ومن بعدهم قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن داود الأودي عن الشعبي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة وقال الضحاك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال لعله أن يراجعها في العدة وقال عطاء وقتاده والحسن وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس أي أمر يحدث بعد الثلاث فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعي الذي ثبتت فيه هذه الأحكام وأن حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين اقتبته لعل الزوج أن يندم ويزول الشر الذي نزغه الشيطان بينهما فتتبعها نفسه فيراجعها كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما تتبع رجل نفسه امرأة يطلقها أبدا ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات فقال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فالضمائر كلها يتحد مفسرها وأحكامها كلها متلازمة وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة مشتقا من كتاب الله عز وجل ومفسرا له وبيانا لمراد المتكلم به منه فقد تبين اتحاد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل والميزان العادل معهما أيضا لا يخالفهما فإذا النفقة إنما تكون للزوجة فإذا بانت منه صارت أجنبية حكمها حكم سائر الأجنبيات ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه وذلك لا يوجب لها نفقة كالموطوئة بشبهة أو زنا ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتها ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتها لوجبت للمتوفى عنها من ماله ولا فرق بينهما ألبتة فإن كل واحد منهما قد بانت عنه وهي معتدة منه قد تعذر منهما الاستمتاع ولأنها لو وجبت لها السكنة لوجبت لها النفقة كما يقوله من يوجبها فأما أن تجب لها السكنة دون النفقة فالنص والقياس يدفعه وهنا قول عبد الله بن عباس وأصحابه وجابر بن عبد الله وفاطمة بن تقيس إحدى فقهاء نساء الصحابة وكانت فاطمة تناظر عليه وبه يقول أحمد بن حمل وأصحابه وإسحاق بن راهوي وأصحابه وداود بن علي وأصحابه وسائر أهل الحديث وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال وهي ثلاث روايات عن أحمد أحدها هذا والثاني أن لها النفقة والسكنة وهو قول عمر بن خطاب وابن مسعود وفقهاء الكوفة والثالث أن لها السكنة دون النفقة وهذا مذهب أهل المدينة وبه يقول مالك والشافعي ذكر المطاعن التي طعن بها على حطعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديما وحديثا فأولها طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فروا مسلم في صحيحه عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنة والنفقة قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قالوا فهذا عمر يخبر أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها النفقة والسكنة ولريب أن هذا مرفوع فإن الصحابي إذا قال من السنة كذا كان مرفوعا فكيف إذا قال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب وإذا تعارضت رواية عمر رضي الله عنه ولواية فاطمة فرواية عمر رضي الله عنه أولى لاسينا ومعها ظاهر القرآن كما سنذكر وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر بن الخطاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بن تقيس قال ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر فاطمة بن تقيس في الصحيحين من حديث هشام ابن عروة عن أبيه قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروة فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بن تقيس خير أن تذكر هذا الحديث وقال البخاري فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها قال مروان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني وقال القاسم من محمد أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر ومعنى كلامه إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانها فيكفيك ما بين يحيى بن سعيد وبين امرأته من الشر وفي الصحيحين عن عروة أنه قال لعائشة رضي الله عنها ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقلت ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك وفي حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها يعني في قولها لا سكن لها ولا نفقة وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لفاطمة ألا نتق الله تعني في قولها لا سكن ولا نفقة وفي صحيحه أيضا عنها قالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن هشام أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس تعني انتقال المطلقة ثلاثة وذكر القاضي إسماعيل حدثنا نصر بن علي حدثني أبي عن هارون عن محمد بن إسحاق قال أحسبه عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها قالت لفاطمة بنت قيس إنما أخرجك هذا اللسان ذكر طعن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن حبه على حديث فاطمة روى عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني الليث بن سعد حدثني جعفر عن ابن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك يعني انتقالها في عدتها رماها بما في يده ذكر طعن مروان على حديث فاطمة روى مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حديث فاطمة هذا أنه حدث به مروان فقال مروان لم نسمع هذا إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ذكر طعن سعيد بن المسيب روى أبو داود في سننه من حديث ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بن تقيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت امرأة لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى ذكر طعن سليمان بن يسار روى أبو داود في سننه أيضا قال في خروج فاطمة إنما كان من سوء الخلق ذكر طعن الأسود بن يزيد تقدم حديث مسلم أن الشعبي حدث بحديث فاطمة فأخذ الأسود كفا من حصبا فحصبه به وقال ويلك تحدث بمثل هذا وقال النسائي ويلك لم تستي بمثل هذا قال عمر لها إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن فذكر حديث فاطمة ثم قال فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل قالوا وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمرأة في إيجاب النفقة والسكنة فروا حمد بن سلمة عن حمد بن أبي سفيان أنه أخبر إبراهيم النخاعي بحديث الشعبي عن فاطمة بن تقيس فقال له إبراهيم إن عمرأ أخبر بقولها فقال لسنا بتارك آية من كتاب الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها أوهمت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنة والنفقة ذكره أبو محمد في المحلى فهذا نص صريح يجب تقديمه على حديث فاطمة لجلالة رواته وترك إنكار الصحابة عليه وموافقته لكتاب الله ذكر الأجوبة عن هذه المطاع وبيان بطلانها وحاصلها أربعة أحدها أن روايتها أن راويتها امرأة لم تأتي بشاهدين يتابعانها على حديثها الثاني أن روايتها تضمنت مخالفة القرآن الثالث أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكنة بل لأذاها أهل زوجها بلسانها الرابع معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته هذا مع أن في بعضها من الانقطاع وفي بعضها من الضعف وفي بعضها من البطلان ما سنبينه ما سننبه عليه وبعضها صحيح عما نسب إليه بلا شك فأما المطعن الأول وهو كون الراو امرأة فمطعن باطل بلا شك والعلماء قاطبة على خلافه والمحتج بهذا من أتباع الأئمة أول مبطل له ومخالف له فإنهم لا يختلفون في أن السنن تأخذ عن المرأة كما تأخذ عن الرجل هذا وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيذ الناس لا تشاو أن ترى فيها سنة تفردت بها امرأة منهم إلا رأيتها فما ذنب فاطمة بن جقيس دون نساء العالمين وقد أخذ الناس بحديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد في اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجها وليست فاطمة بدونها علما وجلالة وثقة وأمانة بل هي أفقه منها بلا شك فإن فريعة لا تعرف إلا في هذا الخبر وأما شهرة فاطمة ودعاؤها من نازعها من الصحابة إلى كتاب الله ومناظرتها على ذلك فأمر مشهور وكانت أسعد بهذه المناظرة ممن خالفها كما مضى تقريره وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الشيء فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سيأخذون به ويرجعون إليه ويتركون ما عندهم له وإنما فضلن على فاطمة بنت قيس بكونهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فهي من المهاجرات الأول وقد رضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه أسامة بن زيد وكان الذي خطبها له وإذا شئت أن تعرف مقدار حفظها وعلمها فعرفه من حديث الدجال الطويل الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فروعته فاطمة وحفظته وعدته كما سمعته ولم ينكره عليها أحد مع طوله وغرابته فكيف بقصة جرت لها وهي سببها وخاصمت فيها وحكم فيها بكلمتين وهي لا نفقة ولا سكنا والعادة توجب حفظ مثل هذا وذكره واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليها فهذا عمر قد نسي تيمم الجنوب وذكره عمار بن ياسر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بالتيمم من الجنابة فلم يذكره عمر رضي الله عنه وأقام على أن الجنوب لا يصلي حتى يجد الماء ونسي قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوجه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا حتى لكرته به امرأة فرجع إلى قولها ونسي قوله إنك ميت وإنهم ميتون حتى ذكر به فإن كان جواز النسيان على الراوي يجب سقوط روايته سقطت رواية عمر التي عارضتم بها خبر فاطمة وإن كان لا يجب سقوط روايته بطلت المعارضة بذلك فهي باطلة على التقديرين ولو ردت السنن بمثل هذا لم يبق بعيد الأمة منها إلا اليسير ثم كيف يعارض خبر فاطمة ويطعن فيه بمثل هذا من يرى قبول خبر الواحد العدل ولا يشترط للرواية نصابا وعمر رضي الله عنه أصابه في مثل هذا ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد ورد خبر المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة حتى شهد له محمد بن مسلمة وهذا كان تثبيتا منه رضي الله عنه حتى لا يركب الناس الصعب والذلول في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد قبل خبر الضحاك ابن سفيان الكلابي وحده وهو آرابي وقبل لعائشة رضي الله عنها عدة أخبار تفردت بها وبالجملة فلا يقول أحد إنه لا يقبل قول الراوي ثقة العدل حتى يشهد له شاهدان لا سي ما إن كان من الصحابة فصل وأما المطعن الثاني وهو أن روايتها مخالفة للقرآن فنجيب بجوابين مجمل ومفصل أما المجمل فنقول لو كانت مخالفة كما ذكرتم لكانت مخالفة لعمومه فتكون تخصيصا للعام فحكمها حكم تخصيص قوله يوصيكم الله في أولادكم بالكافر والرقيق والقاتل وتخصيص قوله وأحن لكم ما وراء ذلكم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ونظائره فإن القرآن لم يخص الباء بأنها لا تخرج ولا تخرج وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجها بل إما أن يعمها ويعم الرجعية وإما أن يخص الرجعية فإن عم النوعين فالحديث مخصص لعمومه وإن خص الرجعيات وهو الصواب للسياق الذي من تدبره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه قد أشرنا إليها فالحديث ليس مخالفا بكتاب الله بل موافق له ولو ذكر أنير المؤمنين رضي الله عنه بذلك لكان أول راجع إليه فإن الرجل كما يذهل عن النص يذهل عن دلالته وسياقه وما يقترن به مما يتبين المراد منه وكثيرا ما يذهل عن دخول الواقعة المعينة تحت النص العام واندراجه تحتها فهذا كثير جدا والتفطن له من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده ولقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من ذلك بالمنزلة التي لا تجهل ولا تستغرقها عبارة غير أن النسيان والذهول عرضة للإنسان وإنما الفاضل العالم من إذا ذكر ذكر ورجع فحديث فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرج عن واحد منها إما أن يكون تخصيصا لعامه الثاني أن يكون بيانا لما لم يتناوله بل سكت عنه الثالث أن يكون بيانا لما أريد به وموافقا لما أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه وهذا هو الصواب فهو إذن موافق له لا مخالف وهكذا ينبغي قطعا ومع ذا الله أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا من قول عمر رضي الله عنه وجعل يتبسم ويقول أين في كتاب الله إيجاب السكنة والنفقة للمطلقة ثلاثا وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة وقالت بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأي أمر يحدث بعد الثلاث وقد تقدم أن قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيات فصل وأما المطعن الثالث وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانها فما أبرده من تأويل وأسمجه فإن المرأة من خيال الصحابة رضي الله عنهم وفضلائهم ومن المهاجرات الأول وممن لا يحملها رقة الدين وقلة التقوى على فحش يوجب إخراجها من دارها وأن يمنع حقها الذي جعله الله لها ونهى عن إضاعته فيا عجبا كيف لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفحش ويقول لها اتق الله وكفي لسانك عن أذى أهل زوجك واستقري في مسكنك وكيف يعدل عن هذا إلى قوله لا نفقة لك ولا سكنة إلى قوله إنما السكنة والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة فيا عجبا كيف يترك هذا المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبتة ولا أشر إليه ولا نبه عليه هذا من المحال البين ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد أعادها الله من ذلك لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت وأطاعت كفي لسانك حتى تنقضي عدتك وكان من دونها يسمع ويطيع لألا تخرج من سكنه فصل وأما المطعن الرابع وهو معارضة روايتها برواية عمر رضي الله عنه فهذه المعارضة تورد من وجهين أحدهما قوله لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا وأن هذا من حكم المرفوع الثاني قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنة والنفقة ونحن نقول قد أعاد الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبدا قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر وقال أبو الحسن الدار قطني بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطع ومن له إلمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للمطلقة ثلاثة السكنة والنفقة وعمر كان أتقى لله وأحرص على تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه السنة عنده ثم لا يرويها أصلا ولا يبينها ولا يبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما حديث حمد بن سلمة عن حمد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يقول لها السكنة والنفقة فنحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على عمر رضي الله عنه وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصال للمذاهب والتعصب لها على معارضة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة بالكذب البحث فلو يكون هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لخرست فاطمة وذوها ولم ينبسوا بكلمة ولا دعت فاطمة إلى المناظرة ولا احتج إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانها ولما فات هذا الحديث آئمة الحديث والمصنفين في السنن والأحكام المتصرين للسنن فقط لا لمذهب ولا لرجل هذا قبل أن نصل به إلى إبراهيم ولو قدر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لنقطع نخاعه فإن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم عن عمر رضي الله عنه وحسن به الظن كان قد روى له قول عمر رضي الله عنه بالمعنى وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنة للمطلقة حتى قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة فقد يكون الرجل صالحا ويكون مغفلا ليس تحمل الحديث وحفظه وروايته من شأنه وبالله التوفيق وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران وسعيد بن مسيب فذكر له ميمون خبر فاطمة فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس فقال له ميمون لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتنت الناس وإن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة مع أنها أحرم الناس عليه ليس لها عليه رجعة ولا بينهما ميراث انتهى ولا يعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس هذا وأخذ به في بعض الأحكام كمالك والشافعي وجمهور الأئمة وجمهور الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلا والشافعي نفسه احتج به على جواز جمع ثلاث لأن في بعض ألفاظه فطلقني ثلاثا وقد بينا أنه إنما طلقها آخر ثلاث كما أخبرت به عن نفسها واحتج به من يرى جواز نظر المرأة الرجال واحتج به الآئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول واحتج به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه نصيحة لمن استشاره أن يزوجه أو يعامله أو يسافر معه وأن ذلك ليس بغيبة واحتج به على جواز نكاح القراشية من غير القراشي واحتج به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخر وأنه لا يشترط حضوره ومواجهته به واحتج به على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة روايتها وصدق حديثها فاستنبطتها الأمة منها وعملت بها فما بال روايتها ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث وتقبل فيما عداه فإن كانت حفظته قبلت في جميعه وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه وبالله التوفيق فإن قيل بقي عليكم شيء واحد وهو أن قوله سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إنما هو في البوائن لا في الرجعيات بدليل قوله عقيبه ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فهذا في البائن إذ لو كانت رجعية لما قيد النفقة عليها بالحمل ولكان عديم التأثير فإنها تستحقها حائلا كانت أو حاملا والظاهر أن الضمير في أسكنوهن هو والضمير في قوله وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن واحد فالجواب أن مورد هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة والسكنة أو ممن يوجب السكنة دون النفقة فإن كان الأول فالآية على زعمه حجة عليه لأنه سبحانه شرط في إيجاب النفقة عليهم كونهن حوامل والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه فدل على أن البائن الحائل لا نفقة لها فإن طيل فهذه دلالة على المفهوم ولا يقول بها طيل ليس ذلك من دلالة المفهوم بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطا وإن كان من يوجب السكنة وحدها فيقال له ليس في الآية ضمير واحد يخص البائن بل ضمائرها نوعان نوع يخص الرجعية قطعا كقوله فإذا بلغن أجرهن فأنسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ونوع يحتمل أن يكون للبائن وأن يكون للرجعية وأن يكون لهما وهو قوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فحمله على الرجعية هو المتعين لتتحدى الضمائر ومفسرها فلو حمل على غيرها لازم اختلاف الضمائر ومفسرها وهو خلاف الأصل والحمل على الأصل أولى فإن قيل فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملا إذا ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل بل الرجعية نوعان قد بيّد الله حكمهما في كتابه حائل فلها النفقة بعقد الزوجية إذ حكمها حكم الأزواج أو حامل فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملها فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعده فإن الزوج ينفق عليها وحده إذا كانت حاملا فإذا وضعت صارت نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل ولا يكون حالها في حال حملها كذلك بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل فإنه في حال حملها جزء من أجزائها فإذا انفصل كان له حكم آخر وانتقلت النفقة من حكم إلى حكم فظهرت فائلة التقييد وسر الاشتراط والله أعلم بما أراد من كلامه ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب روى أبو داود في سننه عن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصوله وروا النسائي عن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ثم أدناك أدناك وفي الترمذي عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وفي سنن أبي داود من حديث عمل بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا ورواه أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا وروا النسائي من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فللي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا وهذا كله تفسير لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وقوله تعالى وآت ذا القربى حقه فجعل سبحانه حق ذي القربى يلي حق الوالدين كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء وأخبر سبحانه أن ذي ذي القربى حقا على قرابته وأمر بإتيانه إياه فإن لم يكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق هو وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي القربى ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا وعريا وهو قادر على سد خلته وسطر عورته ولا يطعمه لقمة ولا يستر له عورة إلا بأن يقرضه ذلك في بمته وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله تعالى حيث يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فأوجب سبحانه وتعالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود له وبمثل هذا الحكم حكم أنير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فروا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمر بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه حبس عصبة صبي على أن ينفق عليه الرجال دون النساء وقال عبد الرزاق حدثنا بن جريج أخبرني عمر بن شعيب أن ابن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا لا مال له فقال ولو وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل قال ابن المديني قوله ولو أي ولو لم يكن له مال وذكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن حجاج عن عمر عن سعيد بن المسيب قال جاء ولي يتيم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أنفق عليه ثم قال لو لم أجد إلا أقصى عشرته لفرضت عليهم وحكم من مثل ذلك أيضا زيد بن ثابت قال ابن أبي شيبة حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل عن الحسن عن زيد بن ثابت قال إذا كان أم وعم فعلى الأم بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه ولا يعرف لعمر وزيد مخالف من الصحابة البتة وقال ابن جريج قلت لعطاء وعلى الوارث مثل ذلك قال على ورثة اليتيم أن ينفق عليه كما يرثونه قلت له أن يخبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال قال أفيدعه يموت وقال الحسن وعلى الوارث مثل ذلك قال على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتى يستغني وبهذا فسر الآية جمهور السلف منهم قتادة ومجاهد والضحاك وزيد بن أسلم وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن عتبة بن مسعود وإبراهيم النخاعي والشعبي وأصحاب بن مسعود ومن بعدهم سفيان الثوري وعبد الرزاق وأبو حنيفة وأصحابه ومن بعدهم أحمد وإسحاق وداود وأصحابهم وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال أحدها أنه لا يجبر أحد على نفقة أحد من أقاربه وإنما ذلك بر وصله وهذا مذهب يُعزى إلى الشعبي قال عبد بن حميد الكشي حدثنا قبيصة عن سفيان الثوري عن أشعث عن الشعبي قال ما رأيت أحدا أجبر أحدا على أحد يعني على نفقته وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظر والشعبي أفطه من هذا والظاهر أنه أراد أن الناس كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغني أن يجبره الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره المذهب الثاني أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى وأمه التي ولدته خاصة فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كان فقيرين فأما نفقة الأولاد فالرجل يجبر على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقط وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تزوج ولا يجبر على نفقة ابن ابنه ولا بنت ابنه وإن سفلا ولا تجبر الأم على نفقة ابنها وابنتها ولو كان في غاية الحاجة والأم في غاية العنى ولا تجب على أحد النفقة على ابن ابن ولا جد ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا عم ولا خال ولا خالة ولا أحد من الأقارب البتة سوى ما ذكرنا وتجب النفقة مع اتحاد الدين واختلافه حيث وجبت وهذا مذهب مالك وهو أضيق المذاهب في النفقات المذهب الثالث أنه تجب نفقة عمود النسب خاصة دون من عداهم مع اتفاق الدين ويسار المنفق وقدرته وحاجة المنفق عليه وعجزه عن الكسب بصغر أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل وإن كان من العمود الأعلى فهل يشترط عجزهم عن الكسب على قولين ومنهم من طرد القولين أيضا في العمود الأسفل فإذا بلغ الولد صحيحا سقطت نفقته ذكرا كان أو أنثى وهذا مذهب الشافعي وهو أوسع من مذهب مالك المذهب الرابع أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحمه فإن كان من الأولاد وأولادهم أو الآباء والأجداد وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافه وإن كان من غيرهم لم تجب إلا مع اتحاد الدين فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه فإن كان صغيرا اعتبر فقره فقط وإن كان كبيرا فإن كان أنثى كذلك وإن كان ذكرا فلابد مع فقره من عماه أو زمانته الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب المذهب الرابع إن كان صحيحا بصيرا لم تجب نفقته وهي مرتبة عنده على الميراث إلا في نفقة الولد فإنها على أبيه خاصة على المشهور من مذهبه وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي أنها على أبويه خاصة بقدر ميراثهما طردا للقياس وهذا مذهب أبي حنيفة وهو أوسع من مذهب الشافعي المذهب الخامس أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقته مطلقا سواء كان وارثا أو غير وارث وهل يشترط اتحاد الدين بينهم على روايتين وعنه رواية أخرى أنه لا تجب نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كسائر الأقارب وإن كان من غير عمودي النسب وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه وبينهم توارث ثم هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين أو يكفي أن يكون من أحدهما على روايتين وهل يشترط ثبوت التوارث في الحال أو أن يكون من أهل الميراث في الجملة على روايتين فإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون فلا نفقة لهم على المنصوص عنه وخرج بعض أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من توارثهم ولابد عنده من اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الروايتين فإن كان الميراث بغير قرابة كالولاء وجبت النفقة به في ظاهر مذهبه على الوارث دون الموروث وإذا لزمته نفقة رجل لزمته نفقة زوجته في ظاهر مذهبه وعنه لا تلزمه وعنه تلزمه في عمودي النسب خاصة دون من عداهم وعنهم تلزمه لزوجة الأب خاصة ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تسر إذا طلبوا ذلك قال القضي أبو يعلى وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته أخ أو عم أو غيرهما يلزمه إعفافه لأن أحمد رحمه الله قد نص في العبد يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك وإلا بيع عليه وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة زوجته لأنه لا تمكن من الإعفاف إلا بذلك وهذا غير المسألة المتقدمة وهو وجوب الإنفاق على زوجة المنفق عليه ولهذه مأخذ ولتلك مأخذ وهذا مذهب الإمام أحمد وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسع منه من وجه آخر حيث يجب النفقة على ذوي الأرحام وهو الصحيح في الدليل وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه وقواعد الشرع وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل وحرم الجنة على كل قاطع رحم فالنفقة تستحق بشيئين بالميراث بكتاب الله وبالرحم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تقدم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عصبة صبي أن ينفقوا عليه وكانوا بني عمه وتقدم قول زيد بن ثابت إذا كان عم وأم فعلى العم بقدر ميراثه وعلى الأم بقدر ميراثها فإنه لا مخالف لهما في الصحابة ألبتة وهو قول جمهور السلف وعليه يدل قوله تعالى وآت ذا القربى حقه وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم العطية للأقالب وصرح بأنسابهم فقال وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك حق واجب ورحم موصولة فإن طيل فالمراد بذلك البر والصلة دون الوجوب قيل يرد هذا أنه سبحانه أمر به وسماه حقا وأضافه إليه بقوله حقه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حق وأنه واجب وبعض هذا ينادي على الوجوب جهارا فإن طيل المراد بحقه ترك قطيعته فالجواب من وجهين أحدهما أن يقال فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعا وعطشا ويتأذى غاية الأذى بالحر والبرد ولا يطعمه لقمة ولا يسقيه جرعة ولا يكسوه ما يستر عورته ويقيه الحر والبرد ويسكنه تحت سقف يظله هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه أو عمه صنو أبيه أو خالته التي هي أمه إنما يجب عليه من ذلك ما يجب بذله للأجنبي البعيد بأن يعاوضه على ذلك في الذمة إلى أن يوسر ثم يسترجع به عليه هذا مع كونه في غاية اليسار والجدة وساعة الأموال فإن لم تكن هذه قطيعة فإن لا ندري ما هي القطيعة المحرمة والصلة التي أمر الله بها وحرم الجنة على قاطعها الوجه الثاني أن يقال فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوص وبالغت في إيجابها وذمت قاطعها فأي قدر زائد فيها على حق الأجنبي حتى تعقله القلوب وتخبر به الألسنة وتعمل به الجوارح أهو السلام عليه إذا لقيه وعيادته إذا ملض وتشميته إذا عطس وإجابته إذا دعاه وإنكم لا تجبون شيئا من ذلك إلا ما يجب نظيره للأجنبي على الأجنبي وإن كانت هذه الصلة ترك ضربه وسبه وأذاه والإزراء به ونحو ذلك فهذا حق يجب لكل مسلم على كل مسلم بل للذمي البعيد على المسلم فما خصوصية صلة الرحم الواجبة ولهذا كان بعض فضلاء المتأخرين يقول أعياني أن أعرف صلة الرحم الواجبة ولما أورد الناس هذا على أصحاب مالك وقالوا لهم ما معنى صلة الرحم عندكم صنف بعضهم في صلة الرحم كتابا كبيرا وأوعب فيه من الآثار المرفوعة والموقوفة وذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامها ومع هذا فلم يتخلص من هذا الإلزام فإن صلة معروفة يعرفها الخاص والعام والآثار فيها أشهر من العلم ولكن الصلة التي تختص بها الرحم وتجب له الرحمة ولا يشاركه فيها الأجنبي فلا يمكنكم أن تعينوا وجوب شيء إلا وكانت النفقة أوجب منه ولا يمكنكم أن تذكروا مسقطا لوجوب النفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منه والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرن حق الأخ والأخت بالأب والأم فقال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك فمن الذي نسخ هذا ومن الذي جعل أوله للوجوب وآخره للاستحباب وإذا ولف هذا فليس من بر الوالدين أن يدعى الرجل أباه يكنس الكنف ويكاري على الحمر ويوطل في أتون الحمام ويحمل للناس على رأسه ما يتقوت بأجرته وهو في غاية الغنى واليسار وساعة ذات اليد وليس من بر أمه أن يدعها تخدم الناس وتغسل ثيابهم وتسقي لهم الماء ونحو ذلك ولا يصونها بما ينفقه عليها ويقول الأبوان مكتسبان صحيحان وليس بزمنين ولا أعميين فيال الله العجب أي نشرت الله ورسوله في بر الوالدين وصلة الرحم أن يكون أحدهم زمنا أو أعمى وليست صلة الرحم ولا بر الوالدين موقوفة على ذلك شرعا ولا لغة ولا عرفا وبالله التوفيق ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم وحكمه في القدر المحرم منها وحكمه في إرضاع الكبير هل له تأثير أم لا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وثبت فيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم وثبت فيهما أنه قال لعائشة رضي الله عنها إذني لأفلح أخي أبي القعيس فإنه عمك وكانت امرأته أرضعت عائشة رضي الله عنها وبهذا أجاب ابن عباس لما سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أي حل للغلام أن يتزوج الجارية قال لا اللقاح واحد وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان وفي رواية لا تحرم الإملاجة والإملاجتان وفي لفظ له أن رجلا قال يا رسول الله هل تحرم الرضاعة الواحدة قال لا وثبت في صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة وثبت في جامع الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام وقال الترمذي حديث صحيح وفي سنم الدار قطني بإسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه لا رضاعة إلا ما كان في الحولين وفي سنم أبي داود من حديث المسعود يرفعه لا يحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحمة وأنشر العظم وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة ابن سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حليفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه وفي رواية له عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حليفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه كبير وفي لفظ لمسلم أن أم سلمة رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة رضي الله عنها أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة إن امرأة أبي حليفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك وساقه أبو داود في سننه سياقة تامة مطولة فرواه من الحديث الزهري عن عروة عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هندن بنت الوليد ابن عتبة وهو مولا لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله تعالى في ذلك أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين فجاءت سهلة ابن تسهيل ابن عمر القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله تعالى فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وابت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهم أحدا بتلك الرضاعة من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس فتضمنت هذه السنن الثابتة أحكاما عديدة بعضها متفق عليه بين الأمة وفي بعضها نزاع الحكم الأول قوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وهذا الحكم متفق عليه بين الأمة حتى عند من قال إن الزيادة على النص نسخ والقرآن لا ينسخ بالسنة فإن اضطر إلى قبول هذا الحكم وإن كان زائدا على ما في القرآن سواء سماه نسخا أو لم يسمه كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها مع أنه زيادة على نص القرآن وذكرها هذا مع حديث أبي القعيس في تحريم لبن الفحل على أن المرضعة والزوج صاحب اللبن قد صار أبوين للطفل وصار الطفل ولدا لهما فانتشرت الحرمة من هذه الجهات الثلاث فأولاد الطفل وإن نزلوا أولاد ولدهما وأولاد كل واحد من المرضعة والزوج من الآخر ومن غيره إخوته وأخواته من الجهات الثلاث فأولاد أحدهما من الآخر إخوته وأخواته لأبيه وأمه وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من أبيه وأولاد المرضعة من غيره إخوته وأخواته لأمه وصار آباؤها أجداده وجداته وصار إخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته فحرمة الرضاع تنتشر من هذه الجهات الثلاث فقط ولا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته فيباح لأخيه نكاح من أرضعت أخاه وبناتها وأمهاتها ويباح لأخته نكاح صاحب اللبن وأباه وبنيه وكذلك لا ينتشر إلا إلى من فوقه من آبائه وأمهاته ومن في درجته من أعمامه وعماته وأخواله وخالاته فلأب المرتضع من النسب وأجداده أن ينكح أم الطفل من الرباع وأمهاتها وأخواتها وبناتها وأن ينكح أمهات صاحب اللبن وأخواته وبناته إذ نظير هذا من النسب حلال فللأخ من الأب أن يتزوج أخت أخيه من الأم وللأخ من الأم أن ينكح أخت أخيه من الأب وكذلك ينكح الرجل أم ابنه من النسب وأختها وأما أمها وبنتها فإنما حرمة بالمصاهرة وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فيحرم عليه أم امرأته من الرضاع وبنتها من الرضاعة وامرأة ابنه من الرضاعة أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة أو بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من الرضاعة فحرمه الأئمة الأربعة وأتباعهم وتوقف فيه شيخنا وقال إن كان قد قال أحد بعدم التحريم فهو أقوى قال المحرمون تحريم هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فأجرى الرضاعة مجرى النسب وشبهها به فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرضاعة فإذا حرمت امرأة الأبي والابن وأم المرأة وابنتها من النسب حرمنا بالرضاعة وإذا حرم الجمع بين أختين النسب حرم بين أختين الرضاعة هذا تقدير احتجاجهم على التحريم قال شيخ الإسلام الله سبحانه حرم سبعا بالنسب وسبعا بالصهر كذا قال ابن عباس قال ومعلوم أن تحريم الرضاعة لا يسمى صهرا وإنما يحرم منه ما يحرم من النسب والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وفي رواية ما يحرم من النسب ولم يقل وما يحرم بالمصاهرة ولا ذكره الله سبحانه في كتابه كما ذكر تحريم الصهر ولا ذكر تحريم الجمع في الرضاعة كما ذكره في النسب والصهر قسيم النسب وشقيقه قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فالعلاقة بين الناس بالنسب والصهر وهما سبب التحريم والرضاعة فرع على النسب ولا تعقل المصاهرة إلا بين الأنساب والله تعالى إنما حرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها لأن لا يفضي إلى قطيعة الرحم المحرمة ومعلوم أن الأختين من الرضاع ليس بينهما رحم محرمة في غير النكاح ولا ترتب على ما بينهما من أخوة الرضاع حكم قط غير تحريم أحدهما على الآخر فلا يعتق عليه بالملك ولا يرثه ولا يستحق النفقة عليه ولا يثبت له عليه ولاية النكاح ولا الموت ولا يعقل عنه ولا يدخل في الوصية والوقف على أقاربه وذوي رحمه ولا يحرم التفريق بين الأم ولدها الصغير من الرضاعة ويحرم من النسب والتفريق بينهما في الملك كالجمع بينهما في النكاح سواء ولو ملك شيئا من المحرمات للرضاع لم يعتق عليه بالملك وإذا حرمت على الرجل أمه وبنته وأخته وعمته وخالته من الرضاعة لم يلزم أن يحرم عليه أم امرأته التي أرضعت امرأته فإنه لا نسب بينه وبينها ولا مصاهرة ولا رضاع والرضاعة إذا جعلت كالنسب في حكم لا يلزم أن تكون مثله في كل حكم بل مفترق فيه من الأحكام أضعاف مجتمع فيه منها وقد ثبت جواز الجمع بين اللتين بينهما مصاهرة محرمة كما جمع عبد الله المجعفر بين امرأة علي وابنته من غيرها وإن كان بينهما تحريم يمنع جواز نكاح أحدهما للآخر لو كان ذكرا فهذا نظير الأختين من الرضاعة سواء لأن سبب تحريم النكاح بينهما في أنفسهما ليس بينهما وبين الأجنبي منهما الذي لا رضاع بينه وبينهما ولا صهر وهذا مذهب لأئمة الأربعة وغيرهم واحتج أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته ولم ينكر ذلك أحد قال البخاري وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته وقال ابن شبرمة لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك هذا كلام البخاري وبالجملة فثبوت أحكام النسب من وجه لا يستلزم ثبوتها من كل وجه أو من وجه آخر فهؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين في التحريم والحرمة فقط لا في المحرمية فليس لأحد أن يخلو بهن ولا ينظر إليهن بل قد أمرهن الله بالاحتجاب عن من حرم عليه نكاحهن من غير أقاربهن ومن بينهن وبينه رضاع فقال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ثم هذا الحكم لا يتعدى إلى أقاربهن البتة فليس بناتهن أخوات المؤمنين يحرم على رجالهم ولا بنوهن إخوة لهم يحرم عليهن بناتهن ولا أخواتهن وإخوتهن خالات وأخوالا بل هن حلال للمسلمين باتفاق المسلمين وقد كانت أم الفضل أخت ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العباس وكانت أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عنها تحت الزبير وكانت أم عائشة رضي الله عنها تحت أبي بكر وأم حفصة تحت عمر رضي الله عنه وليس لرجل أن يتزوج أمه وقد تزوج عبد الله بن عمر وإخوته وأولاد أبي بكر وأولاد أبي سفيان من المؤمنات ولو كانوا أخوالا لهن لم يجز أن ينكحوهن فلم تنتشر الحرمة من أمهات المؤمنين إلى أقاربهن وإلا لزم من ثبوت حكم من أحكام النسب بين الأمة وبينهن ثبوت غيره من الأحكام ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ومعلوم أن الأفضل ابن إذا أطلق لبيدخل فيه ابن الرضاع فكيف إذا قيد بكونه ابن صلب وقصد إخراج ابن التبني بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع ويوجب دخوله وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة ليصير محرما لها فأرضعته بلبن أبي حذيفة زوجها وصار ابنها ومحرمها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الحكم مختصا بسالم أو عاما كما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فبقي سالم محرما لها لكونها أرضعته وصارت أمة ولم يصر محرما لها لكونها امرأة أبيه من الرضاعة فإن هذا لا تأثير فيه لرضاعة سهلة له بل لو أرضعته جارية له أو امرأة أخرى صارت سهلة امرأة أبيه وإنما التأثير لكونه ولدها نفسها وقد علل بهذا في الحديث نفسه ولفظه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضاعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ولا يمكن دعوى الإجماع في هذه المسألة ومن ادعاه فهو كاذب فإن سعيد ابن المسيب وأبا سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار وعطاء ابن يسار وأبا قلابة لم يكونوا يثبتون التحريم بلا بني الفحل وهو مروي عن الزبير وجماعة من الصحابة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وكانوا يرون أن التحريم إنما هو من قبل الأمهات فقط فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولدا له فألا يحرم عليه امرأته ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريقة الأولى فعلى قول هؤلاء فلا يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة ولا ابنه من الرضاعة فإن قيل هؤلاء لم يثبت البنوة بين المرتضع وبين الفحل فلم تثبت المصاهرة لأنها فرع ثبوت بنوة الرضاع فإذا لم تثبت له لم يثبت فرعها وأما من أثبت بنوة الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة وقال به جمهور أهل الإسلام فإنه تثبت المصاهرة بهذه البنوة فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم بلبن الفحل إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم قيل المقصود أن في تحريم هذه نزاعا وأنه ليس مجمعا عليه وبقي النظر في مأخذه هل هو إلغاء لبن الفحل وأنه لا تأثير له أو إلغاء المصاهرة من جهة الرضاع وأنه لا تأثير لها وإنما التأثير لمصاهرة النسب ولا شك أن المأخذ الأول باطل لثبوت السنة الصريحة بالتحريم بلبن الفحل وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس وقد تقدم أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع وأنه لا يلزم من ثبوت حكم من أحكام النسب ثبوت حكم آخر ويدل على هذا أيضا أنه سبحانه لم يجعل أم الرضاع وأخت الرضاعة داخلة تحت أمهاتنا وأخواتنا فإنه سبحانه قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ثم قال وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فدل على أن لفظ أمهاتنا عند الإطلاق إنما يراد به الأم من النسب وإذا ثبت هذا فقوله تعالى وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ مِثْلُ قَوْلِهِ وَأُمَّهَاتُكُمْ إنما هن أمهات نسائنا من النسب فلا يتناول أمهاتهن من الرضاعة ولو أريد تحريمهن لقال وَأُمَّهَاتُهُنَّ اللَّاتِ أَرْضَعْنَهُنْ كما ذكر ذلك في أمهاتنا وقد بينا أن قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إنما يدل على من حرم على رجل من النسب حرم عليه مغيره من الرضاعة ولا يدل على أن من حرم عليه بالصهر أو بالجمع حرم عليه نظيره من الرضاعة بل يدل مفهومه على خلاف ذلك مع عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم ومما يدل على أن تحريم امرأة أبيه وابنه من الرضاعة ليس مسألة إجماع أنه قد ثبت عن جماعة من السلف جواز نكاح بنت امرأته إذا لم تكن في حجره كما صح عن مالك بن أوس ابن الحدثان النصري قال كانت عندي امرأة وقد ولدت لي فتوفيت فوجدت عليها فلقيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال لي ما لك قلت توفيت المرأة قال لها ابنه قلت نعم قال كانت في حجرك قلت لا هي في الطائف قال فانكحها قلت فأين قوله تعالى وردائبكم التي في حجوركم من نسائكم قال إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك وصح عن إبراهيم ابن ميسرة أن رجلا من بني سواء يقال له عبيد الله ابن معبد أثنى عليه خيرا أخبره أن أباه أو جده كان قد نكح امرأة ذات ولد من غيره ثم استحب ما شاء الله ثم نكح امرأة شابة فقال أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها قال لا والله وإلا أن تنكحن ابنتك قال فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره هي ولا أبوها قال فجئت سفيان بن عبد الله فقلت استفتي لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لتحجن معي فأدخلني على عمر رضي الله عنه بمنا فقصصت عليه الخبر فقال عمر لا بأس بذلك فاذهب فسل فلانا ثم تعال فأخبرني قال ولا أراه إلا علي قال فسألته فقال لا بأس بذلك وهذا نذهب أهل الظاهر فإذا كان عمر وعلي رضي الله عنهما ومن يقول بقولهما قد أباح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج مع أنها ابنة امرأته من النسب فكيف يحرمان عليه ابنتها من الرضاع وهذه ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه وتعالى في تحريمها أن تكون في حجره وأن تكون من امرأته وأن يكون قد دخل بأمها فكيف يحرم عليه مجرد ابنتها من الرضاعة وليست في حجره ولا هي ربيبته لغة فإن الربيبة بنت الزوجة والربيب ابنها باتفاق الناس وسمي ربيبا وربيبة لأن زوج أمهما يربهما في العادة وأما من أرضعته امرأته بغير لبنه ولم يربها قط ولا كانت في حجره فدخولها في هذا النص في غاية البعد لفظ ومعنى وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الربيبة بكونها في الحجر ففي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة أن زينبا بنت أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت يا رسول الله أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة فقال بنت أم سلمة قالت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي وهذا يدل على اعتباره صلى الله عليه وسلم القيد الذي قيده الله في التحريم وهو أن تكون في حجر الزوج ونغير هذا سواء أن يقال في زوجة ابن الصلب إذا كانت محرمة برضاع لو لم تكن حليلة ابني الذي لصلبي لما حلت لي سواء ولا فرق بينهما وبالله التوفيق الحكم الثاني المستفاد من هذه السنة أن لبن الفحل يحرم وأن التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ويترك ما خالفها لأجلها ولا تترك هي لأجل قول أحد كائنا من كان ولو تركت السنن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له أو لتأويلها أو غير ذلك لترك سنن كثيرة جدا وتركت الحجة إلى غيرها وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم وهذه بلية نسأل الله العافية منها وأن لا نلقاه بها يوم القيامة قال الأعمش كانت عمارة وإبراهيم وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأسا حتى أتاهم الحكم الحكم ابن عتيبة بخبر أبي القعيس يعني فتركوا قولهم ورجعوا عنه وهكذا يصنع أهل العلم إذا أتتهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليها وتركوا قولهم بغيرها قال الذين لا يحرمون بلبن الفحل إنما ذكر الله سبحانه في كتابه التحرم بالرضاعة من جهة الأم فقال وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ واللام للعهد ترجع إلى الرضاعة المذكورة وهي رضاعة الأم وقد قال الله تعالى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ فلو أثبتنا التحرم بالحديث لكنا قد نسخنا القرآن بالسنة وهذا على أصل من يقول الزيادة على النسخ ألزم قالوا وَهَأُولَئِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هم أعلموا الأمة بسنته وكانوا لا يرون التحرم به فصح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينبا بنت أم سلمة أم المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه امرأة الزبير بن العوام قالت زينب وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ قرن من قرون رأسي ويقول أقبلي علي فحدثيني أرى أنه أبي وما ولد منه فهم إخوتي ثم إن عبد الله بن زبير أرسل إلي يخطب أم كلثوم ابنتي على حمزة بنت الزبير وكان حمزة للكلبية فقالت لرسوله وهل تحل له وإنما هي ابنة أخته فقال عبد الله إنما أردت بهذا المنع من قبلك أما ما ولدت أسماء فهم إخوتك وما كان من غير أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فاسألي عن هذا فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فقالوا لها إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحيها إياه فلم تزل عنده حتى هلك عنها قالوا ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا ومن المعلوم أن الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل قال الجنهور ليس فيما ذكرتم ما يعارض السنة الصحيحة الصريحة فلا يجوز العدول عنها أما القرآن فإنه بين أمرين إما أن يتناول الأخت من الأب من الرضاعة فيكون دالا على تحريمها وإما أن لا يتناولها فيكون ساكتا عنها فيكون تحريم السنة لها تحريما مبتدئا ومخصصا لعموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم والظاهر يتناول لفظ الأخت لها فإنه سبحانه عمم لفظ الأخوات من الرضاعة فدخل فيه كل من أطلق أطلق عليها أخته ولا يجوز أن يقال إن أخته من أبيه من الرضاعة ليست أختا له فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها إئذني لأفلح فإنه عمك فأثبت العمومة بينها وبينه بلبن الفحل وحده فإذا ثبتت العمومة بين المرتضعة وبين أخي صاحب اللبن فثبوت الأخوة بينها وبين ابنه بطريق الأولى أو مثله فالسنة بينت مراد الكتاب لا أنها خالفته وغايتها أن تكون أثبت التحريم ما سكت عنه أو تخصيص ما لم يرد عمومه وأن قولكم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون التحريم بذلك فدعوى باطلة على جميع الصحابة فقد صح عن علي رضي الله عنه إثبات التحريم به وذكر البخاري في صحيحه أن ابن عباس سئل عن رجل كانت لهم رأتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامة أيحل أن ينكهها فقال ابن عباس لا اللقاح واحد وهذا الأثر الذي استدللتم به صليح عن الزبير أنه كان يعتقد أن زينب ابنته بتلك الرضاعة وهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تفتي أن لبن الفحل ينشر الحرمة فلم يبقى بأيديكم إلا عبد الله بن الزبير وأين يقع من هؤلاء وأما الذين سألتهم فأفتوها بالحل فمجهولون غير مسمين ولم يقل الراوي فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون بل لعلها أرسلت فسألت من لم تبلغه السنة الصحيحة منهم فأفتاها بما أفتاها به عبد الله بن الزبير ولم يكن الصحابة إذاك متوافرين بالمدينة بل كان معظمهم وأكابرهم بالشام والعراق ومصر وأما قولكم إن الرضاعة إنما هي من جهة الأم فالجواب أن يقال إنما النبن للأبي الذي ثار بوطئه والأم وعاء له وبالله التوفيق فإن قيل فهل تثبت أضوة صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة أو ثبوت أبوته فرع على ثبوت أمومة المرضعة قيل هذا الأصل فيه قولان للفقهاء وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي وعليه مسألة من له أربع زوجات فأرضعن طفلة كل واحدة منهن رضعتين فإنهن لا يصرن أما لها لأن كل واحدة منهن لم ترضعها خمس رضعات وهل يصير الزوج أبا للطفلة فيه وجهان أحدهما لا يصير أبا كما لم تصر المرضعات أمهات والثاني وهو الأصح يصير أبا لكون الولد ارتضع من لبنه خمس رضعات ولبن الفحل أصل بنفسه غير متفرع على أمومة المرضعة فإن الأبوة إنما تثبت بحصول الارتضاع من لبنه لا لكون المرضعة أمه ولا يجوء هذا على أصلي أبي حنيفة ومالك فإن عندهما قليل الرضاع وكثيره محرم فالزوجات الأربع أمهات للمرتضع فإذا قلنا بثبوت الأبوة وهو الصحيح حرمت المرضعات على الطفل لأنه ربيبهن وهن موطوآت أبيه فهو ابن بعلهن وإن قلنا لا تثبت الأبوة لم يحرمن عليه بهذا الرضاع وعلى هذه المسألة ما لو كان لرجل خمس بنات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له وهل يصير الرجل جدا له وأولاده الذين هم إخوة المرضعات أخوالا له وخالات على وجهين أحدهما يصير جدا وأخوهن خالا لأنه قد كمل المرتضع خمس رضعات من لبن بناته فصار جدا كما لو كان المرتضع بنتا واحدة وإذا صار جدا كان أولاده الذين هم إخوة البنات أخوالا وخالات لأنهن إخوة من كمل له منهن خمس رضعات فنزلوا بالنسبة إليه منزلة أم واحدة والآخر لا يصير جدا ولا أخواتهن خالات لأن كونه جدا فرع على كون ابنته أم وكون أخيها خالا فرع على كون أخته أم ولم يثبت الأصل فلا يثبت فرعه وهذا الوجه أصح في هذه المسألة بخلاف التي قبلها فإن ثبوت الأبوة فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح والفرق بينهما أن الفرعية متحققة في هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن فإنهن بناته واللبن ليس له فالتهريم هنا بين المرضعة وابنها فإذا لم تكن أم لم يكن أبوها جدا بخلاف تلك فإن التحريم بين المرتضع وبين صاحب اللبن فسواء ثبتت أمومة المرضعة أو لا فعلى هذا إذا قلنا يصير أخوهن خالا فهل تكون كل واحدة منهن خالة له فيه وجهان أحدهما لا تكون خالة لأنه لم يرتضع من لبن أخواتها خمس رضعات فلا تثبت الخؤولة والثاني تثبت لأنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات وكان ما ارتضع منها ومن أخواتها مسبتا للخؤولة ولا تثبت أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع منها خمس رضعات ولا يستبعد ثبوت خؤولة بلا أمومة كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا أمومة وهذا الضعيف والفرق بينهما أن الأخول أن الخؤولة فرع محض على الأمومة فإذا لم يثبت الأصل فكيف يثبت فرعه بخلاف الأبوة والأمومة فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر وعلى هذا مسألة ما لو كان لرجل أم وأخت وابنه وزوجة ابن فأرضعن طفلة كل واحدة منهن رضعة لم تصر واحدة منهن أمها وهل تحرم على الرجل على وجهين أوجههما ما تقدم والتحريمها هنا بعيد فإن هذا اللبن الذي كمل للطفل لا يجعل الرجل أبا له ولا جدا ولا أخا ولا خالا والله أعلم انتهى الشريط الخامس والخمسون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط السادس والخمسين الوجه الأول يدأ حالا هذا هو الشريط السادس والخمسون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد مسجلا على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شر رضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم وحكمه في القدر المحرم منها وحكمه في إرضاع كبير هل له تأثير أم لا فصل وقد دلت تحريم بلبن فحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة الأولى والأحرى لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغذت بلبن ثار بوطئه فكيف يحل له أن ينكح من قد خلق من نفس مائه بوطئه وكيف يحرم الشارع بنته من الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل ثابا فيه ثم يبيخ له مكاح من خلقت بنفس وطئه ومائه هذا من المستحيل فإن البعضية التي بينه وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتم من البعضية التي بينه وبين من تغذت بلبنه فإن بنت الرضاع فيها جزء من البعضية والمخلوقة من مائه تسميها مخلوقة من مائه فنفها وأكثرها بعضه تطع والشطر الآخر للأم وهذا قول جمهور المسلمين ولا يعرف في الصحابة من أباحها ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن من تزوجها قتل بالسيف محصنا كان أو غيره وإذا كانت بنته من الرضاعة بنتا في حكمه فقط الحرمة والمحرمية فتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن التحرين وتوضب حلها فكذلك بنته من الزنا تكون بنتا في التحرين وتخلف أحكام البنت عنها لا يوجب حلها والله سبحانه خاطب العرب بما تعقله في لغاتها ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن موضعه الأصلي كلفظ الصلاة والإيمان ونحوهما فيحمل على موضوعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أنتقد من الراعي الزاني بقوله أبي فلان الراعي وهذا الإنطاق لا يحتمر الكبد وأجمعت الأمة على تحرين أمه عليه وخلقه من مائها وماء الزاني خلق واحد وإثمهما فيه سوا وكونه بعضا له مثل كونه بعضا لها وانقطاع الإرث بين الزاني والبنت لا يوجب جواز نكاحها ثم من العجب كيف يحرم صاحب هذا القول أن يستمي الإنسان ليده ويقول هذا نكاح ليده ويجوز للإنسان أن ينكح بعضه ثم يجوز له أن يستفرش بعضه الذي خلقه الله من نائه وأخرجه من صلبه كما يستفرش الأجنبية فصل والحكم الثالث أنه لا تحرم المصة والمصتان كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحرم إلا خلف رضعات وهذا موضع اختلف فيه العلماء فأثبت الطائفة من السلف والخلف التحرين لقليل الرضاع وكثيره وهذا يرضى عن علي وابن عباس وهو قول سعيد بن مسيد والحسن والزهري وقتاده والحكم وحماد والأوزاعي والثوري وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وزعم الليف بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يغفر به الصائم وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقال الطائفة أخرى لا يثبت التحرين بأقل من ثلاث رضاعات وهذا قول أبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر وداود بن علي وهو رواية ثانية عن أحمد وقال الطائفة أخرى لا يثبت بأقل من خمس رضاعات وهذا قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطعوس وهو إحدى الروايات الثلاث عن عائشة رضي الله عنها ورواية الثانية عنها أنه لا يحرم أقل من سبع والثالثة لا يحرم أقل من عشر والقول بالخمس مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وهو قول ابن حزم وخالف داود في هذه المسألة فحجة الأولين أنه سبحانه علق التحرين باسم الرضاعة فحيث ولد اسمها ولد حكمها والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وهذا موافق لإطلاق القرآن وثبتت الصحيحين عن عقبة بن الحارف أنه تزوج أم يحيا بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها ولم يسأل عن عاد الرضاعة قالوا لأنه فعلا يتعلق به التحرين فاستوى قليله وكثيره كالوضع الموجب له قالوا لأن إن شاذ العظم وإن بات اللحم يحصل بقليله وكثيره قالوا لأن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في الرضعة وحقيقتها واضطربت أشد للضراب وما كان هكذا لم يجعله الشارع نصابا لعدن ضبطه والعلم به قال أصحاب الثلاث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة والمصتان وعن أم الفضل بنت الحارث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإنلاجة والإنلاجتان وفي حديث آخر أن رجلا قال يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا وهذه أحاديث صحيحة صريحة رواها مسلم في صحيحه فلا يجيز العدول عنها فأثبتنا التحريم بالثلاث بعموم الآية ونفينا التحريم بما دونها بصريح السنة قالوا لأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث قالوا لأنها أول مراتب الجمع وقد اعتبرها الشارع في موابع كثيرة جدا قال أصحاب الخمس الحجة لنا ما تقدم في أول الفصل من الأحاديث الصحيحة الصريحة وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي والأمر على ذلك قالوا ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل أرضعي سالما خمس رضاعات تحرمي قالوا وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت إحدى بنات إخوتها أو أخواتها فأرضعته خمس رضاعات قالوا ونفي التحرين بالربعة والربعتين صريح في عدم تعليق التحرين بقليل الرضاع وكثيره وهي ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة بعضها خرج جوابا للسائل وبعضها تأسيس حكم مبتدأ قالوا وإذا علقنا التحرين بالخمس لم نكن قد خالفنا شيئا من النصوص التي استبللتم بها وإنما نكون قد قيلنا مطلقها بالخمس وتقييد المطلق بيان لا نسكن ولا تخصيص وأن من علق التحرين بالقليل والكثير فإنه يخالف أحاديث نفي التحرين بالربعة والربعتين وأن صاحب الثلاث فإنه وإن لم يخالفها فهو مخالف لأحاديث الخمس قال من لم يقيده بالخمس حديث الخمس لم تنقله عائشة رضي الله عنها نقل الأخبار فيحتج به وإنما نقلته نقل القرآن والقرآن إنما يثبت بالتواتر والأمة لم تنقل ذلك قرآن فلا يكون قرآن وإذا لم يكن قرآن ولا خبر انتمع إثبات الحكم به قال أصحاب الخمس الكلام فيما نقل من القرآن أحدا في فصلين أحدهما كونه من القرآن والثاني وجوب العمل به ولريب أنهما حكمان متغيران فإن الأول يوجد انعقاد الصلاة به وتحريم نسه على المحدث وقراءاته على الجنب وغير ذلك من أحكام القرآن فإذا انفتت هذه الأحكام لعدم التواتر لم يلزم انتفاء العمل به فإنه يكفي فيه الظن وقد احتج كل واحد من العلمة الأربعة به في مرضع فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع واحتج به أبو حنيفة في وجود التتابع في صيام الكفارة لقراءة بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات واحتج به مالك والصحابة قبله لفرض الواحد من ولد الأم أنه السدس لقراءة أبي وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس فالناس كلهم احتجوا بهذه القراءة ولا مستمد للإجماع سواها قالوا وأما قولكم إما أن يكون نقله قرآنا أو خبرا قلنا بل قرآنا صريحا قولكم فكان يجب نقله متواترا قلنا حتى إذا نسخ لفظه أو بقي أما الأول فممنوع والثاني مسلم وغاية ما في الأمر أنه قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه فيكون له حكم قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما لما اكتفي بنقله أحدا وحكمه ثابت وهذا مما لا جواب عنه وفي المسألة نذهبان آخران ضعيفان أحدهما أن التحريم لا يثبت بأقل من سبع كما سئل طاووس عن قول من يقول لا يحرم من الرضاع لا يحرم من الرضاع دون سبع رضاعات فقال قد كان ذلك ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم المرة الواحدة تحرم وهذا المذهب لا دليل عليه الثاني التحريم إنما يثبت بعشر رضاعات وهذا يروى عن حقصة وعائشة رضي الله عنهما وفيها نذهب آخر وهو الفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال طاووس كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضاعات محرمات ولسائر الناس رضاعات معلومات ثم تريك ذلك بعد وقد تبين الصحيح من هذه الأقوال وبالله التوفيق فصل فإن قيل ما هي الرضعة التي تنفصل من أختها وما حدها قيل الرضعة فعلة من الرضاع فهي مرة منه بلا شك وذلك كضربة وجلفة وأخلة فما تلتقن الثاني فانفص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك منه رضاعا لأن الشرع بذلك ورد مطلقة فحمل على العرف والعرف هذا والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرم لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة كما أن الآكل إذا قطع أكاته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة هذا نذهب الشافعين ولهم فيما إذا قطئ قطعت المرضعة عليه ثم آعدته وجهان أحدهما أنها رضعة واحدة ولو قطعته مرارا حتى يقطع باختياره قالوا لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة ولهذا لو ارتضع منها وهي نائمة حصلت رضعة فإذا قطعت عليه لم يعتد بها كما لو شرع في أكلة واحدة أمره بها الطبيب فجاء شخص فقطعها عليه ثم عاد فإنها أكلة واحدة والوجه الثاني أنها رضعة أخرى لأن الرضاع يصح من المرتضع ومن المرضعة ولهذا لو أوجرته وهو نائم احتسب رضعة ولهم فيما إذا انتقل من فدي المرأة إلى فدي غيرها وجهان أحدهما لا يعتد بواحد منهما لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تناني الرضعة فلم تتم الرضعة من إحداهما ولهذا لو انتقل من فدي امرأة إلى فديها الآخر كان رضعة واحدة والثاني أنه يحتسب من كل واحد منهما رضعة لأنه ارتبع وقطعه باختياره من شخصين وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فقال صاحب المغني إذا قطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة فإن عاد كان رضعة أخرى فأما إن قطع ذوية نفس أو للانتقال من ثمين إلى فدي أو لشيء يلهيه أو قطعت عليه المرضعة نظرنا فإن لم يعد قريبا فهي رضعة وإن عاد في الحال ففيه وجهان أحدهما أن الأولى رضعة فإذا عاد فهي رضعة أخرى قال وهذا اختيار أبي بكر وضعه كلام أحمد في رواية حنبل فإنه قال أما ترى الصدي يرتضع من الفدي فإذا أدركه النفس أنسك عن الفدي ليتنفس أو ليستريح فإذا فعل ذلك فهي رضعة قال الشيخ وذلك أن الأولى رضعة لو لم يعد فكانت رضعة وإن عاد كما لو قطع باختياره والوجه الآخر أن جميع ذلك رضعة وهو نذهب الشافعي إلا فيما إذا قطعت عليه المربعة ففيه وجهان لأنه لو حلف لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة فاتدام الأكل زمنا أو انقطع لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لون أو انتقال لما يحمل إليه من الطعام لم يعد إلا أكلة واحدة فكذا هاهما والأول أصح لأن اليسير من السعوط والوجور رضعة فكذا هذا وإذا كلام أحمد يحتمل أمرين أحدهما ما ذكره الشيخ ويكون قوله فهي رضعة عائدا إلى الرضعة الثانية الثاني أن يكون المجموع رضعة فيكون قوله فهي رضعة عائدا إلى الأول والثاني وهذا أظهر محتمليه لأنه سذل بقطعة التنفس أو الاستراحة على كونها رضعة واحدة ومعلوم أن هذا الاستجلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة مع كون الثانية رضعة مستقلة فتأمله وأما قياس الشيخ على يسير السعوط والوجور فالفرق بينهما أن ذلك مستقل ليس تابعا لرضعة قبله ولا هو من تمامها فيقال رضعة بخلاف مسألتنا فإن الثانية تابعة للأولى وهي من تمامها فافترقا فصل والحكم الرابع أن الرضاع الذي يتعلق به التحرين ما كان قبل الفطان في زمن الاتباع المعتاد وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد هو ما كان في الحولين ولا يحرم ما كان بعدهما فصح ذلك عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وروي عن سعيد بن مسيب والشعبي وابن شبرمة وهو قول سفيان وإسحاق وأبي عبيد وابن حبن وابن منذر وداود وجمهور أصحابه وقال الطائفة الرضاع المحرم ما كان قبل الفطان ولم يحجوه بذمن صح ذلك عن أم سلمة وابن عباس وروي عن علي ولم يصح عنه وهو قول الزهري والحسن وقتاده وإكرمه والأوزاعي قال الأوزاعي ينفطن وله عام واحد واستمر في طامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئا فإن تماد رضاعه ولم يفطن فما كان في الحولين فإنه يحرم وما كان بعدهما فإنه لا يحرم وإن تماد الرضاع وقال الطائفة الرضاع المحرم ما كان في الصغر ولم يوقته هؤلاء بوقت وروي هذا عن ابن عمر وابن المسيد وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى عائشة رضي الله عنها وقال أبو حنيفة وزفر ثلاثون شهرا وعن أبي حنيفة رواية أخرى كقول أبي يوسف ومحمد وقال مالك في المشهور من مذهبه يحرم في الحولين وما قاربهما ولا حرمة له بعد ذلك ثم روي عنه اعتبار وأيام يسيرة وروي عنه شهران وروي شهر ونحوه وروى عنه الوليد من المسلم وغيره أن ما كان بعد الحولين من رباع بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر فإنه عندي من الحولين وهذا هو المشهور عند كثير من أصحابه والذي رواه عنه أصحاب الموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه وما كان من الرباع بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئا إنما هو بمنزلة الطعام هذا لفظه وقال إذا فصل الصبي قبل الحولين واستغنى للطعام عن الرباع فما ارتبع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة وقال الحسن بن صالح وابن أبي ذئد وجماعة من أهل الكوفة مدة الرضاع المحرم ثلاث سنين فما زاد عليها لم يحرم وقال عمر بن عبد العزيز مدته إلى سبع سنين وكان يزيب المهارون يحكيه عنه كالمتعجب من قوله ورؤيا عنه خلاف هذا وحكى عنه ربيعة أن مدته حولان واثنى عشر يوما وقال الطائفة من السلف والخلف يحرم رضاع الكبير ولو أنه شيخ فروى مالك عن ابن شهاد أنه سئل عن رضاع الكبير فقال أخبرني عروة من الزبير بحديث أن للرسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت وكانت ترهب من لها قال عروة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كرسون وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وقال عبد الرزاق حدثنا النجري قال سمعت عطاء ابن أبي رباح وسأله رجل فقال سقطت ممرأة من لبنها بعدما كنت رجلا كبيرا أفأنككها قال عطاء لا تنكحها فقلت له وذلك رأيك قال نعم كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بذلك بنات أخيها وهذا قول ثابت عن عائشة رضي الله عنها ويروى عن علي وعروة ابن زبير وعطاء ابن أبي رباح وهو قول ليس ابن سعد وابي محمد ابن حزم قال ورباع الكبير ولو أنه شيف يحرم كما يحرم رباع الصغير ولا فرق فهذه مذاهب الناس في المسألة ونذكر مناظرة أصحاب الحولين والقائلين برضاع الكبير فإنهما طرفان وسائر الأقوال متقاربة قال أصحاب الحولين قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة قالوا فجعلتنا من الرضاعة حولين فدل على أنه لا حكم لما بعدهما فلا يتعلق به التحرين قالوا وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر الرضاعة المحرمة عليها قالوا وهذه مدة الثدي الذي قال فيها لا رضاع إلا ما كان في الثدي أي في زمن الثدي وهذه لغة معروفة عند العرب فإن العرب يقولون خلان مات في الثدي أي في زمن الرضاع قبل انتطام ومنه الحديث المشهور إن إبراهيم نات في الثدي وإن له مربعا في الجنة تتم رضاعته تتم رضاعة يعني إبراهيم ابنه صلوات الله وسلامه عليه قالوا وأكد ذلك بقوله لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطان فهذه ثلاثة أوصاف للرضاع المحرم ومعلوم أن رضاعة الشيخ الكبير عار من الثلاثة قالوا وأصرح لهذا حديث من عباس لا رضاعة إلا ما كان في الحولين قالوا وأكده أيضا حديث من مسعود لا يحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشذ العظم ورباع الكبير لا ينبت لحم ولا ينشذ عظم قالوا ولو كان رضاع الكبير محرما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد تغير وجهه وكره دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآه كبيرا انظرنا من إخوانكم فلو حرم رضاع الكبير لن يكن فرق بينه وبين الصغير ولما كره ذلك وقال انظرنا من إخوانكم ثم قال فإنما الرضاعة من المجاعة وتحت هذا من المعنى خشت أن يكون قد ارتبع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة فلا ينشر الحرمة فلا يكون أخاء قالوا وأما حديث سهلة في رضاع سالم فهذا كان في أول الهجرة لأن قصته كانت عقيبا قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وهي نزلت في أول الهجرة وأما أحاديث اشتراط الصغر وأن يكون في الثدي قبل الفطان فهي من رواية ابن عباس وأبي هريرة وابن عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح وأبو هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر دلا شك كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حليثة قال المثبتون للتحرين برضاع الشيوخ قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة لا ينتري فيها أحد أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم مولى أبي حليثة وكان كبيرا ذا لحيا وقال أرضعيه تحرمي عليه ثم ساق الحديث وطرقه وألفاظه وهي صحيحة صريحة بلا شك ثم قالوا فهذه الأخبار ترفع الإشكال وتبين مراد الله عز وجل في الآيات المذكورات أن الرضاعة التي تتم بتمام الحولين أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأي في ذلك صلاحا للربيع إنما هي الموجبة للنفقة على المرأة المربعة والتي يجبر عليها الأبوان أحدى أمكرها ولقد كان في الآية كفاية من هذا لأنه تعالى قال والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى الموجود له رزقهن وكثتهن بالمعروف فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك ولا أن التحريم ينقطع لتمام الحولين وكان قوله تعالى وأمهاتكم لا في أربعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم يقل في حولين ولا في وقت دون وقت زائدا على الآيات الأخر وعمومها لا يجب تخصيصه إلا بنص يبين أنه تخصيص له لا بضم ولا محتمل لا بيان فيه وكانت هذه الآثار يعني التي فيها التحريم لرضاع الكبير قد جاءت مجيء التواتر رواها نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسهلة بنت سهير وهي من المهاجرات وزينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ورواها من التابعين القاسم بن محمد وعروة من الزبير وحميد بن نافع ورواها عن هؤلاء الزهري وابن أبي مليكة وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ثم رواها عن هؤلاء أيوب السختياني وسفيان السوري وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن دريج وشعيد ويونس وجعفر بن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم ثم رواها عن هؤلاء الجنم الغفير والعدد الكثير فهي نقل كافة لا يختلف مؤالف ولا مخالف في صحتها فلم يبقى من الاعتراض إلا قول القائل كان ذلك خاصا بسال كما قال بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهن في ذلك فليعلم من تعلق بهذا أنه من من ظن ذلك منهن رضي الله عنهن هكذا في الحديث أنهن قلنا ما نرى هذا إلا خاصا بسال وما ندري لعلها كانت رخصة لسال فإذا هو ظن بلا شك فإن الظن لا يعارض به السنن الثابتة قال الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا وشتان بين احتجاج أم سلمة رضي الله عنها بظنها وبين احتجاج عائشة رضي الله عنها بالسنة الثابتة ولهذا لما قالت لها عائشة أمالك في رسول الله قسوة حسنة فكثت أم سلمة ولم تنطق بحرف وهذا إما رجوع إلى مذهب عائشة وإما انططاع في يدها قالوا وقوم سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه وهو رجل كبير بيان جلي أنه بعد نزول الآيات المذكورات قالوا ونعلم يقينا أنه لو كان ذلك خاصا بسال لقطع النبي صلى الله عليه وسلم الإرحاق ونص على أنه ليس لأحد بعده كما بيّن لأبي بردس بن نيار أن جذعته تجزئ عنه ولا تجزئ عن أحد بعده وإن يقع ذبح جذعة أبحية من هذا الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه وتدوت المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر بها فمعلوم قطعا أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصا قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة حجة لنا لأن شرب الكبير باللبن يؤثر في دفع مجاعته قطعا كما يؤثر في الصغير أو قريبا منه فإن قلتم فما فائدة ذكره إذا كان الكبير والصغير فيه سواء قلنا فائدته إبطال تعلق التحريم للقطرة من اللبن أو المصة الواحدة التي لا تغني من جوع ولا تنبت لحمة ولا تنشذ عظمى قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما كان في الحولين وكان في السدي قبل الفطان ليس بأبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة وإنما الربا في النسيئة ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالأبللة الدالة عليه فكذا هذا فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمنه في صنمه الثابتة كلها حق يجب اتباعها ولا يضرب بعضها ببعض بل تستعمل كل منها على ويهه قالوا ومما يدل على ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأفقها نساء الأمة هي التي روت هذا وهذا فهي التي روت إنما الرضاعة من المجاعة وروت حديث سهلة وأخذت به فلو كان عندما حديث إنما الرضاعة من المجاعة مخالفا لحديث سهلة لما ذهبت إليه وتركت حديثا واجهها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وكره الرجل الذي رآه عندها وقالت هو أخي قالوا وقد صح عنها أنها كانت تدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره أخت من أخواتها الرضاعة المحرم ونحن نشهد بشهادة الله ونقطع قطعا نلقاه به يوم القيامة أن أم المؤمنين لم تكن لتبيح سكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث ينتهكه من لا يحل له انتهاكه ولن يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يد الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات وقد عصم الله سبحانه ذلك الزناب الكريم والحم المنيع والشرف الرفيع أتم عصمه وصانه أعظم صيانه وتولى صيانته وحمايته والذب عنه بنفسه ووحيه وكلامه قالوا فنحن نوقم ونقطع ونبت الشهادة لله بأن فعل عائشة رضي الله عنها هو الحق وأن رضاع الكبير يقع به من التحرين والمحرمية ما يقع برضاع الصغير ويقفين أمنا أفقه نساء الأمة على الإطلاق وقد كانت تناظر في ذلك نساءه صلى الله عليه وسلم ولا يجب لها بغير قولهم ما أحد داخل علينا بتلك الرضاعة ويقفين من ذلك أنه منهب من عم نبينا صلى الله عليه وسلم وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان خليفة ومنهب الليث بن سعد الذي شهد له الشافعي بأنه كان أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه ومنهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن جريد وذكر مالك عن الزهري أنه سئل عن رضاع الكبير فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم من مولى أبي خلعفة وقال عبد الرزاق وأخبرني ابن جريد قال أخبرني عبد الكريم أن سالم بن أبي جعد المولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أردت أن أتزوج امرأة قد فقتني من لبنها وأنا كبير تباويت به فقال له علي لا تنكحها ونهاه عنها فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة وتلك المسوطنا كالشمس صحة وفراحة قالوا وأفرح أحاديثكم حديث أم سلمة فارفعه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطان فما أفرحه لو كان سليم من العلة لكن هذا حديث منقطع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة ولم تسمع منها شيئا لأنها كانت أسنة من زوجها هشام باثني عشر عاما فكان مولده في سنة ستين ومولد فاطمة في سن ثماني وأربعين وماتت أم سلمة سنة تسعين وخمسين وفاطمة صغيرة لم تبلغها فكيف تحفظ عنها ولم تسمع من خالة أبيها شيئا وهي في حجرها كما حصل سماعها من جدتها أثناء بنت أبي بكر قالوا وإذا نظر العالم المنصف في هذا القول ووزن بينه وبين قول من يحد مدة الرضاع المحرم بخمسة وعشرين شهرا أو ستة وعشرين شهرا أو سبعة وعشرين شهرا أو ثلاثين شهرا من تلك الأقوال التي لا دليل عليها من كتاب الله أو سنة رسوله ولا قول أحد من الصحابة تبين له فضل ما بين القولين فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن هذا القول تنتهي قوته إلى هذا الحج وأنه ليس بأيدي أصحابه قدرة على تقديره وتصحيحه فاجلس أيها العالم المنصف مجلس الحكم بين هذين المتنزعين وافصل بينهما بالحجة والبيان لا بالتقليد وقال فلان واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك أحدها أنه منسوخ وهذا مثلك كثير منهم ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوة فإنهم لا يمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث ولو قلب أصحاب هذا القول عليهم الدعوة والدعو نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة لكانت نظير دعواهم وأما قولهم إنها كانت في أول الهجرة وحين نزول قوله تعالى تدعوهم لآبائهم ورواية ابن عباس رضي الله عنه وأبي هريرة بعد ذلك فجوابهم وجوه أحدها أنهما لن يسرحا بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يسمع منه ابن عباس إلا دون العشرين حديثا وسائرها عن الصحابة رضي الله عنهم الثاني أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم لم تحتج واحدة منهم بل ولا غيرهن على عائشة رضي الله عنها بذلك بل سلكنا في الحديث بتخصيصه بسالم وعدم إلحاق غيره به الثالث أن عائشة رضي الله عنها نفسها روت هذا وهذا فلو كان حديث سهلة منسوخة لكانت عائشة رضي الله عنها قد أخذت به وترفت الناسخ أو خفي عليها تقدمه مع كونها هي الراوية له وكلاهما منتنع وفي غاية البعد الرابع أن عائشة رضي الله عنها رسلية بالمسألة وكانت تعمل بها وتناظر عليها وتدعو إليها فواحباتها فلها بها مزيد اعتناء فكيف يكون هذا حكما منسوخا قد بطل كونه من الدين جنة ويخفى عليها ذلك ويخفى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكره لها واحدة منهم المسلك الثاني أنه مخصوص بسال دون من عداه وهذا نسلك أم سلمة ومن معها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم وهذا المسلك أقوى مما قبله فإن أصحابه قالوا مما يبين اختصاصه بسال أن فيه أن سهلة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب وهي تقتبي أنه لا يحل للمرأة أن تبقي ذينتها إلا لمن ذكر في الآية وسني فيها ولا يخص العموم من عداهم أحد إلا بدليل قالوا والمرأة إذا أرضعت أجنبيا فقد أبدت زينتها له فلا يجود ذلك تمسكا بعموم الآية فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسال خاص به قالوا وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بأمر أو أباح له شيئا أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضه ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه وأن إذا أمر الناس بأمر أو نهاهم عن شيء ثم أمر واحدا من الأمة بخلاف ما أمر به الناس أو أطلق له ما نهاهم عنه فإن ذلك يكون خاصا به وحده ولا نقول في هذا الموضع إن أمره للواحد أمر للجميع وإباحته للواحد إباحة للجميع لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الأمر الأول والنهي الأول بل نقول إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلف ولا يعارض بعضها بعضا فحرم الله في كتابه أن تبدي المرأة زينتها لغير محرم وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة أن تبدي زينتها لسالم وهو غير محرم عند إبداء الزينة قطعا فيكون ذلك رخصة خاصة لسالم مستثنة من عموم التحريم ولا نقول إن حكمها عام فيبطل حكم الآية المحرمة قالوا ويتعين هذا المسلك لأنه لو لم نسلكه لزمنا أحد مسلكين ولابد منهما إنا نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم وإنا نسخها به ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ ولعدم تحقق المعارضة ولإمكان العمل بالأحاديث كلها فإنا إذا حملنا حديث سهلة على الرخصة الخاصة والأحاديث الأخر على عمومها فيما عدا فالما لم تتعارض ولم نسخ بعضها بعضا وعمل بجميعها قالوا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الرضاع إنما يكون في الحولين وأنه إنما يكون في الثدي وإنما يكون قبل الفطان كان ذلك مما يدل على أن حديث سهلة على الخصوص سواء تقدم أو تأخر فلا ينحصر بيان الخصوص في قوله هذا لك وحدك حتى يتعين طريقا قالوا وأما تفسير حديث إنما الرضاعة من المجاعة بما ذكرتموه ففي غاية البعد من اللفظ ولا تتبادر إليه أفحام المخاطبين بل القول في معناه ما قاله أبو عبيد والناس قال أبو عبيد قوله إنما الرضاعة من المجاعة يقول إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن إنما هو الصبي الرضيع فأما الذي شبعه من جوعه الطعام فإن رضاعه ليس برضاع ومعنى الحديث إنما الرضاع في الحولين قبل الفطان هذا تفسير أبو عبيد والناس وهو الذي يتبادر فهمه من الحديث إلى الأذهان حتى ولو احتمل الحديث التفسيرين على الثواء لكان هذا المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديث بهذا المعنى وكشفها له وإضاحها ومنها يبين أن غير هذا التفسير خطأ وأنه لا يصح أن يراد به رضاعة الكبير أن رضا المجاعة إنما تدل على رضاعة الصغير فهي تثبت رضاعة المجاعة تثبت رضاعة المجاعة وتنفي غيرها ومعلوم يقين أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز واللحم فهذا لا يخطر ببال المتكلم ولا الثانع فلو جعلنا حكم الرضاعة عاما لن يبقى لنا ما ينفي ويثبت وسياق قوله لما رأى الرجل الكبير فقال إنما الرضاعة من المجاعة يبين المراد وأنه إنما يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة والسياق ينزل لفظ منزلة الصريح فتغير وديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكراهته لذلك الرجل وقوله انظرنا من إخوانكم إنما هو للتحفظ في الرضاعة وأنها لا تحرم كل وقت وإنما تحرم وقتا دون وقت ولا يفهم أحد من هذا أنما الرضاعة ما كان عادها خمسا سيعبر عن هذا المعنى لقوله من المجاعة وهذا ضد البيان الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وقولكم إن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير كما تطرد الجوع عن الصغير كلام باطل فإنه لا يؤهد ذو لحية قط تشبعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقن مقام اللبن فهو يطرد عنه الجوع فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلا والذي يوضح هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة المجاعة إنما أراد مضنتها وزمنها ولا شك أنه الصغر فإن أبيتم إلا الظاهرية وأنه أراد حقيقتها لزمكم أن لا يحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر شيئا وأما حديث الستر المصون والحرمة العظيمة والحن المنيع فرضي الله عن أم المؤمنين فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يثبت المحرمية فسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنها في ذلك ولا يرينا دخول هذا الستر المصون والحن الرفيع بهذه الرضاعة فهي مسألة اجدهاد وأحد الحزبين مأجور أجرا واحدا والآخر مأجور أجرين وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في هذه الواقعة فكل من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة والمانع من الدخول فائز بالأجر مجتهد في مرضاة الله وطاعة رسوله وتنفيذ حكمه ولهما أسوة بالنبيين الكريمين داود وسليمان وهم الذان أثنى الله عليهم بالحكمة والحكم وخص بفهم الحكومة أحدهما فصل بنت إحدى عشرة سنة وهذا سن جيد لا سيما للمرأة فإنها تصلق فيه للزوج فمن هي في حد الزواج كيف يقال إنها لا تعقل ما تسمع ولا تدري ما تحدث به هذا هو الباطل الذي لا ترد به السنن مع أن أم ثلمة كانت مصادقة لجدتها أسماء وكانت دارهما واحدة فنشأت فاطمة في هذه في حذر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وماتت عائشة رضي الله عنها سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثماني وخمسين وقد يمكن سماع فاطمة منها وأما جدتها أسماء فماتت سنة ثلاث وسبعين وفاطمة إذاك بنت خمس وعشرين سنة فلذلك كثر سماعها منها وقد أثت أم سلمة بمثل الحديث الذي روته أسماء فقال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أم سلمة أنها سئلت ما يحرم من الرباع فقالت ما كان في الثدي قبل الفطان فروت الحديث وأفتت بالمجبة وأفت به عمر بن خطاب رضي الله عنه كما رواه الدار قطني من حديث سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سنة عمر يقول لا رضاعة إلا في الحولين في الصغر وأفت به ابنه عبد الله رضي الله عنه فقال مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير وأفت به ابن عباس رضي الله عنهما فقال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن عكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاعة بعد فطم الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في هديه صلى الله عليه وسلم في الرضاعة وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعود وأبو موسى فأفتن مسعود بأنه لا يحرم إلا في الصغر فرجع إليه أبو موسى فذكر الدار قطني أن للمسعود قال لأبي موسى أنت تفتي بكذا وكذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبة اللحم وقد روى أبو دعود حدثنا محمد بن سليمان الأباري حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوري حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى أبي موسى فقال إن امرأتي ورم ثديها فمصسته فدخل حلقي شيء سبقني فشدد عليه أبو موسى فأتى عبد الله ابن مسعود فقال سألت أحد غيري قال نعم أبا موسى فشدد علي فأتى أبا موسى فقال أرضيع هذا فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم فهذه روايته وفتواه وأما علي بن أبي طالب فذكر عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزار بن سبرة عن علي لا رضاعة بعد الفصال وهذا خلاف رواية عبد الكريم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عنه لكن جويبر لا يحتج بحديثه وعبد الكريم أقوى منه فصل المسلك الثالث أن حديث سهله ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في حق كل أحد وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله عن المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حليفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاعه الصغير وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها وهذا أولى من النسخ ودعوة تخصيص بشخص بعينه وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له والله الموفق ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العلد هذا الباب قد تولى الله سبحانه بيانه في كتابه أتم بيان وأوضحه وأجمعه بحيث لا تشذ عنه معتدة فذكر أربعة أنواع من العبد وهي جملة أنواعها النوع الأول عدة الحامل بوضع الحمل مطلقا بائمة كانت أو رجعية مفارقة في الحياة أو متوفا عنها فقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهذا فيه عموم من ثلاث جهات أحدها عموم مخبر عنه وهو أولاة الأحمال فإنه يتناول جميعهم الثاني عموم الأجل فإنه أضافه إليهم وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم فجعل وضع الحمل جميع أجلهن فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن الثالث أن المبتدأ والخبر معرفتان أما المبتدأ فظاهر وأما الخبر وهو قوله تعالى أن يضعن حملهم تفي تأويل مصدر مضاف أي أجلهن وضع حملهن والمبتدأ والخبر إذا كان معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول كقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وبهذا احتج جمهور الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملها ولو وضعته والزوج على المغتسل كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم لسباعة الأسلمية وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقا من كتاب الله مطابقا له فصل النوع الثاني عدة المطلقة التي تحيط وهي ثلاثة قرؤ كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ النوع الثالث عدة التي لا حيض لها وهي نوعا صغيرة لا تحيط وكبيرة قد يائست من الحيط فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي فعدتهن كذلك النوع الرابع المتوفى عنها زوجها فبين عدتها سبحانه بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فهذا يتناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة ولا تدخل فيه الحامل لأنها خرجت بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم فجعل وضع حملهم جميع أجلهن وحصره فيه بخلاف قوله في المتوفى عنهم يتربصن فإنه فعل مطلق لا عموم له وأيضا فإن قوله أجلهن أن يضعن حملهن متأخر في النزول عن قوله يتربصن وأيضا فإن قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة في غير الحامل بالاتفاق فإنها لو تنادى حملها فوق ذلك تربصته فعمومها مخصوص اتفاقا وقوله أجلهن أن يضعن حملهم غير مخصوص بالاتفاق هذا لو لم تأتي السنة الصحيحة بذلك ووقعت الحوالة على القرآن فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك مقررة له فهذه أصول العدد في كتاب الله مفصلة مبينة ولكن اختلف في فهم المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك وقد دلت السنة بحمد الله على مراد الله منها ونحن نذكرها ونذكر أولى المعاني وأشبهها بها ودلالة السنة عليها فمن ذلك اختلاف السلف في المتوفى عنها إذا كانت حاملة فقال علي وابن عباس وجماعة من الصحابة أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرة وهذا أحد القولين في مذهب مالك رحمه الله اختاره سحون قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه علي بن أبي طالب وابن عباس يقولون في المعتبة الحامل أبعد الأجلين وكان بمسعود يقول من شاء باهلته إن سورة النساء القصرة نزلت بعد وحديث سبيعة يقضي بينهم إذا وضعت فقد حلت وبمسعود يتأور القرآن أجلهم أن يضعن حملهم هي في المتوفى عنها والمطلقة مثلها إذا وضعت فقد حلت وانقضت عدتها ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقه فإذا بان له يد أو رجل عاتقت به الأمة وتنقضي به العدة وإذا ولدت ولدا وفي بطنها آخر لم تنقضي العدة حتى تلد الآخر ولا تغيب عن منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشرة إذا لم تكن حاملة والعدة بيوم يموت أو يطلق هذا كلام أحمد وقد تناظر في هذه المسألة ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما فقال أبو هريرة عدتها وضع الحمل وقال ابن عباس تعتد أقصى الأجلين فحكم أم سلمة رضي الله عنها فحكمت لأبي هريرة واحتجت بحديث سبيعة وقد قيل إن ابن عباس رجع وقال لنهر الصحابة ومن بعدهم والأئمة الأربعة إن عدتها وضع الحمل ولو كان الزوج على مغتسله فوضعت حلت قال أصحاب الأجلين هذه قد تناولها عمومان وقد أنكن دخولها في كليهما فلا تخرج من عدتها بيقين حتى تأتي الأقصى الأجلين قالوا ولا يمكن تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرى لأن كل آية عامة من وجه خاصة من وجه قالوا فإذا أمكن دخول بعض الصور في عموم الآياتين يعني إعمالا للعموم في مقتضاه فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما والجمهور أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة أحدها أن صريح السنة يدل على اعتبار الحمل فقط كما في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلة فوضعت فأرادت أن تنكح فقال لها أبو السنابل ما أنت بناكحة حتى تعتدي آخر الأجلين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل قد حللتي فانكحي من شئتي الثاني أن قوله وأولاة الأحمان أجلهن أن يضعن حملهم نزلت بعد قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة وهذا جواب عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري عنه أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة أشهدوا لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير فإن ظاهره أن آية الطلاق مقدمة على آية البقرة لتأخرها عنها فكانت ناسخة لها ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين فإنهم يريدون به ثلاثة معان أحدها رفع الحكم الثابت بخطاب الثاني رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص وإما بتقييد وهو أعم مما قبله الثالث بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج وهذا أعم من المعنيين الأولين فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق إلى أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عمومها مرادا أو مخصصة لها إن لم يكن عمومها مرادا أو مضينة للمراد منها أو مقيدة لإطلاقها وعلى التقديرات الثلاث فيتأين تقديمها على عموم تلك وإطلاقها وهذا من كمال فقه رضي الله عنه ورسوخه في العلم ومما يبين أن أصول الفقه سجية للقوم وطبيعة لا يتكلفونها كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم كذلك فمن بعدهم فإنما يجهل نفسه ليتعلق بغبارهم وأن له الثالث أنه لو لم تأتي السنة الصريحة باعتبار الحمل ولم تكن آية الطلاق متأخرة لكان تقديمها هو الواجب لما قررناه أولا من جهات العموم الثلاثة فيها وإطلاق قوله يتربص وقد كانت الحوالة على هذا الفهم ممكنة ولكن لغموضه ودقته على كثير من الناس أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة وبالله التوفيق فصل ودل قوله سبحانه أجلهن أن يضعن حملهم على أنها إذا كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعا ودلت على أن من عليها الاستبراء فعدتها وضع الحمل أيضا ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان حيا أو ميتا تأم الخلقة أو ناقصها نفخ فيه الروح أو لم ينفخ ودل قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة على الاكتفاء بذلك وإن لم تحض وهذا قول الجمهور وقال مالك إذا كان عادتها أن تحض في كل سنة مرة فتوفي عنها زوجها لم تنقض عدتها حتى تحض حضتها فتبرأ من عدتها فإن لم تحض انتمرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته وعنه رواية ثانية كقول الجمهور أنه تعتد أربعة أشهر وعشرة ولا تنتظر حيضتها فصل ومن ذلك اختلافهم في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار فقال أكابر الصحابة إنها الحيض هذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعباية بن الصامت وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وهو قول أصحاب عبد الله بن مسعود كلهم كعلقمة والأسود وإبراهيم وشريح وقول الشعبي والحسن وقتاده وقول أصحاب بن عباس سعيد بن جبير وطاوس وهو قول سعيد بن مسيب وهو قول أئمة الحديث كإسحاق بن إبراهيم وعبي عبيد القاسم والإمام أحمد رحمه الله فإنه رجع إلى القول به واستقر مذهبه عليه فليس له مذهب سواه وكان يقول إنها الأطهار فقال في رواية الأثرم رأيت الأحاديث عن من قال القروء الحيض تختلف والأحاديث عن من قال إنه أحق بها حتى تدخل في الحادث الثالثة أحاديث صحاح قوية وهذا النص وحده هو الذي ضفر به أبو عمر بن عبد البر فقال رجع أحمد إلى أن الأقراء الأطهار وليس كما قال بل كان يقول هذا أولا ثم توقف فيه فقال في رواية الأثرم أيضا قد كنت أقول الأطهار ثم فقفت كقول الأكابر ثم جزم أنها الحيض وصرح بالرجوع عن الأطهار فقال في رواية ابن هانئ كنت أقول إنها الأطهار وأنا اليوم أذهب إلى أن الأقراء الحيض قال قاضي أبو يعلى وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه الله وإليه ذهب أصحابنا ورجع عن قوله بالأطهار ثم ذكر نص رجوعه من رواية ابن هانئ كما تقدم وهو قول علمة أهل الرأي كأبي حنيفة وأصحابه وقال الطائفة الأقراء الأطهار وهذا قول عائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ويروى عن الفقهاء السبعة وأبان بن عثمان والزهري وعامة فقهاء المدينة وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وعلى هذا القول فمتى طلقها في أثناء طهر فهل تحتسب ببقيته قراء على ثلاثة أقوال أحدها تحتسب به وهو المشهور والثاني لا تحتسب به وهو قول الزهري كما لا تحتسب ببقية الحيضة عندما يقول الحيض اتفاقا والثالث إن كان قد جامعهم في ذلك الطهر لم تحتسب ببقيته وإلا احتسبت وهذا قول أبي عبيد فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول الزهري انقضت عدتها وعلى قول الأول لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة وهل يقف انقضاء عدتها على اغتسالها منها على ثلاثة أقوال أحدها لا تنقضي عدتها حتى تغتسل وهذا هو المشهور عن أكابل الصحابة قال الإمام أحمد وعمر وعلي والمسعود يقولون له رجعتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة انتهى والرؤية ذلك عن أبي بكر بن الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وأبادة وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل أرضي الله عنهم كما في مصنف وكيع عن عيس الخياط عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخير فالخير منهم أبو بكر وعمر وابن عباس أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وفي مصنفه أيضا عن محمد بن راشد عن مكهول عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء مثله وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قال أرسل عثمان إلى أبي بن كعب في ذلك فقال أبي بن كعب أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة وتحل لها الصلاة قال فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك وفي مصنفه أيضا عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عباية بن الصامت قال لا تبينوا حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة وهو قول سعيد بن مسيب وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي قال شريك له الرجعة وإن فراطت في الغسل عشرين سنة وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله والثاني أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة ولا تقف على الغسل وهذا قول سعيد بن جبير والأمزاعي والشافعي في قوله القديم حيث كان يقول الأقراء الحيط وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب والثالث أنها في عدتها بعد انقطاع الدم ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقت الصلاة التي تظرت في وقتها وهذا قول الثوري والرواية الثالثة عن أحمد حكاهها أبو بكر عنه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض وإن انقطع الدم لأكثره انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه وأما من قال إنها الأطهار اختلفوا في موضعين أحدهما هل اشترطوا كون الطهر مسبوقا بدم قبله أو لا يشترط ذلك على قولين لهم وهما وجهان في مذهب الشافعي وأحمد أحدهما يحتسب لأنه طهر بعده حيض فكان قرآ كما لو كان قبله حيض والثاني لا يحتسب وهو ظاهر نص الشافعي في الجديد لأنه لا تسنى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم الموضع الثاني هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي حتى تحيض يوما وليلة على وجهين لأصحاب أحمد وهما قولان منصوصان للشافعي ولأصحابه وجه ثالث إن حاضت للعادة إن قضت العدة بالطعن في الحيضة وإن حاضت لغير العادة بأن كانت عادتها تردنا في عاشر الشهر فرأته في أوله لم تنقضي حتى ينضي عليها يوم وليلة ثم اختلفوا هل يكون هذا الدم محسوبا من العدة على وجهين تظهر فائدتهم في رجعتها في وقته فهذا تقرير مذاهب الناس في الأقراء قال منص إنها الحيض الدليل عليه وجوه أحدها أن قوله تعالى يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء إما أن يراد به الأطهار فقط أو الحيض فقط أو مجموعهما والثالث محال إجماعا حتى عند من يحمل الأفضل المشترك على معنهيه وإذا تعين حمله على أحدهما فالحيض أولى به لوجوه أحدها أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قرآن ولحظة من الثالث وإطلاق الثالث على هذا مجاز بعيد لنصية الثالث في العياد المخصوص فإن قلتم بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرآن كامل قيل جوابه من ثلاثة أوجه أحدها أن هذا مختلف فيه كما تقدم فلم تجمع الأمة على أن بعض القرأ قرآن قط فدعوى هذا يفتقر إلى دليل الثاني أن هذا دعوى مذهبية أوجب حمل الآية عليها إلزام كون الأقراء الأطهار والدعاوى المذهبية لا يفسر بها القرآن وتحمل عليها اللغة ولا يُعقل في اللغة قط أن اللحظة من الطهر تسمى قرآن كاملا ولا اجتمعت الأمة على ذلك فدعواه لا تثبت نقلا ولا إجماعا وإنما هو مجرد الحمل ولا ريب أن الحمل شيء والوضع شيء آخر وإنما يفيد ثبوت الوضع لغة أو شرع أو عرف الثالث أن القرأ إما أن يكون اسما لمجموع الطهر كما يكون اسما لمجموع الحيضة أو لبعضه أو مشتركا بين الأمرين اشتراكا لفظية أو اشتراكا معنوية والأقسام الثلاثة باطلة فتعين الأول أما بطلان وضعه لبعض الطهر فلأنه يلزم أن يكون الطهر الواحد عدة أقراء ويكون استعمار اللفظ القرأ فيه مجازة وأما بطلان الاشتراك المعنوي فمن وجهين أحدهما أنه يلزم أن يصدق على الطهر الواحد أنه عدة أقراء حقيقة والثاني أن نظيره وهو الحيض لا يسمى جزءه قرأ اتفاقا ووضع القر إلى هما لغة لا يختلف وهذا لا خفاء به فإن طيل نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركا بين كله وجزئه اشتراك اللفظية ويحمل المشترك على معنائه فإنه أحفظ وبه تحصل البراءة بيقين قيل جواب من وجهين أحدهما أنه لا يصح اشتراكه كما تقدم الثاني أنه لو صح اشتراكه لم يجز حمله على مجموح معنيه أما على قول من الله يجوز حمل المشترك على معنيه فظاهر وأما من يجوز حمله عليهما فإنما يجوزونه إذا دل الدليل على إرادتهم معه فإذا لم يدل الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة أحدهما أو إرادتهما وحكى المتأخرون عن الشافعي والقاضي أبي بكر أنه إذا تجرد عن القراء وجب حمله على معنيه كرسم العام لأنه أحوط إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر ولا سبيل إلى معنى ثالث وتعطيله غير ممكن وينتنع تأخير البيان أو وقت الحاجة فإذا جاء وقت العمل ولم يتبين أن أحدهما هو المقصود بعينه علم أن الحقيقة غير مراده إذ لو أريدت لبينت فتعين المجاز وهو مجموع المعنيين ومن يقول إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول لما لم يتبين أن المراد أحدهما علم أنه أراد كليهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظر أن القاضي فمن أصله الوقف في صيغ العموم وأنه لا يجول إجوز حملها على الاستغراق إلا بدليل فمن يقف في ألفاظ العموم كيف يجزم في الألفاظ المشتركة بالاستغراق من غير دليل وإنما الذي ذكره في كتبه إحالة الاشتراك رأسا وما يدعى فيه الاشتراك فهو عنده من قبيل المتواطئ وأما الشافعي فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذا وإنما استنبط هذا من قوله إذا استنبط هذا من قوله إذا أوصى لمواليه تناول المولى من فوق ومن أسفل وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة وأن موضعه القدر المشترك بينهما فإنه من الأسماء المتضعيفة كقوله من كنت مولاه فعلي مولاه ولا يلزم من هذا أن يحكي قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدر مشترك أن تحمل عند الإطلاق على جميع معانيها ثم الذي يدل على فساد هذا القول وجوه أحدها أن استعمال اللفظ في معنيه إنما هو مجاز إذ وضعه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز بل يجب حمله على حقيقته الثاني أنه لو قدر أنه مدوع لهما منفردين ولكل واحد منهما مجتمعين فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم فالحمل فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير نوجب ممتنع الثالث أنه حينئن يستحيل حمله على جميع معانيه إذ حمله على هذا وحده وعليهما معا مستلزم للجمع بين النقيضين فيستحيل حمله على جميع معانيه وحمله عليهما معا حمل له على بعض مفهوماته فحمله على جميعها يبطل حمله على جميعها الرابع أنها هنا أمور أحدها هذه الحقيقة وحدها والثاني الحقيقة الأخرى وحدها والثالث مجموعهما والرابع مجاز هذه وحدها والخامس مجاز الأخرى وحدها والسادس مجازهما معا والسابع الحقيقة وحدها مع مجازها والثامن الحقيقة مع مجاز الأخرى والتاسع الحقيقة الواحدة مع مجازهما والعاشر الحقيقة الأخرى مع مجازها والحادي عشر مع مجاز الأخرى والثاني عشر مع مجازهما فهذه اثنى عشر محملة بعضها على سبيل الحقيقة وبعضها على سبيل المجاز فتأيين معنى واحد مجازي دون سائر المجازات والحقائق ترجيح من غير مرجح وهو منتنع الخامس أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعا لصار من صيغ العموم لأن حكم الاسم العام مجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص ولو كان كذلك لجاز استثناء أحد المعنيين منه ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق والعموم وكان المستعمل له في أحد معنيه بمنزلة المستعمل الاسم العام في بعض معانيه فيكون متجوزا في خطابه غير متكلم بالحقيقة وأن يكون من استعمله في معنيه غير محتاج إلى دليل وإنما يحتاج إليه من نفى المعنى الآخر ولوجب أن يفهى منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عندما يقول بذلك في صيغ العموم ولا ينفي الإجمال عنه إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامة وهذا باطل قطع وأحكام الأسماء المشتركة لا تفارق أحكام الأسماء العامة وهذا مما يعلم بالاضطرار من اللغة ولكنت الأمة قد أجمعت في هذه الآية على حملها على خلاف ظاهرها ومطلقها إذ لم يصر أحد منهم إلى حمل القرأ على الطهر والحيض معا وبهذا يتبين بطلان قولهم حمله عليهما أحوط فإنه لو قدر حمل الآية على ثلاثة من الحيض والأطهار لكان فيه خروج عن الاحتياط وإن طيل نحمله على ثلاثة من كل منهما فهو خلاف نص القرآن إذ تصير الأقراء ستة قولهم إما أن يحمل على أحدهما بعينه أو عليهما إلى آخره قلنا مثل هذا لا يجوز أن يعرى عن دلالة تبين المراد منه كما في الأسماء المجملة وإلى هذه الدلالة قال بعض المجتهدين لا يلزم أن تكئون خفية عن مجموع الأمة وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث فالكلام إذا لم يكن مطلقه يدل على المعنى المراد فلا بد من بيان المراد وإذا تعين أن المراد بالقرأ في الآية أحدهما لا كلهما فإرادة الحيض أولى لوجوه منها ما تقدم الثاني أن استعمال القرأ في الحيض أظهر منه في الطهر فإنهم يذكرونه تفسيرا للفظه ثم يردفونه بقولهم وقيل أو قال فلان أو يقال على الطهر أو وهو أيضا للطهر فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيد وتفسيره بالطهر قول قيل وهك حكاية ألفاظهم قال الجوهري القرأ بالفتح الحيض والجمع أقراء وقراء وفي الحديث لا صلاة أيام أقرائك والقرأ أيضا الطهر وهو من الأبدات وقال أبو عبيد الأقراء الحيض ثم قال الأقراء الأطهار وقال الكسائي والفراء أقرأت المرأة إذا حاضت وقال ابن فارس القراء أوقات يكون للطهر مرة والحيض مرة والواحد قر ويقال القر وهو الطهر ثم قال وقوم يذهبون إلى أن القرأ الحيض فحكى قول من جعله مشتركا بين أوقات الطهر والحيض وقول من جعله لأوقات الطهر وقول من جعله لأوقات الحيض وكأنه لم يختر واحدا منهما بل جعله لأوقاتهما قال وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهر ومن طهر إلى حيض وهذا يدل على أنه لابد من نسمى الحيض في حقيقته يوضحه أن من قال أوقات الطهر تسمى قرؤة فإنما يريد أوقات الطهر التي يحتويشها الدم وإلا فالصغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما أقراء ولا هما من ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة الدليل الثاني أن لفظ القرأ لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى بل متعين فإنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاوث دعي الصلاة أيام أقرائك وهو صلى الله عليه وسلم المعبر عن الله تعالى وبلغة قومه نزل القرآن فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنيه وجب حمله في سائر كلامه عليه إلا لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البته ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها وإن كان له معنى آخر في كلام غيره ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنيه كما يخص المتواطئ بأحد أفراده بل هذا أولى لأن أغلب أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخر ثم تشيع الاستعمالات بل قال المبرد وغيره لا يقع الاشتراك في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة والواضع لم يضع لفظا مشتركا ألبتة فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض علم أن هذه لغته فيتعين حمله على ما في كلامه ويوبح ذلك ما في سياق الآية من قوله ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي ولهذا قال السلف والخلف هو الحمل والحيض وقال بعضهم الحمل وبعضهم الحيض ولم يقل أحد قط إنه الطهر ولهذا لم ينقله من عني بجمع أقوال أهل التفسير كبن الجوزي وغيره وأيضا فقد قال سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن رتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فجعل كل شهر بإزاء حيضة وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض وأيضا فحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه أبو داود وابن ماجه والترميلي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر ابن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث وفي لف للدار قطني فيه طلاق العبد ثنتان وروا ابن ماجه من حديث عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان وأيضا قال ابن ماجه في سننه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتدى ثلاث حيض وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة فاختارت نفسها وأمرها أن تعتدى عدة الحرة وقد فس عدة الحرة بثلاث حيض في حديث عائشة رضي الله عنها فإن قيل فمذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار قيل ليس هذا بأول حديث خالفه راويه فأخل بروايته دون رأيه وأيضا ففي حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما اختلعت من زوجها أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها رواه النسائي وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة وفي الترمذي أن الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة قال الترمذي حليث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة وأيضا فإن الاستبراء هو عدة الأمة وقد ثبت عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود فإن قيل لا نسلم أن استبراء الأمة بالحيضة وإنما هو بالطبر الذي هو قبل الحيضة كذلك قال ابن عبد البر وقال قولهم إن استبراء الأمة حيضة بإجماع ليس كما ظنوا بل جائل لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة واستيقنت أن دمها دم حيض كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه في مناظرته إياه قلنا هذا يرده قوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ الحامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة وأيضا فالمقصود الأصلي من العدة إنما هو استبراء الرحم وإن كان لها فوائد أخر ولشرف الحرة المنكوحة وخطرها جعل العلم الدل على براءة رحمها ثلاثة أقراء فلو كان القرأ هو للطهر لم تحصل بالقرأ الأول دلالة فإنه لو جامعها في الطهر ثم طلقها ثم حاضت كان ذلك قرأا محسوبا من الأقراء عندما يقول الأقراء الأطهار ومعلوم أن هذا لم يدل على شيء وإنما الذي يدل على البراءة الحيض الحاصل بعد الطلاق ولو طلقها في طهر لم يصبها فيه فإنما يعلم هنا براءة الرحم بالحيض الموجود قبل الطلاق والعدة لا تكون قبل الطلاق لأنه حكمه والحكم لا يسبق سلبه فإذا كان الطهر الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلا لم يجز إدخاله في العدد الدالة على براءة الرحم وكان مثله مثل شاهد غير مقبول ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له يوضحه أن العدة في المنكوحات كالاستبراء في المملوكات وقد ثبت بصريح السنة أن الاستبراء بالحيض لا بالطهر فكذلك العدة إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد العدة والاكتفاء بالاستبراء بقرأ واحد وهذا لا يوجب اختلافهما في حقيقة القرأ وإنما يختلفان في القدر المعتبر منهما ولهذا قال الشافعي في أصح القولين عنه إن استبراء الأمة يكون بالحيض وفرق أصحابه بين البابين بأن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بأزمان حقه وهي أزمان الطهر وبأنها تتكرر فتعلم معها البراءة بتوسط الحيض بخلاف الاستبراء فإنه لا يتكرر والمقصود منه مجرد البراءة فاكتفى فيه بحيضة وقال في القول الآخر تستبرأ بطهر طردا لأصله في العدد وعلى هذا فهل تحتسب ببعض الطهر على وجهين لأصحابه فإذا احتسبت به فلابد من ضم حيبة كاملة إليه فإذا طعلت في الطهر الثاني حلت وإن لم تحتسب به فلابد من ضم طهر كامل إليه ولا تحتسب ببعض الطهر عنده قرأ قولا واحدا والمقصود أن الجمهور على أن عدة الاستبراء حيبة لا طهر وهذا الاستبراء في حق الأمة كالعدة في حق الحرة قالوا بل الاعتداد في حق الحرة بالحيب أولى من الأمة من وجهين أحدهما أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرأ ثلاث استبراءات فهكذا ينبغي أن يكون الاعتداد في حقها بالحيب الذي هو أحوط من الطهر فإنها لا تحتسب ببقية الحيبة قرأة وتحتسب ببقية الطهر قرأة الثاني أن استبراء الآمة فرع على عدة الحرة وهي الثابتة بنص القرآن والاستبراء إنما ثبت بالسنة فإذا كان قد احتاط له الشارع بأن جعله بالحيب فاستبراء الحرة أولى فعدة الحرة استبراء لها واستبراء الآمة عدة لها وأيضا فالأدل والعلامات والحدود والغايات إنما تحصل بالأمور الظاهرة المتميزة عن غيرها والطهر هو الأمر الأصلي ولهذا متى كان مستمرا مستصحبا لم يكن له حكم يفرد به في الشريعة وإنما الأمر المتميز هو الحيط فإن المرأة إذا حاضت تغيرت أحكامها من بلوغها وتحريم العبادات عليها من الصلاة والصوم والطواف واللبث في المسجد وغير ذلك من الأحكام ثم إذا انقطعت دم واغتسلت فلم تتغير أحكامها بتجدد الطهر لكن لزوار المغير الذي هو الحيض فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض من غير أن يجدد لها الطهر حكما والقرأ أمر مغير أحكام المرأة وهذا التغير إنما يحصل بالحيض دون الطهر فهذا الوجه دال على فساد قول من يحتسب بالطهر الذي قبل الحيضة قرأة فيما إذا طلقت قبل أن تحيض ثم حاضت فإن من اعتد بهذا الطهر قرأة جعل شيئا ليس له حكم في الشريعة قرأا من الأقراء وهذا فاسد فصل قال من جعل الأقراء الأطهر الكلام معكم في مقامين أحدهما بيان الدليل على أنها الأطهار الثاني في الجواب عن أدلتكم أما المقام الأول فقوله تعالى يا أيه النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم ووجه السدلال به أن اللام هي لام الوقت أي فطلقوهن في وقت عدتهم كما في قوله تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة أي في يوم القيامة وقوله أقن الصلاة لدلوك الشمس أي وقت الدلوك وتقول العرب جئتك لثلاث بقين من الشهر أي في ثلاث بقين منه وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بهذا التفسير تفي الصحيحين عن ابن عمع رضي الله عنه أنه لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر قبل أن يمسها ثم قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر الذي بعد الحيبة ولو كان القرؤ هو الحيب كان قد طلقها قبل العدة لا في العدة وكان ذلك تطويلا عليها وهو غير جائز كما لو طلقها في حيض انتهى الشريط السادس والخمسون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط السابع والخمسين الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو الشريط السابع والخمسون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وهو من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في العباد قال الشافعي قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ فالأقراء عندنا والله أعلم الأطهار فإن قال قائل ما دل على أنها الأطهار وقد قال غيركم الحيض قيل له دلالتان إحدى هما الكتاب الذي دلت عليه السنة والأخرى اللسان فإن قالوا وما الكتاب قيل قال الله تبارك وتعالى إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهم وأخبرنا ملكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نره فليراجعها ثم لينسكها حتى تدخر ثم تحيضا ثم تدخر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر ينكر طلاق امرأته حائضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طهرت فليطلق أو يمسك وتنى النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم نساء فطلقوهم لقبل أو في قبل عدتهم قال الشافعي رحمه الله أنا شككت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهر ضمن الحيب وقرأ فطلقوهن لقبل عدتهم وهو أن يطلقها طاهرا لأنه حينئذ تستقبل عدتها ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض فإن قال فما اللسان قيل القرأ اسم ودعى لمعنى فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج والطهر دما يحتمس فلا يخرج وكان معروفا من لسان العرب أن القرأ الحبس تقول العرب هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه وتقول العرب هو يقري الطعام في شدقه يعني يحبسه في شدقه وتقول العرب إذا حدث الرجل الشيء قرأه يعني خدأه وقال عمر بن خطاب رضي الله عنه تقرى في صحافها أي تحبس في صحافها قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة منت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة منت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جعد له في ذلك ناس وقالوا إن الله تعالى يقول ثلاثة دقروا فقالت عائشة رضي الله عنه صدقتم وهل تدرون من الأقراء الأقراء الأطهار أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال صنعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقها إني إنا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها قال الشافعي رحمه الله وأخبرني سفيان عن زهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها إذا طعنت المطلقة في البن من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وأخبرنا مالك رحمه الله عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص يعني ابن حكيم هلك بالشام حين دخلت امرأته في الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب المعاوية إلى زيد المثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد إنها إذا دخلت في البن من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها وأخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثني سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة فقد برئت وفي حديث سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عثان هو ابن عمر قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعت له عليها وأخبرنا نالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدني من الحيوة الثالثة فقد برئت منه ولا ترثه ولا يرثها أخبرنا نالك رحمه الله أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدني من الحيوة الثالثة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما زاد غير الشافعي عن مالك رحمه الله ولا رجعت له عليها قال مالك وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا قال الشافعي رحمه الله ولا بعد أن تكون الأقراء الأطهار كما قالت عائشة رضي الله عنها والنساء بهذا أعلم لأنه فيهم نلاث الرجال أو الحيض فإذا جاءت بثلاث حيض حلت ولا مجد في كتاب الله للغسل معنا ولستم تقولون بواحد من القولين يعني أن الذين قالوا إنه الحيض قالوا وهو أحق برجعته وحتى تغتسل من الحيضة الثالثة كما قاله علي هو ابن مسعود هو أبو موسى وهو قول عمر بن الخطاب أيضا فقال الشافعي فقيل لهم يعني للعراقيين لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا بقول أحد من السلف أعلمناه فإن قال قائل أين خالفناهم قلنا قالوا حتى تغتسل وتحل لها الصلاة وقلتم إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقت الصلاة حلت وهي لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة انتهى كلام الشافعي رحمه الله قالوا ويبن على أنها الأطهار في اللسان قول الأعشاء أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك فالقروء في البيت الأطهار لأنه ديع أطهارهم في غزاته وآثرها عليهم قالوا لأن الطهر أسبق إلى الموجود من الحيط فكان أولى بالاسم قالوا فهذا أحد المقامين وأن المقام الآخر وهو الجواب عن أذلتكم فنجيبكم بجوابين مجمل ومفصل أن المجمل فنقول من أنزل عليه القرآن فهو أعلم بتفسيره وبالمراد المتكلم به من كل أحد سواه وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء بالأطهار فلا التفات بعد ذلك إلى شيء خالفه بل كم تفسير من خالف هذا فباطل قالوا وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بها عائشة رضي الله عنها لأنها فيهم لا في الرجال ولأن الله تعالى جعل قولهم في ذلك مقبولا في وجود الحيد والحمل لأنه لا يعلم إلا من جهتهم فدل على أنهم أعلموا بذلك من الرجال فإذا قالت أم المؤمن رضي الله عنها إن الأقراء الأطهار فقد قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني قالوا وأما الجواب مفصل فنفرد كل واحد من أللتكم بجواب خاص فهركم الأجوبة أن قولكم إما أن يراد بالأقراء في الآية الأطهار فقط أو الحيض فقط أو مجموعهما إلى آخره فجوابه أن يقول الأطهار فقط لما ذكرنا من الدلالة قولكم أن نس اقتضى ثلاثة إلى آخره قلنا عنه جوابان أحدهما أن بقية الطهر عندنا قرء كامل فمثدت إلا بثلاث كوامل الثاني أن العربة توقع اسم جمعها الثنين وبعض الثالث كقوله تعالى الحج أشهر المعلومات فإنه شوال وجل تعدى وعشر من ذي الحجة أو تسع أو ثلاثة عشر ويقولون لفلان ثلاث عشرة سنة إذا دخل في السنة الثالثة عشر فإذا كان هذا معروف في لغتهم وقد لنا الدليل عليه وجب المصير إليه وأن قولكم إن استعمال القرأ في الحيض أظهر منه في الطهر فمقابل بقول منازعيكم قولكم إن أهل اللغة يصدرون كتبهم بأن القرأة هو الحيض فيذكرونه تفسيرا لللفظ ثم يردفونه بقولهم بطولة وقال بعضهم هو الطهر كل من أهل اللغة يحكون أن له المسمعين في اللغة ويسرحون بأنه يقال على هذا وعلى هذا ومنهم من يجعله في الحيض أظهر ومنهم من يحكي إطلاقه عليهما من غير ترجيح فالجوهري رجح الحيض والشافعي من أئمة اللغة وقد رجح أنه الطهر وقال أبو غبيد القرأ يصلح للطهر والحيض وقال الزجاج أخبرني من أثق به عن يونس أن القرأة عنده يصلح للطهر والحيض وقال أبو عمر بن العناء القرأ الوقت وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر وإذا كانت هذه نصوص أهل اللغة فكيف يحتجون لقولهم إن الأقراء الحيض قولكم إن من جعله الطهر فإنه يريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم وإلا فالصغيرة والآلسة ليست من ذوات الأقراء وعنه جوابان أحدهم المنع بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحب ثم حاضت فإنه تعتد بالطهر ألا يطلقت فيه قرأة على أصح الوجهين عندنا لأنه طهر بعده محيض وكان قرأة كما لو كان قبله محيض الثاني إنا وإن سلمنا ذلك فإن هذا يدل على أن الطهر لا يسمى قرأة حتى يحتوشه دمان وكذلك نقول فالدم شرط في تسميته قرأة وهذا لا يدل على أن مسمى الحيض وهذا كالكأس الذي لا يقال على الإنهاء إلا بشرط كون الشراب فيه وإلا فهو زجاجة أو قدح والمائدة التي لا تقال للخوان إلا إذا كان عليه طعام وإلا فهو خوان والكوز الذي لا يقال للمسمىه إلا إذا كان ذا عروة وإلا فهو كوب والقلم الذي يشترط في صحة إطلاقه على القصبة كأنه مبرية وبدون البري فهو أمبوب أو قصبة والخاتم شرط إطلاقه أن يكون لا فص منه أو من غيره وإلا فهو فتخة والفرو شرط إطلاقه على مسماه الصوف وإلا فهو جلد والريطة شرط إطلاقه على مسماهها أن تكون قطعة واحدة فإن كانت ملفقة من قطعتين فهي ملاءة والحلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين إزار مرداء وإلا فهو ثوب والأريكة لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه حجلة وهي التي تسمى بشخانه وخركاه وإلا فهو سرير والنطيمة لا تقال للجمال إلا إذا كان فيها طيب وإلا فهي عير والنفق لا يقال إلا لما له منفل وإلا فهو سرب والعهم لا يقال للصوف إلا إذا كان مصبوغا وإلا فهو صوف والخدر لا يقال إلا لمجتمل على المرأة وإلا فهو الفتر والمحجم لا يقال للعصى إلا إذا كان محنية الرأس وإلا فهو عصى والركية لا تقال على البئر إلا بشرط كون الماء فيها وإلا فهو بئر والوقود لا يقال للحطب إلا إذا كانت النار فيه وإلا فهو حطب ولا يقال للتراب ثواء إلا بشرط نداوته وإلا فهو تراب ولا يقال للرسالة مغلغلة إلا إذا حمرت من بلد إلى بلد وإلا فهو رسالة ولا يقال للأرض قراح إلا إذا هدئت من زراعة ولا يقال للجروب العبد إباق إلا إذا كان هروبه من غير خوف ولا جوع ولا جهد وإلا فهو هروب والريق لا يقال له رداب إلا إذا كان في الفم فإذا فارقه فهو بساق ومساق والشجاع لا يقال له كمي إلا إذا كان شاك السلاح وإلا فهو بطل وفي تسميته بطلا قولاني أحدهما لأنه تبطل شجاعته قرنه وضربه وطعنه والثاني لأنه تبطل شجاعة الشجعان عنده فعلى الأول فعل بمعنى فاعل وعلى الثاني فعل بمعنى مفعول وهو قياس اللغة والمعير لا يقال له راوية إلا بشرط حمله للماء والطبق لا يسمي مهدى إلا أن يكون عليه هدية والمرأة لا تسمى ضعينه إلا بشرط كونه في الهودج هذا في الأصل وإلا فقد تسمى المرأة ضعينه وإلا تكن في الهودج ومنه في الحديث فمرت ضع يجريم والدنو لا يقال له سجل إلا مدام فيه ماء ولا يقال له ننوب إلا إذا انتلأت به والسرير لا يقال له معش إلا إذا كان عليه نيت والعظم لا يقال له عرق إلا إذا اجتمل عليه لحم والخيط لا يسمى سمط إلا إذا كان فيه خرز ولا يقال للحبل قرن إلا إذا قلن فيه اثنان فصاعد والقوم لا يسمون رفقه إلا إذا اندموا في مجلس واحد وسير واحد فإذا تفرقوا زالها من اسم ولم يزل عنهم اسم الرفيق والحجارة لا تسمى ربفا إلا إذا حميت بالشمس أو بالنار والشمس لا يقال لها غزالة إلا عند ارتفاع النهار والثوق لا يسمى نطرفا إلا إذا كان في طرفيه أعلمان والمجلس لا يقال له النادي إلا إذا كان أهله فيه والمرأة لا يقال لها عاتق إلا إذا كانت في بيت أبويها ولو سمى الماء الملح أجاجا إلا إذا كان مع ملوحته مرة ولا يقال للسير إهطاع إلا إذا كان معه خوف ولا يقال للفرس محجا إلا إذا كان البياض في قوائمها كلها أو أكثرها وهذا باب طويل لم تقصيناه فكذلك لا يقال للطهري قر إلا إذا كان قبله دم وبعده دم فأين في هذا ما يدل على أنه حيض قالوا وأن قولكم إنه لم يجئ في كلام الشارع إلا للحيض فنحن نمنع مجيئه في كلام الشارع للحيض ألبته فضلا عن الحصر قالوا إنه قال للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك فقد أجاب الشافعي عنه في كتاب حرملة بما فيه شفاء وهذا لفظه قال وزعم إبراهيم بن إسماعيل ابن هليه أن الأقراء الحيض واحتج بحديث سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في امرأة استحيضت تبع الصلاة أيام أقرائها قال الشافعي رحمه الله ومن حدث بهذا سفيان قط إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبعوا الصلاة عن الميالي والأيام التي كانت بحيبهم أو قال أيام أقرائها الشك من أيوب لا يدري قال هذا أو هذا فجعله هو حديثا على ناحية ما يريد فليس هذا بصدق وقد أخبرنا المالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنظر عيض النيالي والأيام التي كانت تحيبهم من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم لتدعي الصلاة ثم لتغتسل ولتصلي ونافع أحفظ من سليمان بن أيوب من أيوب وهو يقول بمثل أحد معنى أيوب أن ليم رواضما انتهى كلامه قالوا وعمل سليال بقوله تعالى ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحامهم وأنه الحيض أو الحدل أو كلاهما فلا ريب أن الحيض داخل في ذلك ولكن تحريم كتمانه لا يدل على أن القرؤة المذكورة في الآية هي الحيض فإنها إذا كانت الأطهار فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة فإذا أرادت كتمان القضاء العدة لأجل النفقة أو غيرها قالت لم أحد فتنقضي عدتي وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتها وحين إنه فتكون دلالة الآية على أن القرؤة الأطهار أظهر ونحن نقنع باتفاق دلالة بها وإن بيت إلا للسليال فهو من جانبنا أظهر فإن أكثر المفسرين قالوا الحيض والولادة فإذا كانت العدة تنقضي بظهور الولادة فهكذا تنقضي بظهور الحيض تسوئة بينهما في إتيان المرأة على كن واحد من هنا وأن استدعلكم بقوله تعالى وَلَّا إِنْ يَإِسْنَ مِنْ الْمَحِيدِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ يَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرْ فَجَعَلَ كُلْ شَهْرٍ بِإِذَاءِ حَيْبَةٍ فليس هذا بصريح في أن القرؤة هي الحيض بل غاية الآية أنه جعل اليأس من الحيض شرطا في الاعتداد بالأشهر فما دامت حائبة لا تنتقل إلى عدة الآيسات وذلك أن الأقراء التي هي الأبخار عندنا لا توجد إلا مع الحيض ولا تكون بدونه فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض وأن استدعلكم بحديث عائشة رضي الله عنها طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضة فهو حديث لو استدلنا به عليكم لم تقبلوا ذلك منا فإنه حديث ضعيف معلول قال الترميذي غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر ابن أسلم هو مظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى والمظاهر ابن أسلم هذا قال فيه أبو حاتم الرازي منكر الحديث وقال يحيب المعين ليس بشيء مع أنه لا يعرف وضعفه أبو عاصم أيضا وقال أبو داود هذا الحديث مجهول وقال الخطابي أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث وقال البنزقي لو كان ثابتا لقلنا به إلا أن لا نسبت حديثا يرويه من تجهل عدالته وقال الدارة قطمي الصحيف عن القاسم بخلاف هذا ثم روى عن زيد بن أسلم قال سئل القاسم عن الأمة كم تطلق قال طلاقها ثنتان وإدتها حيضتان قال فقيل له هل منغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فقال لا وقال البخاري في تاريخه مظاهر ابن أسلم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنه يرفع طلاق الأمة طلقتان وإدتها حيضتان قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن مظاهر ثم لقيت مظاهرا فحدثنا به وكان أبو عاصم إضاعف مظاهرا وقال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد بن أسلم أنه كان جالسا عند أبيه سأتاه رسول الأمير فقال إن الأمير يقول لك كم عدة الأمة فقال عدة الأمة حيضتان وطلاق الحر الأمة ثلاث وطلاق العبد الحر أحتطليقتان وعدة الحرة ثلاث حيض ثم قال للرسول أين تذهب قال أمرني أن أسأل القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله قال فأقسم عليك إلا رجعت إلي فأخبرتني بما يقولان فذهب ورجع إلى أبي فأخبره أنه ما قال كما قال وقال له قل له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عمل به المسلمون وقال أبو القاسم ابن عساكر في أطرافه فدل ذلك على أن الحديث المرفوع غير محفوظ وأن استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوع طلاق الأمة ثلاث وعدتها حيضتان فهو من رواية عطية بن سعد العوفي وقد ضعافه غير واحد من العمة وقال الدار قطني والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه ما رواه سالم ونافع من قوله وروى الدار قطني أيضا عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قرؤ وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان قالوا والثابت بلا شك عن ابن عمر رضي الله عنه أن الأقراء الأطهار قال الشافعي رحمه الله أخبرنا من يونكم رحمه الله عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق الرجل ما أته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد ملئت منه ولا تنسه ولا ينسها قالوا فهذا الحديث مداره على ابن عمر وعائشته ومذهبه بلا شك أن الأقراء الأطهار فكيف يكون عند ذبن عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك ولا يذهبان إليه قالوا هذا بعلمه هو الزواب عن حديث عائشة الآخر أمرت مديره أن تعتد ثلاث حيض قالوا وقد روي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ أمرت أن تعتد وأمرت أن تعتد عدة الحرة وأمرت أن تعتد ثلاث حيض فلعل رواية من روى ثلاث حيض محمولة على المعنى ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول الأقراء الأطهار وأعجب منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذي كلهم أئمة ولا يخرجه أصحاب الصحيح ولا المساند ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعها ولا الأئمة الأربعة وكيف أصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه ولا سيما بهذا السند المعروف الذي هو كالشمس شهرة ولا شك أن بريرة أمرت أمرت أن تعتد وأما أنها أمرت بثلاث حيض فهذا لو صحا لم نعده إلى غيره ولا بادرنا إليه قالوا وأما استدلالكم بشأن الاستبراء فلا ريب أن الصحيح كومه بحيضة وهو ظاهر النص الصريح فلا وجهر الاشتغال بالتعلل بالقول إنها تستبرأ بالتهر فإنه خلاف ظاهر نص رسول صلى الله عليه وسلم وخلاف القول الصحيح من قول الشافعي وخلاف قول الجمهور من الأمة فالوجه العدول إلى الفرق بين البابين فنقول الفرق بينهما ما تقدم أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان حقه وهو الطهر بأنها تتكرر فيعلم منها البراءة بواسطة الحيد بخلاف الاستبراء قولكم لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل من قرأ الأول بلالة لأنه لو جامعها ثم طلقها فيه حسبت بقيته قرأة ومعلوم قطعا أن هذا الطهر لا يدل على شيء فجوابه أنها إذا طهرت بعد الطهرين كاملين صحت دلالته بالدمامه إليهما قولكم إن الحدود والعلامات والأذلة إن أن تحصل بالأمور الظاهرة إلى آخره جوابه أن الطهر إذا احتوشه دميا كان كذلك وإذا لم يكن قبله دم ولا بعده دم فهذا لا يعتد به ألبته قالوا ويفد ما ذهبنا إليه قوة أن القرأة هو الجمع وزمان الطهر أولى به فإنه حينئذ يجتمع الحيض وإنما يخرج بعد جمعه قالوا وإدخال التاء في ثلاثة قرؤ يدل على أن القرأة مذكر وهو الطهر فلو كان الحيض لكان مغيي تاء لأن واحدا هو حيضة فهذا محتج به أرباب هذا القول استدلالا وجوابا وهذا موضع لا يمكن فيه التوسط بين الفريقين إذ لا توسط بين القولين فلا بد من التحيز إلى أحد الفئتين ونحن متحيزون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم إن القرأ الحيض وقد تقدم للسلال على صحة هذا القول فنجيب عن ما عارض به أرباب القول الآخر ليتبين ما رجحناه وبالله التوفيق فنقول أن نستدلالكم لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهم فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم فإن المراد طلاقها قبل العدة ضرورة إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق في العدة فإن هذا مع تدمنه لكون الله من الظرفية بمعنى في فاسد المعنى إذ لا يمكن إيقاع الطلاق في العدة فإنه سببها والسبب يتقدم الحكم وإذا تقرر ذلك فمن قال الأقراء الحيض فقد عمل بالآية وطلق قبل العدة فإن قلتم ومن قال إنه الأطهار فالعبة تتعقب الطلاق فقد طلق قبل العدة قلنا فبطل احتجاهكم حينئذ وصح أن المراد الطلاق قبل العدة لا فيها وكذا الأمرين يصح أن يراد بالآية لكن إرادة الحيض أرجح وبيانه أن العدة فعلة مما تعد يعني معدودة لأنها تعد وتحصى كقوله وأحسن عدة والطهر الذي قبل الحيضة مما يعد ويحصى فهو من العدة وليس الكلام فيه وإنما الكلام في أمر آخر وهو دخوله في مسمى القرؤ الثلاثة المذكورة في الآية أم لا فلو كان النص فطلقوهن لقرؤهم لكان فيه تعلق هنا أمران قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ والثاني قوله فطلقوهن لعدتهم ولغيب أن القائل افعل كذا لثلاث بقين من الشهر إنما يكون المأمور منتثلا إذا فعله قبل مجيء الثلاث وكذلك إذا قال فعلته لثلاث مضين من الشهر إنما يصدق إذا فعله بعد مضيء الثلاث وهو بخلاف حرف الظرف الذي هو فيه فإنه إذا قال فعلته في ثلاث بقين كان الفعل واقعا في نفس الثلاث وهذه نقطة حسنة وهي أنهم يقولون فعلته لثلاث ليار خلونة أو بقين من الشهر وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهر أو في ثانيه أو ثالثه فمتى أرادوا مضيء الزمان أو استقباله أتوا باللام ومتى أرادوا وقوع الفعل فيه أتوا بفيه وسر ذلك أنهم إذا أرادوا مضيء الزمن الفعل أو استقباله أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما نضع أو بما يستقبل وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة له وهي أداة فيه وهذا خير من قول كثير من النحاة إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم كتبته لثلاث بقين وقوله فطلقوا ذن لعدتهم وبمعنى بعد كقولهم لثلاث خلون وبمعنى فيه كقوله تعالى ونضعوا الموازين القسط ليوم القيامة وقوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه والتحقيق أن اللام على بابها بالاختصاص بالوقت المذكور كأنهم جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعا لاختصاصه به فكأنهم لذو فتأمله وفرق آخر وهو أنك إذا أتيت للان لم يكن الزمان المذكور بعده إلا ماضيا أو منتظرا ومتى أتيتني فيه لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارن للفعل وإذا تقرر هذا من قواعد العربية فقوله تعالى فطلقوهن لعبتهم معناه لاستقبال عدتهم لا فيها وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبرة بعد الطلاق فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض فإن الطاهر لا تستقبل الطهرى إذ هي فيه وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها هذا المعروف لغة وعقلا وعرفا فإنه لا يقال لمن هو عافية هو مستقبل العافية ولا لمن هو في أمن هو مستقبل الأمن ولا لمن هو في قبل مغله وإحرازه هو مستقبل المغل وإننا المعهود لغة وعرفا أن يستقبل الشيء من هو على حال ضده وهذا أظهر من أن نكثر شواهده فين قيل فيرزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقا للعبة عندما يقول الأقراء الأطهار لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيها قلني نعم إن زمهم ذلك فإنهم لو كان أول العبة التي تتلق لها المرأة هو الطهر لكان إذا طلقها في أثناء الحيض مطلقا للعبة لأنها تستقبل الطهر بعد ذلك الطلاق فإن قيل اللام المعنى فيه والمعنى فطلقوهن في عبتهم وهذا إن ما يمكن إذا طلقها في الطهر بخلاف ما إذا طلقها في الحيض قيل الزواب من وجهين أحده أن الأصل عدم الاشتراك في الحروف والأصل إفراد كل حرف بمعناه فدعوى خلاف ذلك مرضوية بالأصل الثاني أنه يلزم منه أن يكون بعض العبة ظرفا من زمن الطلاق فيكون الطلاق واقعا في نفس العبة ضرورة صحة الظرفية كما إذا قلت فعلته في يوم الخميس بل الغالب في الاستعمال من هذا أن يكون بعض الظرف سابقا على الفعل ولا غير في انتناع هذا فإما العبة تتعقب الطلاق ولا تقارنه ولا تتقدم عليه قالوا ولسلمنا أن اللان بنعنى فيه وساعد على ذلك قراءة ابن عمر رضي الله عنه وغيره فطلقوهن في قبر عبتهم فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون القرأ هو الطهر فإن القرأ حينئذ يكون هو الحيض وهو المعدود والمحسوب وما قبله من الطهر يدخل في حكمه تبعا وضمنا لوجهين أحدهما أن من برورة الحيض أن يتقدمه طهر فإذا قيل تربصي ثلاثة حيض وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص كما لو قيل يا رجل أقم هنا هنا ثلاثة أيام وهو في أثناء ليلة فإنه يدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليها كما تدخل ليلة اليومين الآخرين في يوميهما ولو قيل له في النهار أقم ثلاثة ليال دخل تمام ذلك النهار تبعا للليلة التي تليه الثاني أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله فكان الطهر مقدمة وسابا لوجود الحيض فإذا عمّق الحكم بالحيض فمن لوازنه لما لا يوجد الحيض إلا لوجوده وبهذا يظهر أن هذا أبلغ من الأيام والليال فإن الليل والنهار متلازمان وليس أحدهما سببا للوجود الآخر وهو هنا الطهر سبب لاجتماع الدم في الرحم فقوله سبحانه وتعالى لعدتهم أي لاستقبال العدة التي تتربصها وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار التي قبلها فإذا طلقت في أثناء الطهر فقد طلقت في الوقت أن تستقبل فيه العدة المحسوبة وتلك العدة هي الحيض بما قبلها من الأطهار بخلاف ما لا طلقت في أثناء حيضة فإنها لم تطلق لعدة تحسبها لأن بقية ذلك الحيض ليس هما العدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا تبعا لأصلي وإنما تسمى عدة لأنه تحبس فيها عن الأزواج إذا عنف هذا فقوله ونبع المبعزين القسط ليوم القيامة يجوز أن تكون اللام لام التعليم أي لأجل يوم القيامة وقد قيل إن القسط منصوب على أنه مفعول له أن نبعضها لأجل القسط وقد استوفى شروط نصبه وأن قوله تعالى أقم الصلاة لبلوك الشمس فليست اللام بمعنى في قطعة بل قيل إنها لام التعليم أي لأجل ديوك الشمس وقيل إنها بمعنى بعد فإنه ليس المراد إقامتها وقتا بديوك سواء فسر بالزوال أو الغروب وإنما يؤمر بالصلاة بعده ويستحيل حمل آية العدة على ذلك وهكذا يستحيل حمل آية العدة عليه إن يصير المعنى فطلقوهن بعد عدتهم فلم يبق إلا أن يكون المعنى فطلقوهن لاستقبال عدتهم ومعلوم أنها إذا طلق الطاهرة استقبلت العدة بالحيد ولل كانت الأقراء الأطهار لكانت السنة أن تطلق حائدة لتستقبل العدة بالأطهار فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهرة لتستقبل عدتها بالطلاق فإذا جعلنا الأقراء الأطهار استقبلك عدتها بالطلاق بلا فصل ومن جعلها الحيض لن تستقبلها على قوله حتى ينقبل الطهر قيل كلام الرب تبارك وتعامى لا بد أن يحمل على فائدة مستقلة وحمل الآية على معنى فطلقوهن طلاقا لكون العدة بعده لا فائدة فيه وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى فطلقوهن طلاقا يستقبلن فيه العدة لا يستقبلن فيه طهرا لا تعتد به فإنها إذا طلقت حائدة استقبلت طهرا لا تعتد به فلم تطلق لاستقبال العدة ويودخه قراءة من قرأ فطلقوهن في قبل عدتهم وقبل العدة هو الوقت الذي يكون بين يدن العدة تستقبل به فقبل الحائض يودخه أنه لو أريد ما ذكروه لقيل في أول عدتهم فالفرق بين قبل الشيء وأوله وأن قولكم لو كانت القرؤ هي الحيض لكان قد طلقها قبل العدة قلنا أجل وهذا هو الواجب عقلا وشرعا فإن العدة لا تفارق الطلاق ولا تسبقه بل يجب تأخره عنه قولكم وكان ذلك تطويلا عليها كما لو طلقها في الحائض قل هذا مدمي على أن العدة في تحليم طلاق الحائض خشية التطويل عليها وكثير من الفقهاء لا يرضون هذا التعليم ويفسدونه بأنه لم رضيت بالطلاق فيه واختارت التطويل لم يبح له ولو كان ذلك لأجل التطويل لم تبح له برضاها كما يباح إسقاط الرجعة الذي هو حق المطلق متراضيهما بإسقاط الربيع وماتفاقا وبدونه في أحد القولين وهذا هو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك ويقولون إنما حرم طلاقها في الحائض بأنه طلقها في وقت رابة عنها ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليها فالتطويل المدر أن يطلقها حائضا فتنتظر مضي الحائضة والطهر الذي يليها ثم تأخذ في العدة فلا تكون مستقبلة لعدتها بالطلاق وعما إذا طلقت طاهرا فإنها تستقبل العدة رقيبا قضاء الطهر فلا يتحقق التطويل وقولكم إن القرأة مشتق من الجمع وإنما يجمع الحيض في زمن الطهر عنه ثلاثة أجوبة أحدها أن هذا من نوع والذي هو مشتق من الجمع إنما هو من باب الوائم المعتمي من قرأ يقري كقضى يقضي والقرأ من المهوز من بناة الهمز من قرأ يقرأ كنحر ينحر وهما أصلان مختلفان فإنهم يقولون قريت الماء في الحوض أقريه أي جمعته ومنه سمية القرية ومنه قرية المن للبوت الذي تجتمع فيه لأنه يقريها أن يدمها ويجمعها وأن المهوز فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد ومنه قراءة القرآن لأن قارئه يظهره ويخرجه مقدارا محدودا لا يزيد ولا ينقص ويدل عليه قوله إن علينا جمعه وقرآنه ففرق بين الجمع والقرآن ولو كان واحدا لكان تكثيرا محضى ولهذا قال ابن عباس رضي الله عدونا فإذا قرأناه طبع قرآنه فإذا بيناه فجعل قراءته نفس إظهاره وبيانه لكن زعم أبو عبيب أن القرآن مشتق من الجمع ومنه قولهم ما قرأت هذه الناقة سلاقط وما قرأت جنيا هو من هذا الباب أي من ولدته وأخرجته وأظهرته ومنهم فلان يقرأك السلام ويقرأ عليك السلام هو من الظهور والبيان ومنه قولهم قرأت المرأة حيضة أو حيضتين أي حاضت أما لأن الحيض ظهور مكان كامنة كظهور الجنين ومنه قرؤ السرية وقرؤ الريح وهو الوقت الذي يظهر المطر والريح فإنهما يظهران في وقت مخصوص وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون في كتب الاشتقاق وذكره أبو عمد وغيره ولا ريب أن هذا المعنى في الحيض أظهر منه في الظهر قولكم إن عائشة رضي الله عنه قالت القرؤ الأطهار والنساء أعلم بهذا من الرجال فالجواب أن يقال من جعل النساء أعلم بمراد الله من كتابه وأفهم لمعناه من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهم وأكابل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزول ذلك في شأنهم لا يدل على أنهم أعلم به من الرجال وإلا كانت كل آية نزلت في النساء تكون النساء أعلم بها من الرجال ويجب على الرجال تقليدهم في معناها وحكمها فيكن أعلم من الرجال بآية الرضاع وآية الحيض وتحريم وطء الحائض وآية إعدة متوفى عنها وآية الحمل والفصال ومدتهما وآية تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر فيها وغير ذلك من الآيات التي تتعلق بهم وفي شأنهم نزلت ويجب على الرجال تقليدهم في حكم هذه الآيات ومعناها وهذا ما سبيل إليه البته وكيف ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفة وغفور العقل والرجال أحق بهذا من النساء وأوفر نصيبا منه بل لا يكاد يختلف الرجال والنساء في مسأله إلا والصواب يعني بالرجال وكيف يقال إذا اختلفت عائشة وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود في مسألة إن الأخذ بقول عائشة رضي الله عنه أولى وهل الأولى إلا قول فيه خليفتان راشدان وإن كان الصديق معهما كما يحكي عنه فذلك القول مما لا يعدوه الصواب فإن النقل عن عمر وعلي ثابت وعما يعني الصديق ففيه غرابة ويكفينها قول جماعة من الصحابة فيهم مثل عمر وعلي وابن مسعود وابي الدرداء وابي نوسى فكيف نقدم قول أم المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء ثم يقال فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاء الكمير ينشر الحرمة ويثبت المحرمية ومعها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقد خالثها غيرها من الصحابة وهن روت حديث التحرين به فهل لا قلتم النساء أعلم بهذا من الرجال وردحتم قولها على قول من خالثها ونقول لأصحاب مالك رحمه الله وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى التحرين إلا بخمس رضعات ومعها جماعة من الصحابة وروت فيه حديثين فهل لا قلتم النساء أعلم بهذا من الرجال وقدمتم قولها على قول من خالثها الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد فإن قلتم هذا حكم يتعدى إلى الرجال فيستوي النساء معهم فيه قيل ويتعدى حكم العدة مثله إلى الرجال فيجب أن يستوي النساء معهم فيه وهذا لا خفاء به ثم يردح قول الرجال هذه المسألة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لواحد من هذا الحزب بأن الله ضرب الحق على لسانه وقلبه وقد وافق ربه تبارك وتعالى في عدة موابع قال فيها قولا فنزل القرآن بمثل ما قال وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فضل إنائه في النوم وأوله بالعلم وشهد له بأنه محدث ملهم فإذا لم يكن بد من التقليد فتقليده أو لا وإن كانت الحجة هي التي تفصل بين المتنازعين فتحكيمها هو الواجب قولكم إن من قال إن الأقراء الحيض لا يقولون بقول علي ومن مسعود ولا بقول عائشة فإن علي يقول هو أحق برجعتها ما لم تغتسل وأنتم لا تقولون بواحد من القولين فهذا غايته أن يكون تناقبا ممن لا يقول بذلك كأصحاب أبي حنيفة وتلك شكاة ظاهر عن كعارها كمن يقول بقول علي وهو الإمام أحمد وأصحابه كما تقدم حكاية ذلك فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي ومن وافقه ونحن نعتذر عن من يقول الأقراء الحيض في ذلك ولا يقول هو أحق بها ما لم تغتسل فإنه وافق من يقول الأقراء الحيض وخالفه في توقف انقضائها على الغسل لمعارض أوجب له مخالفته كما يفعله سائر الفقهاء ولو ذهبنا نعد ما تصرفتم فيه هذا التصرف بعينه فإن كان هذا المعارض صحيحا لم يكن تناقضا منهم وإن لم يكن صحيحا لم يكن ضعف طولهم في إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرى فإن موافقة أكادر الصحابة وفيهم من فيهم من الخلفاء الراشدين في معظم قولهم خير وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يعتبر ألبته قالوا ثم لم يخالفهم في توقف انقضائها على الغسل بل قلنا لا تنقضي حتى ترتسل أو ينضي عليها وقت صلاة فوافقناهم في قولهم بالغسل وزدنا عليهم انقضاءها بمضي وقت الصلاة لأنها صارت في حكم الطاهرات بيرين استقرار الصلاة في ذمتها فإن المخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وقولكم لا نجد في كتاب الله للغسل معنا فيقال كتاب الله تعالى لم يتعرض للغسل بنفي ولا إثبات وإنما علق الحل والبينونة من قضاء من قضاء الأجل وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضي به الأجل فقيل بانقطاع الحل وقيل بالغسل أو مضي صلاة أو انقطاعه لأكثره وقيل بالطعن في الحلوة الثالثة وحجة من وقفه على الغسل قضاء الخلفاء الراشدين قال الإمام أحمد عمر وعلي ومسعود يقولون حتى تغتسل من الحلوة الثالثة قالوا وهم أعلم بكتاب الله وحدود ما أنزل على رسوله وقد روي هذا المذهب عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وأبادة وأبي الدرداء حكاه صاحب المذن وغيره عنهم ومنها هنا قيل إن مذهب الصديق ومن ذكر معه أن الأقرى الحيض قالوا وهذا القول له حظ وافر من الفقه فإن المرأة إذا انقطع حيضها صارت في حكم الطاهرات من وجه وفي حكم الحيض من وجه والوجوه التي هي فيها في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي فيها في حكم الطاهرات فإنها في حكم الطاهرات في صحة الصيام ووجوب الصلاة وفي حكم الحيض في تحريم قراءة القرآن عند حر حرمه على الحائر واللبث في المسجد والطواف بالبيت وتحريم الوط وتحريم الطلاق في أحد القولين فاحتاط الخلفاء الراشدون وأكادر الصحابة للنكاح ولم يخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريب فيه وهو ثبوت حكم الطاهرات في حقها من كل وجه إزالة لليقين بيقين مثله إذ ليس جعلها حائبا في تلك الأحكام أولى من جعلها حائبا في بقاء الزوجية وثبوت الرجعة وهذا من أدق الفقه وألطفه ما أخذا قالوا أن قول الأعشاء لما ضاع فيها من قرؤ نسائك فغايته استعمال القرؤ في الطهر ونحن لا ننكره قولكم إن الطهر أسبق من الحيض فكان أولى بالاسم فترجيح طريف جدا فمن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقا في الوجود ثم ذلك السابق لا يسمى قرأا ما لم يسبقه دم عند جمهوري من يقول الأقراء الأطهار وهل يقال في كل لفظ مشترك إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به فيكون عسعس من قوله والليل إذا عسعس أولى بكونه لإقبال الليل لسبقه في الوجود فإن الظلام سابق على الضياء وأن قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القراء بالأطهار فلعمر الله لو كان الأمر كذلك لما سبقتمونا إلى القول بأنها الأطهار ولبادرنا إلى هذا القول اعتقاد وعمل وهل المعول إلا على تفسيره وبيانه تقول سليمى لو أقنتم بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقراء بالحيض وفي ذلك كفاية فصل في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله ثلاثة قرؤ فإنه يقتضي أن تكون كوامل أي بقية الطهر قرأ كامل فهذا ترجمة المذهب والشأن في كونه قرأ في لسان الشارع أو في اللغة فكيف تستملون على إنا بالمذهب مع منازعة غيركم لكم فيه مما يقول الأقراء الأطهار كما تقدم ولكن أوجدون في لسان الشارع أو في لغة العرب أن اللحظة من الطهر تسمى قرأ كاملا وغاية ما عندكم أن بعض من قال القرؤ الأطهار لا كلهم يقولون بقية القرأ المطلق فيه قرأ وكان ماذا كيف وهذا الجزء من الطهر بعض طهر بلا ريب فإذا كان مسمى القرأ في الآية هو الطهر وجب أن يكون هذا بعض قرأ يقينا أو يكون القرأ مشتركا بين الجميع والبعض وقد تقدم إبطال ذلك وأنه لن يقل به أحد قولكم إن العربة توقع اسما جمع على اثنين وبعض الثالث جوابه من وجوه أحدها أن هذا إن وقع فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهر في مسماها وأن صيغ العدد التي هي نصوص في مسماها فكلا ولما ولم ترد صيغة العدد إلا مسبوقة بمسماها كقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله وقوله ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وقوله سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما ونظائره مما لا يراد به في موضع واحد دون مسماه من العدد وقوله ثلاثة قرؤ اسم عدد ليس بصيغة جمع فلا يصح إلحاقه بأشهر معلومات لوجهين أحدهما أن اسم العدد نص في المسماه لا يقبل التخصيص المنفصل بخلاف الاسم العام فإنه يقبل التخصيص المنفصل فلا يلزم من التوسع في الاسم الظاهر التوسع في الاسم الذي هو نص فيما يتناوله الثاني أن اسم الجمع يصح استعماله في اثنين فقط مجازا عند الأكثرين وحقيقة عند بعضهم فصحة استعماله في اثنين وبعض الثالث أولى بخلاف الثلاثة ولهذا لما قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السلس حمله الجمهور على أخوين ولما قال فشهادة أحدهم أربع شهادات لم يحملها أحد على ما دون الأربع والجواب الثاني أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث إلا أنه مجاز والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظ وإذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه فالحقيقة أولى به الجواب الثالث أنه إنما جاء استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث في أسماء الأيام والشهور والأعوام خاصة لأن التاريخ إنما يكون في أثناء هذه الأزمنة فتارة يدخلون السنة الناقصة في التاريخ وتارة لا يدخلونها وكذلك الأيام وقد توسعوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره فأطلقوا الليالي وأرادوا الأيام معها تارة وبدونها أخرى وبالعكس الجواب الرابع أن هذا التجوز جاء في جمع القلة وهو قوله الحج أشهر معلومات وقوله ثلاثة قرؤ جمع كثرة وكان من الممكن أن يقال ثلاثة أقراء إذ هو الأغلب على الكلام بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة والعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة ونفي التجوز في هذا الجمع يسلخ أن يكون فائدة ولا يظهر غيرها فوجب اعتبارها الجواب الخامس أن اسم الجمع إنما يطلق على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيد وهو اليوم والشهر والعام ونحو ذلك دون ما لا يقبله والحيض والطهر لا يتبعضان ولهذا جعلت عدة الأمتي ذات الأقراء قرأين كاملين بالاتفاق ولو أمكن تنصيف القرء لجعلت قرأ ونصفا هذا مع قيام المقتضي للتبعيد فألا يجوز التبعيد مع قيام المقتضي للتكميل أو لا وسر المسألة أن القرأ ليس لبعضه حكم في الشرع الجواب السادس أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة فعدتهم ثلاثة أشهر ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل وهي بدل عن الحيض فتكميل المقتضي أو لا قولكم إن أهل اللغة يسردخون بأن له مسميين الحيض والطهر لم نازعكم فيه ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناها والمشترك إذا اقترن به قرائن ترجح أحد معانيه وجب الحمل على الراجح قولكم إن الطهر الذي لم يسبقه دم قرأ على الأصح فهذا ترجيخ وتفسير للفظه بالمذهب وإلا فلا يعرف في لغة العرب قط أن طهر بنت أربع سنين يسمى قرأ ولا تسمى من ذوات الأقراء لا لغة ولا عرف ولا شرع فثبت أن الدم داخل في مسمى القر ولا يكون قرأ إلا مع وجوده قولكم إن الدم شرط للتسمية كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ المذكورة تنظير فاسد فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروط والقرأ مشترك بين الطهر والحيض يقال على كل منهما الحقيقة فالحيض مسمانه حقيقة لا أنه شرط في استعماله في أحد مسميه فافترقا قولكم لم يجئ في لسان الشارع للحيض قلنا قد بينا مجيئه في كلامه للحيض بل لم يجئ في كلامه للطهر البته في موضع واحد وقد تقدم أن سفيان بن عوينة روى عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحارة تدع الصلاة أيام أقرائها قولكم إن الشافعي يقال ما حدث بهذا سفيان قط جوابه أن الشافعي لم يسمع سفيان يحدث به فقال بالنجب ما سمعه من سفيان أو عنه من قوله لتنظر هذا الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر وقد سمعه من سفيان من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته وثبت في السنن من حديث فاطمة بنت أبي خبيش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرأك فلا تسلي وإذا مر قرأك فتطهري ثم سلي ما بين القرأ إلى القرأ رواه أبو داود بإسناد صحيح فذكر فيه لفظ القرأ أربع مرات في كل ذلك يريد به الحيضة للطهر وكذلك إسناد الذي قبله وقد صحعه جماعة من الحفاظ وأن الحديث سفيان الذي قال فيه لتنظر هذا الليالي والأيام التي كانت تحيدهما من الشهر فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتجنا به بوجه حتى يطلب ترجيخ أحدهما على الآخر بل أحد اللفظين يجري من الآخر نجرى التفسير والبيان وهذا يدل على أن القرأ أسمى لتلك الليالي والأيام فإنه إن كان جميعا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر فظاهر وإن كان قد روي بالمعنى فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر لغة وشرعا لن يحل للراوي أن يبدل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يقوم مقامه ولا يسوء له أن يبدل اللفظ بما يوافق مذهبه ولا يكون مرادفا للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما والراوي لذلك من لا يدفع عن الإمامة والصدق والورع وهو أيوم السختياني وهو أجل من نافع وأعلم وقد روى عثمان بن سعد الكاتب حدثنا ابن أبي مليكة قال جاءت خالتي فاطمة بنت أبي خبيش إلى عائشة رضي الله عنه فقالت إني أخاف أن أقع في النار أدع الصلاة السنة والسنتين قالت انتظري حتى يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فقالت عائشة رضي الله عنها هذه فاطمة تقول كذا وكذا قال قولي لها فالتبع الصلاة في كل جهر أيام قرئها قال الحاكم هذا حديث صحيح وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه قال البيهقي وتكلم فيه غير واحد وفيه أنه تابعه الحجاج بن أرطاه عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك الحديث وفي سنن أبي داود من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تبع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي وفي سننه أيضا أن فاطمة من تأبي خبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرأك فلا تسلي فإذا مر قرأك فتطهري ثم سلي ما بين القرأ إلى القرأ وقد تقدم قال أبو داود وروا قتادته عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنه استحيضت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تبع الصلاة أيام أقرائها وتعليل هذه الأحاديث بأن هذا من تغييره رواه بالمعنى لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه فلو كانت من جانب من علّلها لأعاد ذكرها وأبداه وشمع على من خالفها وأما قولكم إن الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطا في الاعتدال بالأشهر فمن أين يلزم أن تكون القرؤ في الحيض قلنا لأنه جعل الأشهر الثلاثة بدلا من الأقراء الثلاثة وقال واللا يأسن من المحيض من نسائكم فنقلهن إلى الأشهر عند تعذي مدبلهن وهو الحيض فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يأسن منه لا عن الطهر وهذا واضح قولكم حديث عائشة رضي الله عنها معلول بمظاهر ابن أسلم ومخالفة عائشة له فنحن إنما احتجنا عليكم بما استدللتم به علينا في كون الطلاق بالنساء لا بالرجال فكل من صنف من أصنافكم من أصحابكم في طريق الخلاف أو استدل على أن طلاق العبد طلقتان احتج علينا بهذا الحديث وقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلاق العبد تطليقتين فاعتبر الطلاق بالرجال لا بالنساء واعتبر العدة بالنساء فقال وعدة الأمة حيضتان فيا سبحان الله يكون الحديث سليم من العلل إذا كان حجة لكم فإذا احتج به منازعوكم عليكم اعتبرته العلل المختلفة فما أشبهه بقول القائل يكون أجاجا دونكم فإذا انتهى إليكم تلقى نشركم فيطيبوا فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا به بخسا ببخس وإيفاء بإيفاء ولريب أن مظاهرا ممن لا يحتج به ولكن لا يمتنع أن يعتبر بحديثه ويقوى به والدليل غيره وأن تعليله بخلاف عائشة رضي الله عنها له فأين ذلك من تقريركم أن مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه وتكثركم من المنفلة التي أخذ الناس فيها بالرواية دون مخالفة راويها لها كما أخذوا برواية ابن عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقها وغير ذلك وأنا ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان بعطية العوفي فروا إن ضعفه أكثر أهل الحديث فقد احتمل الناس حديثة وخرجوه في السنن وقال يحيب معين في رواية عباس الدوري عنه صالح الحديث وقال أبو أحمد ابن عدي رحمه الله روى عنه جماعة من الثقات وهو مع ضعفه يكتب حديثه فيعتدد به وإن لم يعتمد عليه وحده وإن لم يعتمد عليه وحده وأنا ردكم الحديث بأن ابن عمر نذهبه أن القرؤة الأطهار فلعب أن هذا يولث شبهة في الحديث ولكن ليس هذا بأول حديث خالفه راويه فكان الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه وهذا هو الجواب عن ردكم لحديث عائشة رضي الله عنها بمذهبها ولا يعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها وأما ردكم لحديث المختلعة وأمرها أن تعتد بحيضه فإن لا نقول به فللناس في هذه المسألة قولان وهما روايتان عن أحمد أحدهما أن عدتها ثلاث حيض كقول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والثاني أن عدتها حيضة وهو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهو مذهب أبان بن عثمان وبه يقول إسحاق بن راهوي وابن المنذر وهذا هو الصحيح في الدليل والأحاديث الواردة فيه لا معارض لها والقياس يقتضيه حكما وسنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة المختلعة قالوا ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضه في بعض ما اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضه لا يكون عذرا لكم في مخالفة مخصداه من أن القروء الحيض فنحن وإن خالفناه في حكم فقد وافقناه في الحكم الآخر وهو أن القرأ الحيض وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعا هذا مع أن من يقول الأقراء الحيض ويقول المختلعة تعتد بحيضه قد سلم من هذه المطالبة فماذا تردون به قوله وأنا قولكم في الفرق بين الاستبراء والعدة إن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان حقه كلام لا تحقيق وراءه فإن حقه في جنس الاستمتاع في زمن الحيض والطهر وليس حقه مختصا بزمن الطهر ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض وكلا الوقتين محسوب من العدة وعدم تكرر الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرا محتوشا بدمين كقرأ المطلقة فتبين أن الفرق غير طائل قولكم إن انضمام قرأين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعله علما جوابه أن هذا يفضي إلى أن تكون العدة قرأين حسب فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له على البراءة البتة وإنما الدال للقرآن بعده وهذا خلاف موجب النص وهذا لا يلزم من جعل الأقراء الحيض فإن الحيضة وحدها علما ولهذا اكتفي بها في استبراء الإناء قولكم إن القرأة هو الجمع والحيض يجتمع في زمن الطهر فقد تقدم جوابه وأن ذلك في المعتل لا في المهوز قولكم دخول التاء في ثلاثة يدل على أن واحدها مذكر وهو الطهر جوابه أن واحد القرؤ قرأ وهو مذكر فأتى بالتاء مراعاة للفظه وإن كان مسمانه حيضة وهذا كما يقال جاءني ثلاثة أنفس وهن نساء باعتبار اللفظ والله أعلم فصل وقد احتج بعموم آيات العدد الثلاث من يرى أن عدة الحرة والأمه سواء قال أبو محمد بن حزم وعدة الأمه المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء ولا فرق لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وقال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحبن وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم وقد علم الله تعالى إذ أبرح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهم العدد المذكورات وما فرق عز وجل بين حرة ولا أمه في ذلك وما كان ربك نسيا وثبت عن من سلف مثل قولنا قال محمد المسيين رحمه الله ما أرى عدة الأمة إلا كعبة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة فالسنة أحق أن تتبع قال وقد ذكر أحمد بن حنبل أن قول مكهول إن عدة الأمة في كل شيء كعبة الحرة وهو قول أبي سليمان وجميل أصحابنا هذا كلامه وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمة فقالوا عدتها نصف عدة الحرة هذا قول فقهاء المدينة سعيد بن مسيب والقاسم وسالم وزيد بن أسلم وعبد الله بن عتبة والزهري ومالك وفقهاء أهل مكة كعطاء بن أبي رباح ومسلم بن خالد وغيرهما وفقهاء البصرة كقتادة وفقهاء الكوفة كالثوري وعبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وفقهاء الحديث كأحمد وإسحاق والشافعي وأبي ثور رحمهم الله وغيرهم وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان عمر بن خطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما صح ذلك عنهما وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما رواه مالك عن نافع عنه عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض وهو قول زيد بن ثابت كما رواه الزهري عن قبيصة منذ أيب عن زيد بن ثابت عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض وروا حماد بن زيد عن عمر بن أوسن الثقافي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفة لفعلت فقال له رجل يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا وقال عبد الرزاق محدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جادر بن عبد الله يقول جعل لها عمر رضي الله عنه حيضتين يعني الأمة المطلقة وروا عبد الرزاق أيضا عن ابن علينة عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عمر رضي الله عنه ينكح العبد إثنتين ويطلق تطلقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحب فشهرين أو قال فشهرا ونصفا وذكر عبد الرزاق أيضا عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم النخاعي عن ابن مسعود قال يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة وقال ابن وهد أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعا وابن قسيط ويحيى بن سعيد وربيعة وغير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا عدة الأمة حيضتان قالوا ولم يزل هذا عمل المسلمين قال ابن وهد أخبرني هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قال عدة الأمة حيضتان قال القاسم مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل ولا نعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قد مضى أمر الناس على هذا وقد تقدم هذا الحديث بعينه وقول القاسم وسالم فيه الرسول الأمير قل له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عمل به المسلمون قالوا ولو لم يكن في المسألة إلا قول عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر لك ثابه وفي قول بن مسعود رضي الله عنه تجعلون عليها نصف العذاب ولا تجعلون لها نصف الرخصة دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني وإلحاق النظير بالنظير ولما كان هذا الأثر مخالفا لقول الظاهرية في الأصل والفرع طعن ابن حزم فيه وقال لا يصح عن ابن مسعود قال وهذا بعيد على رجل من عرض الناس فكيف عن مثل بن مسعود وإنما جرأه على الطعن فيه أنه من رواية إبراهيم المخاعي عنه رواه عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم وإبراهيم لم يسمع من عبد الله ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه وقد قال إبراهيم إذا قلت قال عبد الله فقد حدثني به غير واحد عنه وإذا قلت قال فلان عنه فهو عن من سميت أو كما قال ومن المعلوم أن بين إبراهيم وعبد الله أئمة ثقات لم يسمي قط مطهمة ولا مجروحة ولا مجهولة فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء مبلاء وكانوا كما قيل سرج الكوفة وكل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم قال عبد الله لم يتوقف في ثبوته عنه وإن كان غيره من من في طبقته لو قال قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت بقوله فإبراهيم عن عبد الله نظير بن مسيب عن عمر ونظير مالك عن ابن عمر فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سموهم وجدوا من أجل الناس وأوثقهم وأصدقهم ولو سمونا سواهم ألبتة ودعي بن مسعود في هذه المسألة فكيف يخالف عمر وزيدا وابن عمر وهم أعلموا بكتاب الله وسنة رسوله ويخالف عمل المسلمين لا إلى قول صاحب ألبتة ولا إلى حديث صحيح ولا حسن بل إلى عموم أمره ليس هو مما تخفى دلالته ولا موضعه حتى ينفر به الواحد والاثنان دون سائر الناس هذا من أبيان المحال ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عدة الأمة لطالت جدا ثم إذا تأملت سياق الآيات التي فيها ذكر العدد وجدتها لا تتناولها فإنه سبحانه قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إلى أن قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جنانح عليهم فيما افتدت به وهذا في حق الحرائر دون الإماء فإن افتداء الأمة إلى سيدها لا إليها ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فجعل ذلك إليهما والتراجع المذكور في حق الأمة وهو العقد إنما هو إلى سيدها لا إليها بخلاف الحرة فإنه إليها بإذن وليها وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف وهذا إنما هو في حق الحرة وأما الأمة فلا فعل لها في نفسها البتة فهذا في العدة الأصلية وأما عدة الأشهر ففرع وبدل وأما عدة وضع الحمل فيستويان فيها كما ذهب إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وعمل به المسلمون وهو محض الفقه وموافق لكتاب الله في تنصيف الحد عليها ولا يعرف في الصحابة مخالف في ذلك وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من فهم من شذ عنهم من المتأخرين وبالله التوفيق ولا تعرف التسوية بين الحرة والآمة في العدة عن أحد من السلف إلا عن محمد بن سيرين ومكهول فأما بن سيرين فلم يجزم بذلك وأخبر به عن رأيه وعلق القول به على عدم سنة تتبع وأما قول مكهول فلم يذكر له سندا وإنما حكاه عنه أحمد رحمه الله وهو لا يقبل عند أهل الظاهر ولا يصح فلم يبق معكم أحد من السلف إلا رأي بن سيرين وحده المعلق على عدم سنة متبعة ولا ريب أن سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك متبعة ولن يخالفه في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم فإن قيل كيف تدعون إجماع الصحابة وجماهير الأمة وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن وربيعة والليث بن سعد والزهري وبكر بن الأشج ومالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة والصغيرة بدل عن الأقراء الثلاث فدل على أن بدلها في حقها ثلاثة فالجواب أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون إن عبتها حيبتان وقد أفتوا بهذا وهذا ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال وهي للشافعي وهي ثلاث روايات عن أحمد فأكثر الروايات عنه أنها شهران رواه عنه جماعة من أصحابه وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكره الأسرم وغيره عنه وحجة هذا القول أن عدتها بالأقراء حيبتان فجعل كل شهر مكان حيبه والقول الثاني أن عدتها شهر ونصف نقلها عنه الأسرم والميموني وهذا قول علي بن أبي طالب وابن همر وابن المسيب وأبي حنيفة والشافعي في أحد أقواله وخجته أن التنصيف في الأشهر ممكن فتنصفت بخلاف القرؤ ونظور هذا أن المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أخرجه فإن أراد الصيام مكانه لم يجزه إلا صوم يوم كامل والقول الثالث أن عدتها ثلاثة أشهر كوامل وهو إحدى الروايتين عن عمر رضي الله عنه وقول ثالث للشافعي وهو في من ذكرتموه والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء وبين اعتدادها للشهور أن الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمها وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق الحرة والأمة جميعا لأن الحمل يكون متفة أربعين يوما ثم علاقة أربعين ثم مدغة أربعين وهو الطور الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل وهو بالنسبة إلى الحرة والأمة سواء بخلاف الأقراء فإن الحيرة الواحدة علم ظاهر على الاستبراء ولهذا اكتفي بها في حق المملوكة فإذا زوجت فقد أخذت شبها من الحرائر وصارت أشرفا من ملك اليمين فجعلت عدتها بين العدتين قال الشيخ في المغني ومن رد هذا القول قال هو مخالف لإجماع الصحابة لأنهم اختلفوا على القولين الأولين وما تختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث لأنه يفضي إلى تخطياتهم وخروج الحق عن قول جميعهم قلت وليس في هذا إحداث قول ثالث بل هو إحدى الروايتين عن عمر ذكرها بن وهب وغيره وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم فصل وأما عدة الآيسة والتي لم تحب فقد بيّنها سبحانه في كتابه فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وقد اضطرب الناس في حد الإياس اضطرابا شديدا فمنهم من حده بخمسين سنة وقال لا تحيض المرأة بعد الخمسين وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض وحده طائفة بستين سنة وقالوا لا تحيض بعد الستين وهذه رواية ثانية عن أحمد وعنه رواية ثالثة الفرق بين نساء العرب وغيرهم فحده ستون في نساء العرب وخمسون في نساء العجم وعنه رواية الرابعة أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه تصوم وتسلي وتقضي الصوم المفروض وهذه اختيار الخراقي وعنه رواية خامسة أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر فهو حيض وإلا فلا وأن الشافعي رحمه الله فلا نس له في تقدير الإياس بمدة وله قولان بعد أحدهما أنه يعرف بيأس أقاربها والثاني أنه يعتبر بيأس جميع النساء فعلى القول الأول هل المعتبر جميع أقاربها أو نساء عصباتها أو نساء ملدها خاصة فيه ثلاثة أوجه ثم إذا قيل يعتبر بالأقارب فاختلفت عادتهم فهل يعتبر بأقل عادة منهن أو بأكثرهن عادة أو بأقصر امرأة في العالم عادة على ثلاثة أوجه والقول الثاني للشافعي رحمه الله أن المعتبر جميع النساء ثم اختلف أصحابه هل لذلك حد أم لا على وجهين أحدهما ليس له حد وهو ظاهر نصه والثاني له حد ثم اختلفوا فيه على وجهين أحدهما أنه ستون سنة قاله أبو العباس ابن القاص والشيخ أبو حامد والثاني إثنتان وستون سنة قاله الشيخ أبو إسحاق في المهذب وابن الصباغ في الشامل وأما أصحاب مالك رحمه الله فلم يحدوا سن الإياس بحد ألبتة وقال آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية اليأس يختلف باختلاف النساء وليس له حد يتفق فيه النساء والمراد بالآية أن يأس كل امرأة من نفسها لأن اليأس ضد الرجاء فإذا كانت المرأة قد يأست من الحيض ولم ترجه فهي آيسة وإن كان لها أربعون أو نحوها وغيرهم لا تيأس منه وإن كان لها خمسون وقد ذكر الزبير بن بكار أن بعضهم قال لا تلد لخمسين سنة إلا عربية ولا تلد لستين سنة إلا قرشية وقال إن هند بنت أبي عبيدة ابن عبد الله بن ربيعة ولدت موسى ابن عبد الله بن حسن ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم ولها ستون سنة وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه أنها تتربص تسعة أشهر فإن استبان بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهر وقد وافقه الأكثرون على هذا منهم مالك وأحمد والشافعي في القديم قالوا تتربص غالب مدة الحمل ثم تعتد عدة الآيسة ثم تحل للأزواج ولو كانت بنت ثلاثين سنة أو أربعين وهذا يقتضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه من السلف والخلف تكون المرأة آيسة عندهم قبل الخمسين وقبل الأربعين وأن اليأسة عندهم ليس وقتا محدودا للنساء بل مثل هذا تكون آيسة وإن كانت بنت ثلاثين وغيرها لا تكون آيسة وإن بلغت خمسين وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه جعلوها آيسة بعد تسعة أشهر فالتي تدري ما رفعه إما بدواء يعلم أنه لا يعود معه وإما بعادة مستقرة مع أهلها وأقاربها أولى أن تكون آيسة وإن لم تملؤ الخمسين وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض أو رضاع أو حمل فإن هذه ليست آيسة فإن ذلك يزول انتهى الشريط السابع والخمسون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الثامن والخمسين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو شريط الثامن والخمسون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وهو مسجل في استوديوهات الأمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة المعارف على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد فالمراتب ثلاث إحداها أن ترتفع اليأس معلوم متيقن بأن تنقطع عاما بعد عام ويتكرر انقطاعه أعواما متتابعة ثم يطلق بعد ذلك فهذه تتربص ثلاثة أشهر بنص القرآن سواء كانت بنت أربعين أو أقل أو أكثر وهي أولى بالتربص بثلاثة أشهر من التي حكم فيها الصحابة والجمهور بتربصها تسعة أشهر ثم ثلاثة فإن تلك كانت تحيض وطلقت وهي حائض ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما رفعه فإذا حكم فيها بحكم الآيسات بعد انقضاء غالب مدة الحمل فكيف بهذه ولهذا قال القاضي إسماعيل في أحكام القرآن إذا كان الله سبحانه قد ذكر اليأس مع الريبة فقال تعالى وَاللَّا إِيَّئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنِّسَائِكُمْ إِنِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرُ ثم جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفظ موافق لظاهر القرآن لأنه قال أي ممرأة طلقت فحابت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها لا تدري ما رفعها فإنها تنتظر تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر فلما كانت لا تدري ما الذي رفع الحيضة كان موضع الارتياب فحكم فيها بهذا الحكم وكان اتباع ذلك ألزم وأولى من قول من يقول إن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيرتفع حيضها وهي شابة أنها تبقى ثلاثين سنة معتدة وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين لم يلزمه فخالف ما كان من إجماع المسلمين الذين مضوا لأنهم كانوا مجمعين على أن الولد يلحق بالأبي ما دامت المرأة في عدتها فكيف يجوز أن يقول قائل إن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ويكون بينها وبين زوجها أحكام الزوجات ما دامت في عدتها من الموارثة وغيرها فإن جاءت بولد لم يلحقه وظاهر عدة الطلاق أنها جعلت من الدخول الذي يكون منه الولد فكيف تكون المرأة معتدة والولد لا يلزم قلت هذا إلزام منه لأبي حنيفة فإن عنده أقصر مدة الحمل سنتان والمرتابة في أثناء عدتها لا تزال في عدة حتى تدلغ سن الإياس فتعتد به وهو يلزم الشافعي في قوله الجديد سواء إلا أن مدة الحمل عنده أربع سنين فإذا جاءت به بعدها لم يلحق وهي في عدتها منه قال القاضي إسماعيل واليأس يكون بعضه أكثر من بعض وكذلك القمط وكذلك الرجاء وكذلك الظن ومثل هذا يتسع الكلام فيه فإذا قيل منه شيء أنزل على قدر ما يظهر من المعنى فيه فمن ذلك أن الإنسان يقول قد يأست من مريضي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يبرع ويأست من غائبي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يقدم ولو قال إذا مات غائبه أو مات مريضه قد يأست منه لكان الكلام عند الناس على غير وجهه إلا أن يتبين معنى ما قصد له في كلامه مثل أن يقول كنت وجلا في مرضه مخافة أن يموت فلما مات وقع اليأس فينصرف الكلام على هذا وما أشبهه إلا أن أكثر ما يلفظ باليأس إنما يكون فيما هو الأغلب عند اليأس أنه لا يكون وليس واحد من اليأس والطامع يعلم يقينا أن ذلك الشيء يكون أو لا يكون وقال الله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة والرجاء ضد اليأس والقاعدة من النساء قد يمكن أن تزوج غير أن الأغلب عند الناس فيها أن الأزواج لا يرغبون فيها وقال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا والقموط شبه اليأس وليس يعلمون يقينا أن المطر لا يكون ولكن اليأس دخلهم حين تطاول إبطاؤه وقال الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فلما ذكر أن الرسل هم الذين استيأسوا كان فيه دليل على أنهم دخل قلوبهم يأس من غير يقين استيقنوه لأن اليقين في ذلك إنما يأتيهم من عند الله كما قال في قصة نوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون وقال الله تعالى في قصة إخوة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فدل الظاهر على أن يأسهم ليس بيقين وقد حدثنا ابن أبي أويس حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في خطبته تعلمين أيها الناس أن الطمع فقر وأن اليأس غنى وأن المرأة إذا يأس من شيء استغنى عنه فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع وسمعت أحمد بن المعدل ينشد شعرا لرجل من القدماء يصف ناقه صفراء من تلد بن العباس صيرتها كالضبي في الكناس تدر أن تسمع بالإبساس فالنفس بين طمع وياس فجعل الطمع بإزاء اليأس وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام ابن شرحبيل قال سمع حبة بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتي النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا شيئا ثم قال لا تيأسى من الخير ما تهزهزت رؤوسكما فإن كل عبد يولد أحمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله ويعطيه وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا بن عيينة قال قال هشام بن عبد الملك لأبي حازم يا أبا حازم ما مالك قال خير مال ثقتي بالله ويأسي مما في أيدي الناس قال وهذا أكثر من أن يحصى انتهى قال شيخنا وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة بل فيهن من لا تحيض وإن بلغت وفيهن من تحيض حيضا يسيرا يتباعد ما بين أقرائها حتى تحيض في السنة مرة ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين الحيضثين لا حد له وغالب النساء يحضن كل شهر مرة ويحضن ربع الشهر ويكون طهرهن ثلاثة أرباعه ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتها ومنهن من يسرع إليها الجفاف فينقطع حيضها وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين بل والأربعين ومنهن من لا يسرع إليها الجفاف فتجاوز الخمسين وهي تحيض قال وليس في الكتاب ولا السنة تحديد اليأس بوقت ولو كان المراد بالآيسة من المحيض من لها خمسون سنة أو ستون سنة أو غير ذلك لقينا واللاء يبلغن من السن كذا وكذا ولم يقل يأسنا وأيضا فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسة كما تقدم والوجود مختلف في وقت يأسهن غير متفق وأيضا فإنه سبحانه قال واللاء يأسنا ولو كان له وقت محدود لكانت المرأة وغيرها سواء في معرفة يأسهم وهو سبحانه قد خص النساء بأنهن اللاء يأسن كما خصهن بقوله واللاء لم يحضن فالتي تحيض هي التي تيأس وهذا بخلاف الارتياب فإنه سبحانه قال إن ارتبتم ولم يقل إن ارتبنا أي إن ارتبتم في حكمهم وشككتم فيه فهو هذا لا هذا الذي عليه جماعة أهل التفسير كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث جرير وموسى ابن أعين واللفظ له عن مطرف بن طريف عن عم بن سالم عن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله إن ناسا بالمدينة يقولون في عدد النساء ما لم يذكر الله في القرآن الصغار والكبار وأولاة الأحمال فأنزل الله سبحانه في هذه السورة واللائي يئسن من المحيد من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فأجل إحداهن أن تبع حملها فإذا وضعت فقد قضت عدتها ولفظ جرير قلت يا رسول الله إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة نساء قالوا لقد بقي من عدد النساء عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل قال فأنزلت التي في النساء القصرى واللائي يئسن من المحيد من نسائكم إن ارتبتم ثم روية عن سعيد بن جبير في قوله واللائي يئسن من المحيد من نسائكم يعني الآيسة العجوز التي لا تحيض أو المرأة التي قعدت عن الحيضة فليست هذه من القرؤ في شيء وفي قوله إن ارتبتم في الآية يعني إن شككتم فعدتهن ثلاثة أشهر وعن مجاهد إن ارتبتم لم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض أو التي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر فقوله تعالى إن ارتبتم يعني إن سألتم عن حكمهن ولم تعلموا حكمهن وشككتم فيه فقد بيناه لكم فهو بيان لنعمته على من طلب عليه ذلك ليزول ما عنده من الشك والريب بخلاف المعرض عن طلب العلم وأيضا فإن النساء لا يستوين في ابتداء الحيض بل منهن من تحيض لعشر أو اثنتي عشرة أو خمس عشرة أو أكثر من ذلك فكذلك لا يستوين في آخر سن الحيض الذي هو سن اليأس والوجود شاهد بذلك وأيضا فإنهم تنازعوا في من بلغت ولم تحض هل تعتد بثلاثة أشهر أو بالحول كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه وفيه روايتان عن أحمد قلت والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهر ولم يجعلوا للصغر الموجب للاعتداد بها حدا فكذلك يجب أن لا يكون للكبر الموجب للاعتداد بالشهور حدا وهو ظاهر ولله الحمد فصل وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل اتفاقا كما دل عليه عموم القرآن والسنة واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول وعلى أن الصداق يستقر إذا كان مسمى لأن الموت لما كان انتهاء العقد استقرت به الأحكام فتوارثا واستقر المهر ووجبت العدة واختلفوا في مسألتين إحداهما وجوب مهر المثل إذا لم يكن مسمى فأوجبه أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ولم يجبه مالك والشافعي في القول الآخر وقضى بوجوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة الصحيحة الصريحة من حديث بروع بنت واشق وقد تقدم ولو لم تلد به السنة لكان هو محضى القياس لأن الموت أجري مجرى الدخول في تقرير المسمى أوجوب العدة والمسألة الثانية هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم كما يثبت بالدخول بها وفيه قولان للصحابة وهما روايتان عن أحمد والمقصود أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم فإنها تجب قبل الدخول بخلاف عدة الطلاق وقد طاب الناس في حكمة عدة الوفاة وغيرها فقيل هي لبراءة الرحم وأورد على هذا القول وجوه كثيرة منها وجوبها قبل الدخول في الوفاة ومنها أنها ثلاثة قروء وبراءة الرحم يكفي فيها حيضة كما في المستبرأة ومنها وجوب ثلاثة أشهر في حق من يقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها ومن الناس من يقول هو تعبد لا يعقل معناه وهذا فاسد لوجهين أحدهما أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس أو أكثرهم الثاني أن العدد ليست من العبادات المحضة بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد والناكح قال شيخنا والصواب أن يقال أن عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح ولعاية لحق الزوج ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني ولا يتصل الناكحان ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عظم حقه حرم نساؤه بعده وبهذا اختص الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة بخلاف غيره فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها تبررت المتوفى عنها وربما كان الثاني خيرا لها من الأول ولكن لو تأيمت على أولاد الأول لكانت محمودة على ذلك مستحبا لها وفي الحديث أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومأ بالوسطى والسبابة امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال وحبست نفسها على يتام لها حتى بانوا أو ماتوا وإذا كان المقتضي بتحريمها قائما فلا أقل من مدة تربصها وقد كانت في الجاهلية تتربص سنة فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر وقيل لسعيد بن المسيب ما بال العشر قال فيها ينفخ الروح فيحصل بهذه المدة براءة الرحم حيث يحتاج إليه وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك فصل وأما عدة الطلاق فهي التي أشكلت فإنه لا يمكن تعليلها بذلك لأنها إنما تجب بعد المسيس ولأن الطلاق قطع للنكاح ولهذا يتنصف فيه المسمى ويسقط فيه مهر المثل فيقال والله الموفق للصواب عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج فيها من الرجعة ففيها حق للزوج وحق لله وحق للولد وحق للناكح الثاني فحق الزوج ليتمكن من الرجعة في العدة وحق الله لوجوب ملازمتها المنزل كما نص عليه سبحانه وهو منصوص أحمد ومذهب أبي حنيفة وحق الولد لأن لا يضيع نسبه ولا يدرى لأي الواطئين وحق المرأة لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة ترث وتورث ويدل على أن العدة حق للزوج قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فقوله فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعِدَّةَ لِلْرَجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ وأيضا فإنه سبحانه قال وبعولتهم أحق بردهن في ذلك فجعل الزوج أحق بردها في العدة وهذا حق له فإذا كانت العدة ثلاثة قرؤ أو ثلاثة أشهر طالت مدة التربص لينظر في أمره هل يمسكها أو يسرخها كما جعل سبحانه للمؤلي تربص أربعة أشهر لينظر في أمره هل يمسك ويفي أو يطلق وكان تخيير المطلق كتخيير المؤلي لكن المؤلي جعل له أربعة أشهر كما جعل مدة التسيير أربعة أشهر لينظر في أمرهم ومما يبين ذلك أنه سبحانه قال وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنْ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ مقاربته ومشارفته ثم فيه قولان أحدهما أنه حد من الزمان وهو الطعن في الحيضة الثالثة أو انقطاع الدم منها أو من الرابعة فعلى هذا لا يكون مقدورا لها وقيل بل هو فعلها وهو الاغتسال كما قاله جمهور الصحابة وهذا كما أنه بالاغتسال يحل للزوج وطؤها ويحل لها أن تمكنه من نفسها فالاغتسال عندهم شرط في النكاح الذي هو العقد وفي النكاح الذي هو الوط وللناس في ذلك أربعة أقوال أحدها أنه ليس شرطا لا في هذا ولا في هذا كما يقوله من يقول من أهل الظاهر والثاني أنه شرط فيهما كما قاله أحمد وجمهور الصحابة كما تقدم حكايته عنهم والثالث أنه شرط في نكاح الوط لا في نكاح العقد كما قاله مالك والشافعي والرابع أنه شرط فيهما أو ما يقوم مقامه وهو الحكم بالطهر بمضي وقت صلاه وانططاعه لأكثره كما يقوله أبو حنيفة فإذا ارتجعها قبل غسلها كان غسلها لأجل وطئه لها وإلا كان لأجل حلها لغيره وبالاغتسال يتحقق كمال الحيض وتنامه كما قال الله تعالى وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَضْخُرْنَ فَإِذَا فَتَحَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ والله سبحانه أمرها أن تتربص ثلاثة قرؤ فإذا موت الثلاثة فقد بلغت أجلها وهو سبحانه لم يقل إنها عقيب القرآن تبين من الزوج خير الزوج عند بلوغ الأجل بين الإمساك والتسريح فظاهر القرآن كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم أنه عند انقضاء القرؤ الثلاثة يخير الزوج بين الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان وعلى هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن واحدا لا يكون قسمين بل يكون باستفاء المدة واستكمالها وهذا كقوله تعالى إخبارا عن أهل النار وَبَلَغْنَ أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا وقوله فإذا بلغن أجلهن فلا جنيح عليكم فيما فعل في أنفسهن بالمعروف وإنما حمل من قال إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنها بعد أن تحل للخطاب لا يبقى الزوج محق برجعتها وإنما يكون أحق بها ما لم تحل لغيره فإذا حل لغيره أن يتزوج بها صار هو خاطبا من الخطاب ومن شاء هذا ظن أنها ببلوغ الأجل تحل لغيره والقرآن لم يدل على هذا بل القرآن جعل عليها أن تتربصها ثلاثة قرؤ وذكر أنها إذا بلغت أجلها فإما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان وقد ذكر سبحانه هذا الإمساك أو التسريح عقيد الطلاق فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وهذا هو تزوجها بزوجها الأول المطلق الذي كان أحق بها فالنهي عن عضلهن مؤكد لحق الزوج وليس في القرآن أنها بعد بنوغ الأجل تحل للخطاب بل فيه أنه في هذه الحال إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان فإن سرح بإحسان حلت حينئذ للخطاب وعلى هذا فدلالة القرآن بينة أنها إذا بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة قرؤ من قطاع الدم فإما أن يمسكها قبل أن تغتسل فتغتسل عنده وإما أن يسرحها فتغتسل وتنكح من شاءت وبهذا يعرف قدر فهم الصحابة رضي الله عنهم وأن من بعدهم إنما يكون غاية اجتهاده أن يفهم ما فهموه ويعرف ما قالوه فإن قيل فإذا كان له أن يرتجعها في جميع هذه المدة ما لم تغتسل فلما قيل التخير ببلوغ الأجل قيل ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل حق الزوج والتربص الانتظار وكانت منتظرة هل يمسكها أو يسرحها وهذا التخير ثابت له من أول المدة إلى آخرها كما خير المؤلي بين الفيئة وعدم الطلاق وهنا لما خيره عند بلوغ الأجل كان تخيره قبله أولى وأحرى لكن التسريح بإحسان إنما يمكن إذا بلغت الأجل وقبل ذلك هي في العدة وقد قيل إن تسريحها بإحسان مؤثر فيها حين تنقض العدة ولكن ظاهر القرآن يدمل على خلاف ذلك فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلوغ الأجل ومعلوم أن هذا الترك ثابت من أول المدة فالصواب أن التسريح إرسالها إلى أهلها بعد بلوغ الأجل ورفع يده عنها فإنه كان يملك حبسها مدة العدة فإذا بلغت أجلها فحينئذ إن أمسكها كان له حبسها وإن لم يمسكها كان عليه أن يسرحها بإحسان ويدل على هذا قوله تعالى في المطلقة قبل المسيس فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فأمر بسراح جميل ولا عدة فعلم أن تخلية سبيلها إرسالها كما يقال سرح الماء والناقة إذا مكنها من الذهاب وبهذا الإطلاق والسراح يكون قد تم تطليقها وتخليتها وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تاما وقبل ذلك كان له أن يمسكها وأن يسرحها وكان مع كونه مطلقا قد جعل أحق بها من غيره مدة التربص وجعل التربص ثلاثة قروء لأجله ويؤيد هذا أشياء أحدها أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة كما ثبتت به السنة وأقر به عثمين بن عفان وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وحكاه أبو جعفر أن حاس في ناسخه ومنسوخه إجماع الصحابة وهو مذهب إسحاق وأحمد بن حمل في أصح الروايتين عنه دليلا كما سيأتي تقرير المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى فلما لم يكن على المختلعة رجعه لم يكن عليها عدة بل استبراء بحيضة لأنها لما افتدت منه وبانت ملكت نفسها فلم يكن أحق بإمساكها فلا معنى لتطويل العدة عليها بل المقصود العلم ببراءة رحمها فيكفي مجرد الاستبراء والثاني أن المهاجرة من دار الحرب قد جاءت السنة بأنها إنما تستبرأ بحيضة ثم تزوج كما سيأتي الثالث أن الله سبحانه لم يشرع لها طلاقا بائنا بعد الدخول إلا الثالثة وكل طلاق في القرآن سواها فرجعي وهو سبحانه إنما ذكر القرؤ الثلاثة في هذا الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمة وأما المفتدية فليس افتداؤها طلاقا بل خلعا غير محسوب من الثلاث والمشروع فيه حيضة فإن قيل فهذا ينتقض عليكم بصورتين إحداهما بمن استوفت عدة طلاقها فإنها تعتد ثلاثة قرؤ ولا يتمكن زوجها من رجعتها الثانية بالمخيرة إذا عتقت تحت حر أو عبد فإن عدتها ثلاثة قرؤ بالسنة كما في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أمرت بريرة أن تعتد عدة الحرة وفي سنن بن ماجه أمرت أن تعتد ثلاثة حيض ولا رجعة لزوجها عليها فالجواب أن الطلاق المحرم للزوجة لا يجب فيه التربص لأجل راجعة الزوج بل جعل حريما للنكاح وعقوبة للزوج بتطوير مدة تحريمها عليه فإنه لو سوغ لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضة لأمكن أن يتزوجها الثاني ويطلقها بسرعة إما على قصد التحليل أو بدونه فكان تيسير عودها إلى المطلق والشارع حرمها عليه بعد الثالثة عقوبة له لأن الطلاق الذي أبرض الحلال إلى الله إنما أباح منه قدر الحاجة وهو الثلاث وحرم المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره وكان من تمام الحكمة أنها لا تنكح حتى تتربص ثلاثة قرؤ وهذا لا ضرر عليها به فإنها في كل مرة من الطلاق لا تنكح حتى تتربص ثلاثة قرؤ فكان التربص هنا نظرا في مصلحته لما لم يوقع الثلاث المحرمة وهنا التربص بالثلاث من تمام عقوبته فإنه عوقب بثلاثة أشياء أن حرمت عليه حبيبته وجعل تربصها ثلاثة قرؤ ولم يجز أن تعود إليه حتى يحظى بها غيره حظة الزوج الراغب بزوجته المرغوب فيها وفي كل من ذلك عقوبة مؤلمة على إيطاع البغيض إلى الله المكروه له فإذا علم أنه بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد تربص وتزوج بزوج آخر وأن الأمر بيد ذلك الزوج ولا بد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها علم أن المقصود أن ييأس منها فلا تعود إليه إلا باختيارها لا باختياره ومعلوم أن الزوج الثاني إذا كان قد نكح نكاح رغبة وهو النكاح الذي شرعه الله لعباده وجعله سببا لمصادحهم في المعاش والمعاد وسببا لحصول الرحمة والوداد فإنه لا يطلقها لأجل الأول بل يمسك امرأته فلا يصير لأحد من الناس اختيار في عودها إليه فإذا اتفق فراق الثاني لها بموت أو طلاق كما يفترق الزوجان الذان هما زوجان أبيح للمطلق الأول نكاحها كما يباح للرجل نكاح مطلقة الرجل ابتداء وهذا أمر لم يحرمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة المهيمنة على جميع الشرائع بخلاف الشريعتين قبلنا فإنه في شريعة التوراة قد قيل إنه متى تزوجت بزوج آخر لم تحل للأول أبدا وفي شريعة الإنجيل قد قيل إنه ليس له أن يطلقها ألبتة فجاءت هذه الشريعة الكاملة الفاضلة على أكمل الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق ولهذا لما كان التحليل مباينا للشرائع كلها والعقل والفطرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له ولعنه صلى الله عليه وسلم لهما إما خبر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما أو دعاء عليهما باللعنة وهذا يدل على تحريمه وأنه من الكبائر والمقصود أن إجاب القرؤ الثلاث في هذا الطلاق من تمام تأكيد تحريمه على الأول على أنه ليس في المسألة إجماع فذهب ابن اللبان الفرضي صاحب الإجازي وغيره إلى أن المطلقة ثلاثا ليس عليها غير استبراء بحيضة ذكره عنه أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى فقال مسألة إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بعد الدخول فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء وقال ابن اللبان عليها الاستبراء بحيضة دليلنا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف فقال إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس عليها ولا على المعتقة المخيرة إلا الاستبراء قولا متوجهة ثم قال ولازم هذا القول أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة الثالثة قال وهذا لا نعلم أحدا قاله وقد ذكر الخلاف أبو الحسين فقال مسألة إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرم فعدتها ثلاثة أشهر خلافا لبن اللبان أنه لا عدة عليها دليلنا قوله تعالى واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن قال شيخنا وإذا مضت السنة بأن على هذه ثلاثة أقراء لم يجز مخالفتها ولو لم يجمع عليها فكيف إذا كان مع السنة إجماع قال وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي قد فهم منه العلماء أنها تعتد ثلاثة قروء فإن الاستبراء قد يسمى عدة قلت كما في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس أنه فسر قوله تعالى والمحسنات من النساء بالسبايا ثم قال أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهم فجعل الاستبراء عدة قال فأما حديث عائشة رضي الله عنها أمرت بريرة أن تعتد ثلاثة حيض فحديث منكر فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار قلت ومن جعل أن عدة المختلعة حيضة فبطريق الأولى تكون عدة الفسوخ كلها عنده حيضة لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق وأشبه به لا يجب فيه الاعتباد عنده بثلاثة قروء فالفسخ أولى وأحران وجوه أحدها أن كثيرا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقا ينقص به عيده بخلاف الفسخ للضاع ونحوه الثاني أن أبا فور وموافقه يقولون إن الزوجة إذا رد العوض ورضيت المرأة برده وراجعها فلهما ذلك بخلاف الفسخ الثالث أن الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلى زوجها في عدتها بعقل جديد بخلاف الفسخ لرضاع أو عدد أو محرمية حيث لا يمكن عودها إليه فهذه بطريق الأولى يكفيه استبراء بحيضة ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحيمها كالمسبية والمهاجرة والمختلعة والزانية على أصح القولين فيهما دليلا وهما روايتان عن أحمد فصل ومما يبين الفرق بين عدة الرجعية والباء أن عدة الرجعية لأجل الزوج وللمرأة فيها النفقة والسكنة باتفاق المسلمين ولكن سكنها هل هي كسكنة زوجة فيجوز أن ينقلها المطلق حيث شاء أم يتعين عليها المنزل فلا تخرج ولا تخرج فيه قولان وهذا الثاني هو المنصوص عن أحمد وأبي حنيفة وعليه يدل القرآن والأول قول الشافعي وهو قول بعض أصحاب أحمد والصواب ما جاء به القرآن فإن سكن الرجعية من جنس سكن المتوفى عنها ولو تراضي بإسقاطها لم يجز كما أن العدة فيها كذلك بخلاف الباء فإنها لا سكن لها ولا عليها فالزوج له أن يخرجها ولها أن تخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك ولا سكن وأما الرجعة فهل هي حق للزوج يملك إسقاطها بأن يطلقها واحدة بائنة أم هي حق لله فلا يملك إسقاطها ولو قال أنت طالق طلقة بائنة وقعت رجعية أم هي حق لهما فإن تراضي بالخلع بلا عوض وقع طلاقا بائنة ولا رجعت فيه فيه ثلاثة أقوال فالأول مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد والثاني مذهب الشافعي والرواية الثانية عن أحمد والثالث مذهب مالك والرواية الثالثة عن أحمد والصواب أن الرجعة حق لله تعالى ليس لهما أن يتفق على إسقاطها وليس له أن يطلقها طلقة بائنة ولو رضيت الزوجة كما أنه ليس لهما أن يتراضي بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق فإن قيل فكيف يجوز الخلع بغير عوض في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وهل هذا إلا اتفاق من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض قيل إنما يجوز أحمد في إحدى الروايتين الخلع بلا عوض إذا كان طلاقا فأما إذا كان فسخا فلا يجوز بالاتفاق قاله شيخنا رحمه الله قال ولو جاز هذا لجاز أن يتفق على أن يبينها مرة بعد مرة من غير أن ينقص حالد الطلاق ويكون المرء إليهما إذا أراد أن يجعل الفرقة بين الثلاث جعلاها وإن أراد لم يجعلاها من الثلاث ويلزم من هذا إذا قالت فاذني بلا طلاق أن يبينها بلا طلاق ويكون مخيرا إذا سألته إن شاء أن يجعله رجعيا وإن شاء أن يجعله بائنا وهذا ممتنع فإن مضمونه أنه يخير إن شاء أن يحرمها بعد المرة الثالثة وإن شاء لم يحرمها ويمتنع أن يخير الرجل بين أن يجعل الشيء حلالا وأن يجعله حراما ولكن إنما يخير بين مباحين له وله أن يباشر أسباب الحل وأسباب التحريم وليس له إن شاء نفس التحليل والتحريم والله سبحانه إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدة لألا يندم وتزول نزغة الشيطان التي حملته على الطلاق فتتبع نفسه المرأة فلا يجد إليها سبيلا فلو ملكه الشارع أن يطلقها طلقة بائنة ابتداءا لكان هذا المحذور بعينه موجودا والشريعة المجتملة على مصالح العباد تأبى ذلك فإنه يبقى الأمر بيدها إن شاءت راجعته وإن شاءت فلا والله سبحانه جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة رحمة منه وإحسانا ومراعاة لمصلحة الزوجين نعم له أن يملكها أمرها باختياره فيخيرها بين القيام معه وفراقها وأما يخرج الأمر عيده بالكلية إليها فهذا لا يمكن فليس له أن يسقط حقه من الرجعة ولا يملك ذلك فإن الشارع إنما يملك العبد ما ينفعه ملكه ولا يتضرر به ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاث ولا ملكه جمع الثلاث ولا ملكه الطلاق في زمن الحيض والطهر المواقع فيه ولا ملكه نكاح أكثر من أربع ولا ملك المرأة الطلاق وقدمها سبحانه الرجال أن يؤتس فهاموا لهم التي جعل الله لهم قياما فكيف يجعلون أمر الأرضاع إليهم في الطلاق والرجعة فكما لا يكون الطلاق بيدها لا تكون الرجعة بيدها فإن شاءت رجعته وإن شاءت فلا فتبقى الرجعة موقوفة على اختيارها وإذا كان لا يملك الطلاق البائن فلا يملك الطلاق المحرم ابتداء أولى وأحرى لأن الندم في الطلاق المحرم أقوى منه في بائن فمن قال إنه لا يملك الإبانة ولو أتى بها لم تبن كما هو قول فقهاء الحديث لزمه أن يقول إنه لا يملك الثلاثة المحرمة ابتداء بطريق الأولى والأحرى وأن له رجعتها وإن أوقعها كان له رجعتها وإن قال أنت طالق واحدة بائنة فإذا كان لا يملك إسقاط الرجعة فكيف يملك إثبات التحريم الذي لا تعود به إلا بزوج وإصابة فإن طيل فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين قلنا ليس ذلك بلازم فإن الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين وهو أن يطلق واحدة ويكون أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها ثم إن شاء طلق الثانية كذلك ويبقى له واحدة وأخبر أنه إن أوقعها حرمت عليه ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غيره ويصيبها ويفارقها فهذا هو الذي ملكه إياه لم يملكه أي يحرمها ابتداء تحريما تاما من غير تقدم تطليقتين وبالله التوفيق فصل قد ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المختلعة أنها تعتد بحيضة وأن هذا مذهب عثمان بن عفان هو ابن عباس وإسحاق ابن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه اختارها شيخنا ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها قال النسائي في سننه الكبير باب في عدة مختلعة أخبرني أبو علي محمد بن يحيى المروزي حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عبدان حدثنا أبي حدثنا علي بن مبارك عيحي بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال خذ الذي لها عليك وخل سبيلها فقال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيظة واحدة وتلحق بأهلها أخبرنا عبيد الله ابن سعيد ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة من الوليد ابن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة قال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيض حيظة قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت ابن قيس بن شماس فاختلعت منه وروا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيظة رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحيم البزاز عن علي بن بحر القطان عن هشام بن يوسف عن معمر عن عمري بن مسلم عن عكرمة ورواه الترمذي عن محمد بن عبد الرحيم بهذا السند بعينه وقال حديث حسن غريب وهذا كما أنه موجب السنة وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق لأقوال السحابة ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه وأنه غير مخالف لحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت ثبت في السنن عن زينبا بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قالت فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتبدت فيه أربعة أشهر وعشرة قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فقضى به واتبعه قال التلمذي هذا حديث حسن صحيح وقال أبو عمر بن عبد البر هذا حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق وقال أبو محمد بن حزم هذا الحديث لا يثبت فإن زينب هذه مجهولة لم يروي حديثها غير سعد ابن إسحاق ابن كعب وهو غير مشهور بالعدالة ومالك رحمه الله وغيره يقول فيه سعد ابن إسحاق وسفيان يقول سعيد وما قاله أبو محمد غير صحيح فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق وأدخله مالك في موطئه واحتج به وبنى عليه مذهبه وأما قوله إن زينب ابن تكعب مجهولة فنعم مجهولة عنده فكان ماذا؟ وزينب هذه من التابعيات وهي امرأة أبي سعيد روى عنها سعد ابن إسحاق ابن كعب وليس بسعيد وقد ذكرها ابن حبان في كتاب الثقات والذي غرى أبا محمد قول علي ابن المديني لم يروي عنها غير سعد ابن إسحاق وقد روينا في مسند الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر ابن حزم عن سليمان ابن محمد ابن كعب ابن عجرة عن عمته زينب ابن كعب ابن عجرة وكانت عند أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد قال اشتكى الناس علي رضي الله عنه فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فسمعته يقول يا أيها الناس لا تشكوا علي فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله فهذه امرأة تابعية كانت تحت الصحابي وروا عنها الثقات ولم يطعن فيها بحرف واحتج الأئمة بحديثها وصححوه وأما قوله إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة فقد قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة وقال النسائي أيضا والدار قطني أيضا ثقة وقال أبو حاتم صالح وذكره بن حبان في كتاب الثقات وقد روا عنه الناس حماد بن زيد وسفيان الثوري وعبد العزيز الدراوردي وابن جريج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري وهو أكبر منه وحاتم ابن إسماعيل وداود بن قيس وخلق سواهم من الآئمة ولم يعلم فيه قدح ولا جرح ألبتة ومثل هذا يحتج به اتفاق وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المسألة فروا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمره ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه قال إنما قال الله عز وجل تعتد أربعة أشهر وعشرة ولم يقل تعتد في بيتها فتعتد حيث شاءت وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عباس فإن علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ولم يقل يعتدن في بيوتهن تعتد حيث شاءت قال سفيان قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول تعتد المتوفى عنها حيث شاءت وقال عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل ابن خالد عن الشعبي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهم وذكر عبد الرزاق أيضا عن محمد بن مسلم عن عمر بن دينار عن طاوس وعطاء قال جميعا المبتوتة والمتوفى عنها تحجان وتعتمران وتنتقلان وتبيتان وذكر أيضا عن ابن جريج عن عطاء قال لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت وقال ابن عيينة عن عمر بن دينار عن عطاء وأبي الشعثاء قال جميعا المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث شاءت وذكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال سألت عطاء عن المطلقة ثلاثة والمتوفى عنها أتحجان في عدتهما قال نعم وكان الحسن يقول بمثل ذلك وقال ابن وهب أخبرني ابن الهيعة عن حنين ابن أبي حكيم أن امرأة مزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة سألت عمر بن عبد العزيز أأمكث حتى تنقضي عدتي فقال لها بل الحقي بقرائك ودار أبيك فاعتدي فيها قال ابن وهب وأخبرني يحيي بن أيوب عن يحيي بن سعيد الأنصاري أنه قال في رجل توفي بالإسكندرية ومعه امرأته وله بها دار وله بالفستاط دار فقال إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالفستاط فتعتد فيها فلترجع قال ابن وهب وأخبرني عمر بن الحارث عن بكير ابن الأشج قال سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى قال تعتد حيث توفي عنها زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم ولأصحاب هذا القول حجتان احتج بهم ابن عباس وقد حكينا إحداهما وهي أن الله سبحانه إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشر ولم يأمرها بمكان معين والثانية ما رواه أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا موسى بن مسعود حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكن تعتد حيث شاءت وقال طائفة ثانية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي فيه قال وكيع حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة منذ الحليفة حاجات أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن وقال عبد الرزاق حدثنا بن جريج أخبرنا حميد الأعرج عن مجاهد قال كان عمر وعثمان يرجعانهم حاجات ومعتمرات من الجحفة وللحليفة وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن امرأة متوفى عنها زارت أهلها في عدتها فضربها الطلق فاتوا عثمان فقال احملوها إلى بيتها وهي تطلق وذكر أيضا عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كانت له ابنه تعتد من وفاة زوجها وكانت تأتيهم بالنهار فتتحدث إليهم فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن علي ابن المبارك عيحي بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها وأن زيد بن ثابت لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلها وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخائي عن علقمة قال سأل ابن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن فقلن إنا نستوحش فقال بن مسعود تجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة من كن إلى بيتها بالليل وذكر الحجاج بن منهال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم أن امرأة بعثت إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها إن أبي مريض وأنا في عدة أفآتيه أمرضه قالت نعم ولكن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن المتوفى عنها أتخرج في عدتها فقال كان أكثر أصحاب من مسعود أشد شيء في ذلك يقولون لا تخرج وكان الشيخ يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرحلها وقال حماد بن سلمة أخبرنا هشام بن عروة أن أباه قال المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم وقال سعيد النصور حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب قالوا في المتوفى عنها لا تبرح حتى تنقضي عدتها وذكر أيضا عن ابن عوينة عن عمر ابن نينار عن عطاء وجابر كلاهما قال في المتوفى عنها لا تخرج وذكر وكيع عن الحسن بن صالح عن المغيرة عن إبراهيم في المتوفى عنها لا بأس أن تخرج بالنهار ولا تبيت عن بيتها وذكر حمد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن امرأة توفي عنها زوجها وهي مريضة فنقلها أهلها ثم سألوا فكلهم يأمرهم أن ترد إلى بيت زوجها قال ابن سيرين فردناها في نمط وهذا قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله وأصحابهم والأوزاعي وأبي عبيد وإسحاق قال أبو عمر بن عبد البر وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك وقد تلقاه عثمان بن عفان رضي الله عنه بالقبول وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول ولم يعلم أن أحدا منهم طعن فيه ولا في رواته وهذا مالك مع تحريه وتشدده في الرواية وقوله للسائل له عن رجل أثقة هو فقال لو كان ثقة لرأيته في كتبي قد أدخله في موطئه وبنى عليه مذهبه قالوا ونحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة ولكن السنة تفصل بين المتنازعين قال أبو عمر ابن عبد البر أما السنة فثابتة بحمد الله وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة رضي الله عنها وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر فإن قيل فهل ملازمة المنزل حق عليها أو حق لها قيل بل هو حق عليها إذا تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضرر أو كان المسكن لها فلو حولها الوارث أو طلبوا منها الأجرة لم يلزمها السكن وجاز لها التحول ثم اختلف أصحاب هذا القول هل لها أن تتحول حيث شاءت أو يلزمها التحول إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة على قولين فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيها أو بإجارة إنقضت مدتها أو منعها السكنة تعديا أو امتنع من إجارته أو طلب به أكثر من أجر المثل أو لم تجد ما تكتري به أو لم تجد إلا مما لها فلها أن تنتقل لأنها حال عذر ولا يلزمها بذل أجر المسكن وإنما الواجب عليها فعل السكنة لا تحصيل المسكن وإذا تعذرت السكنة سقطت وهذا قول أحمد والشافعي فإن قيل فهل الإسكان حق على الورثة تقدم الزوجة به على الغرماء وعلى الميراث أم لا حق لها في التركة سوى الميراث قيل هذا موضوع اختلف فيه فقال الإمام أحمد إن كانت حائلة فلا سكنة لها في التركة ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بذل لها كما تقدم وإن كانت حاملة ففيه روايتان إحداهما أن الحكم كذلك والثاني أن لها السكنة حق ثابت في المال تقدم به على الورثة والغرماء ويكون من رأس المال لا تباع الدار في دينه بيعا يمنعها سكناها حتى تنقضي عدتها وإن تعذر ذلك فعلى الورث أن يكتري لها سكنا من مال الميت فإن لم يفعل أجبره الحاكم وليس لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة وإن اتفق الورث والمرأة على نقلها عنه لم يجز لأنه يتعلق بهذه السكنة حق الله تعالى فلم يجز اتفاقهما على إبطالها بخلاف سكن المكاح فإنها حق لله تعالى لأنها وجبت من حقوق العدة والعدة فيها حق للزوجين والصحيح المنصوص أن سكن الرجعية كذلك ولا يجوز اتفاقهما على إبطالها هذا مقتضى نص الآية وهو منصوص أحمد وعنه رواية ثالثة أن للمتوفى عنها السكنة بكل حال حاملا كانت أو حائلا فصار في مذهبه ثلاث روايات وجوبها للحامل والحائل وإسقاطها في حقهما ووجوبها للحامل دون الحائل هذا تحصيل مذهب أحمد في سكنة متوفى عنها وأما مذهب مالك فإيجاب السكنة لها حاملا كانت أو حائلا وإيجاب السكنة عليها مدة العدة قال أبو عمر فإذا كان المسكن بكراء فقال مالك هي أحق بسكناه من الورثة والغرماء وهو من رأس مال المتوفى إلا أن يكون في عقد لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجها وإذا كان المسكن لزوجها لم يبع في دينه حتى تنقضي عدتها انتهى كلامه وقال غيره من أصحاب مالك هي أحق بالسكنة من الورثة والغرماء إذا كان الملك للميت أو كان قد أدى كراءه وإن لم يكن قد أدى ففي التخذيب لا سكنة لها في مال الميت وإن كان موسرا وروا محمد عن مالك الكراء لازم للميت في ماله ولا تكون الزوجة أحق به وتحاصل ورثة في السكنة وللورثة إخراجها إلا أن تحب أن تسكن في حصتها وتؤدي كراء حصتهم وأما مذهب الشافعي فإن له في سكنة المتوفى عنها قولين أحدهما لها السكنة حاملا كانت أو حائلا والثاني لا سكنة لها حاملا كانت أو حائلا ويجب عنده ملازمتها للمسكن في العدة بائلا كانت أو متوفى عنها وملازمة البائن للمنزل عنده آكد من ملازمة المتوفى عنها فإنه يجوز للمتوفى عنها الخروج نهارا لقضاء حوائجها ولا يجوز ذلك في البائن فجاز في أحد قوليه وهو القديم ولا يوجبه في الرجعية بل يستحبه وأما أحمد فعنده ملازمة متوفى عنها آكد من الرجعية ولا يوجبه في البائن وأورد أصحاب الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة المنزل على المتوفى عنها مع نصه في أحد القولين على أنه لا سكن لها سؤالا وقالوا كيف يجتمع النصان وأجابوا بجوابين أحدهما أنه لا تجب عليها ملازمة المسكن على ذلك القول لكن لو ألزم الوارث أجرة المسكن ألزم بذلك وجبت عليها الملازمة حينئذ وأطلق أكثر أصحابه الجواب هكذا والثاني أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن تطالب بالأجرة أو يخرجها الوارث أو المالك فتسقط حينئذ وأما أصحاب أبي حنيفة فقالوا لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا وأما المتوفى عنها فتخرج نهارا وبعض الليل ولكن لا تبيت في منزلها قالوا والفرق أن المطلقة نفقتها في مال زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجة بخلاف المتوفى عنها فإنها لا نفقة لها فلابد أن تخرج بالنهار لإصلاح حالها قالوا وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكن حال وقوع الفرقة قالوا فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها أو أخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت لأن هذا عذر والكون في بيتها عبادة والعبادة تسقط بالعذر قالوا فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة السكن عليها وإنما يسقط السكن عنها لعجزها عن أجرته ولهذا صرحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة إن كفاها وهذا لأنه لا سكن عندهم للمتوفى عنها حاملا كانت أو حائلا وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلا لا نهارا فإن بذله لها الورثة وإلا كانت الأجرة عليها فهذا تحرير مذاهب الناس في هذه المسألة وما أخذ الخلاف فيها وبالله التوفيق ولقد أصاب فريعة بنت مالك في هذا الحديث نظير ما أصاب فاطمة بنت قيس في حديثها فقال بعض المنازعين في هذه المسألة لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشرة ولم يأمرها بالمنزل وقد أنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وجوب المنزل وأفتت المتوفى عنها بالاعتداد حيث شاءت كما أنكرت حديثة فاطمة بنت قيس وأوجبت السكنة للمطلقة وقال بعض من نازع في حديث الفريعة قد قتل من الصحابة رضي الله عنهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كثير يوم أحد ويوم بئر معونة ويوم مؤته وغيرها واعتد أزواجهم بعدهم فلو كان كل امرأة منهن تلازم منزلها زمن العدة لكان ذلك من أظهر الأشياء وأبينها بحيث لا يخفى على من هو دون ابن عباس وعائشة فكيف خفي هذا عليهما وعلى غيرهما من الصحابة الذين حكى أقوى لهم مع استمرار العمل به استمرارا شائعا هذا من أبعد الأشياء ثم لو كانت السنة جارية بذلك لم تأتي الفريعة تستأذنه صلى الله عليه وسلم أن تلحق بأهلها ولما أذن لها في ذلك ثم يأمر بردها بعد ذهابها ويأمرها بأن تنكث في بيتها فلو كان ذلك أمرا مستمرا ثابتا لكان قد نسخ بإذنه لها في اللحاق بأهلها ثم نسخ ذلك الإذن بأمره لها بالمكث في بيتها فيفضي إلى تغيير الحكم مرتين وهذا لا عهد لنا به في الشريعة في موضع متيقن قال الآخرون ليس في هذا ما يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة التي تلقاها أمير المؤمنين عثمان بن عفان وكابر الصحابة بالقبول ونفذها عثمان وحكم بها ولكننا لا نقبل رواية النساء عن النبي صلى الله عليه وسلم لذهبت سنن كثيرة من سنن الإسلام لا يعرف أنه أواها عنه إلا النساء وهذا كتاب الله ليس فيه ما ينبغي وجوب الاعتراض في المنزل حتى تكون السنة مخالفة له بل غايتها أن تكون بيانا لحكم سكت عنه الكتاب ومثل هذا لا ترد به السنن وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه أن تترك السنة إذا لم يكن نظير حكمها في الكتاب وأما ترك أم المؤمنين رضي الله عنها لحديث الفريعة فلعله لم يبلغها ولو بلغها فلعلها تأولت ولو لم تتأوله فلعله قامعا عندها معارض له وبكل حال فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذر من التاركين له لترك أم المؤمنين له فبين التركين فرق عظيم وأما من قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات في حياته فلم يأتي قط أن نساءهم كنا يعتددنا حيث شئن ولم يأتي عنهن ما يخالف حكم حديث فريعة البتة فلا يجوز ترك السنة الثابتة لأمر لا يعلم كيف كان ولو علم أنهن كنا يعتددنا حيث شئنا ولم يأتي عنهن ما يخالف حكم حديث الفريعة فلعل ذلك قبل استقرار هذا الحكم وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال قال مجاهد استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتنا النوم فالتأب كل امرأة إلى بيتها هذا وإن كان مرسلا فالظاهر أن مجاهدا إما أن يكون سمعه من تابعي ثقة أو من صحابي والتابعون لم يكن الكلب معروفا فيهم وهم ثاني القرون المفضلة وقد شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عنهم وهم خير الأمة بعدهم فلا يظن بهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الرواية عن الكذابين ولا سيم العالم منهم إذا جزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرواية وشهد له بالحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ونهى فيبعد كل البعد أن يقدم على ذلك مع كون الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابا أو مجهولا وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم فكلما تأخرت القرون ساء الظن بالمراسيل ولم يشهد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وبالجملة فليس الاعتماد على هذا المرسل وحده وبالله التوفيق ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداد المعتدة نفيا وإثباتا ثبت في الصحيحين عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعاربيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكهلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شرفيا بها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شات أو طير فتفتض به فقل لما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره قال مالك تفتض تمسح به جلدها وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كرنة تكون في شر بيتها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أثلى أربعة أشهر وعشر وفي الصحيحين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار وفي سنن أبي داود من حديث الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تكتحل ولا تختضب وفي سننه أيضا من حديث بن وهب أخبرني مخرمه عن أبيه قال سمعت المغيرة ابن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء قال أحمد بن صالح رحمه الله الصواب بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليكي فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ماذا يا أم سلمة فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب فقال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تنتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت بأي شيء أن تشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك وقد تضمنت هذه السنة أحكاما عديدة أحدها أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاثة أيام كائنا من كان إلا الزوج وحده وتضمن الحديث الفرق بين الإحدادين من وجهين أحدهما من جهة الوجوب والجواز فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز الثاني من مقدار مدة الإحداد فالإحداد على الزوج عزيمة وعلى غيره رخصة وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا ما حكي عن الحسن والحكم بن عتيبة أما الحسن فروا حمد بن سلمة عن حميد عنه أن المطلقة ثلاثة والمتوفى عنها زوجها تكتحلاني وتمتشطاني وتطيباني وتختضباني وتنتقلاني وتصنعان ما شاءتا وأما الحكم فذكر عنه شعبة أن المتوفى عنها لا تحد قال ابن حزم واحتج أهل هذه المقالة ثم ساق من طريق أبي الحسن محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمرأة جعفر بن أبي طالب إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئتي أو إذا كان بعد ثلاثة أيام شعبة شكة ومن طريق حمد بن سلمة حدثنا الحجاج بن أرطاه عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد أن أسماء بنت عميس استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبكي على جعفر وهي امرأته فألن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطحري واختحلي قالوا وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد لأنه بعدها فإن أم سلمة رضي الله عنها روت حديث الإحداد وأنه صلى الله عليه وسلم أمرها به إثر موت أبي سلمة ولا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر رضي الله عنهما وأجاب الناس عن ذلك بأن هذا حديث منقطع فإن عبد الله بن شداد بن الهاد لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه فكيف يقدم حديثه على الأحاديث الصحيحة المسندة التي لا مطعن فيها وفي الحديث الثاني الحجاج بن أرطاه ولا يعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات الذين هم فرصان الحديث فصل الحكم الثاني أن الإحداد تابع للعدة بالشهور أما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقا فإن لها أن تتزوج وتتجمل وتتطيب لزوجها وتتزين له ما شاءت فإن طيل فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر فهل يسقط وجوب الإحداد أم يستمر إلى حين الوضع قيل بل يستمر الإحداد إلى حين الوضع فإنه من توابع العدة ولهذا قيد بمدتها وهو حكم من أحكام العدة وواجب من واجباتها فكان معها وجودا وعدما فصل الحكم الثالث أن الإحداد تستوي فيه جميع الزوجات المسلمة والكافرة والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة وهذا قول الجمهور أحمد والشافعي ومالك إلا أن أشهب وبنافع قال لا إحداد على الذنية ورواه أشهب عن مالك وهو قول أبي حنيفة ولا إحداد عنده على الصغيرة واحتج أرباب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحداد من أحكام من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل فيه الكافرة ولأنها غير مكلفة بأحكام الفروع قالوا وعدوله عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيد بالإيمان يقتضي أن هذا من أحكام الإيمان ولوازمه وواجباته فكأنه قال من التزم الإيمان فهذا من شرائعه وواجباته والتحقيق أن نفي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حكمه عن الكفار ولا إثبات لهم أيضا وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعه فهذا لا يحل له ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه ولكن لا يلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه وهذا كما لو قيل لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والحج والزكاة فهذا لا يدل على أن ذلك حل للكافر وهذا كما قال في لباس الحرير لا ينبغي هذا للمتقين فلا يدل أنه ينبغي لغيرهم وكذا قوله لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا وسر المسألة أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب إنما شرعت لمن التزم أصل الإيمان ومن لم يلتزمه وخلي بينه وبين دينه فإنه يخلى بينه وبين شرائع الدين الذي التزمه كما خلي بينه وبين أصله ما لم يحاكم إلينا وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء ولكن عذر الذين أوجبوا الإحداد على الذنية أنه يتعلق به حق الزوج المسلم وكان من إلزامها به كأصل العدة ولهذا لا يلزمونها به في عدتها من الذنية ولا يتعرض لها فيها فصار هذا كعقودهم مع المسلمين فإنهم ينزمون فيها بأحكام الإسلام وإن لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضا ومن ينازعهم في ذلك يقولون الإحداد حق لله تعالى ولهذا لو اتفقت هي والأولياء والمتوفى على سقوطه بأن أوصاها بتركه لم يسقط ولزمها الإتيان به فهو جار مجرى العبادات وليست الذنية من أهلها فهذا سر المسألة فصل الحكم الرابع أن الإحداد لا يجب على الأمة ولا أم الولد إذا مات سيدهما لأنهما ليس بزوجين قال ابن المنذر لا أعلمهم يختلفون في ذلك فإن قيل فهل لهما أن تحدى ثلاثة أيام قيل نعم لهما ذلك فإن النص إنما حرم الإحداد فوق الثلاث على غير الزوج وأوجبه أربعة أشهر وعشرة على الزوج فدخلت الأمة وأم الولد في من يحل لهن الإحداد لا في من يحرم عليهم ولا في من يجب فإن قيل فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطء بشلها أو زنا أو استبراء إحداد قلنا هذا هو الحكم الخامس الذي دلت عليه السنة أنه لا إحداد على واحدة من هؤلاء لأن السنة أثبتت ونفت فخصت بالإحداد الواجب الزوجات وبالجائز غيرهن على الأموات خاصة وما عداهما فهو داخل في حكم التحريم على الأموات فمن أين لكم دخوله في الإحداد على المطلقة البائن؟ وقد قال سعيد بن مسيب وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها الخرقي إن البائن يجب عليها الإحداد وهذا مهض القياس لأنها معتدة بائن من مكاح فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها لأنه مشترك في العدة واختلف في سببها ولأن العدة تحرم النكاح فحرم الدوائيه قالوا ولا ريب أن الإحداد معقول المعنى وهو أن إظهار الزينة والطيب والحلي مما يدعو المرأة إلى الرجال ويدعو الرجال إليها فلا يؤمن أن تكذب في انقضاء عدتها استعجالا لذلك فمنعت من دواعي ذلك وسدت إليه الذريعة هذا مع أن الكذب في عدة الوفاة يتعذر غالبا بظهور موت الزوج وكون العدة أياما معدودة بخلاف عدة الطلاق فإنها بالأقراء وهي لا تعلم إلا من جهتها فكان الاحتياط لها أولى قيل قد أنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يحرم من الزينة إلا ما حرمه الله ورسوله والله سبحانه قد حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم زينة الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة وأباح رسوله الإحداد بتركها على غير الزوج فلا يجوز تحريم غير ما حرمه بل هو على أصل الإباحة وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها انتهي الشريط الثامن والخمسون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط التاسع والخمسين الوجه العون يبدأ حالا هذا هو الشريط التاسع والخمسون من كتاب زاد المعاد في هدو خير العباد وهو مسجل بسجوهات الأمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة المعارف على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل بكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداد المعتدة نفيا وإثباتا وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة ولا المزني بها ولا المستبرأة ولا الرجعية اتفاقا وهذا القياس أولى من قياسها على المتوفى عنها لما بين العدتين من القرؤ قدرا أو سيبا وحكما فإلحاق عدة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عدة الأقراء بعدة الوفاة وليس المقصود من الإحداد على الزوج الميت مجرد ما ذكرتم من طلب الاستهجال فأن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة الرحم ولهذا تجب قبل الدخول وإنما هو من تعظيم هذا العقد وإظهار خطره وشرفه وأنه عند الله بمكان فجعلت العدة حريما له وجعل الإحداد من تمام هذا المقصود وتأكده ونزيد الاعتناء به حتى جعلت الزوجة أولى بفعله على زوجها من أبيها وابنها وأخيها وسائر أقاربها وهذا من تعظيم هذا العقد وتشريفه وتأكد الفرق بينه وبين السفاح من جميع أحكامه ولهذا شرع في ابتدائه إعلانه والإشهاد عليه والضرب بالدف لتحقق المضادة بينه وبين السفاح وشرع في آخره وانتهائه من العبة والإحداد ما لم يشرع في غيره فصيح الحكم السادس في الخصال التي تجتنبها الحادة وهي التي دل عليها النص دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها وهي أربعة أحدها الطيب بقوله في الحديث الصحيح لا تمس طيبا ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد ولهذا لما خرجت أم حبيبة رضي الله عنها من إحدادها على أبيها أبي سفيان دعت بطيب فدهنت منه جارية ثم مست بعرضيها ثم ذكرت الحديث ويدخل في الطيب المسك والعنبر والكافور والند والغالية والزباد والذريرة والبخور والأدهان المطيمة كدهن البان والورد والبنفسج والياسمين والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة كماء الورد وماء القرنفل وماء زهر النارنج فهذا كله طيب ولا يدخل فيه الزيت ولا الشيرج ولا السمن ولا تنع من الادهان بشيء من ذلك فصل الحكم السابع وهي ثلاثة أنواع أحدها الزينة في بدنها فيحرم عليها الخضاب والنقش والتضريف والحمرة والاسفيداج فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخضاب منبها به على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه وأعظم فتنة وأشد مضادة لمقصود الإحداث ومنها الكحل والنهي عنه ثابت بالنص الصريح الصحيح ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف منهم أبو محمد بن حزم لا تكتحلوا ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا ويساعد قولهم حديث أم سلمة المتفق علي أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فما أبن فيه بل قال ما مرتين أو ثلاثة ثم ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الإحداد البلوغي سنة ويصبرن على ذلك أفلا يصبرن أربعة أشهر وعشرة ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة فهو كالطيب أو أشد منه وقال بعض الشافعية للسوداء أن تكتحل وهذا تصرف مخالف للنص والمعنى وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفرق بين السود والبيض كما لا تفرق بين الطوال والقصار ومثل هذا القياس بالرأي الفاسد الذي اشتد نكير السلف له وذنهم إياه وعما جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم فقالوا إن اضطرت إلى الكحل بالإثم ديسداويا لا زينة فلها أن تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا وحجتهم حديث أم سلمة المتقدم ربي الله عنها فإنها قالت في كحل الجلاء لا تكتحل إلا لما لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار ومن حجتهم حديث أم سلمة رضي الله عنها الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقد جعلك عليها صبرا فقام من هذا يا أم سلمة فقلت صبر يا رسول الله ليس فيه طيب فقال إنه يشب الوجه فقال لا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار وهما حديث واحد فرقه الرواه وأدخل مالك هذا القدر منه في موطئه بلاغا وذكر أبو عمر في التمهيد له طرقا يشد بعضها بعضا ويكفي احتجاج مالك به وأدخله أهل السنن في كتبهم واحتج به الآئمة وأقل درجاته أن يكون حسنا ولكن حديثها هذا مخالف في الظاهر لحديثها المسند المتفق عليه فإنه يدل على أن المتوفى عنها لا تكتحل بحال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلا ولا نهارا ولا من ضرورة ولا غيرها وقال لا مرتين أو ثلاثة ولم يقل إلا أن تضطر وقد ذكر مالك عن نافع عن صفية ابنة عبيد أنه اشتكت عينها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عينها ترمصان قال أبو عمر وهذا عندي وإن كان ظاهره مخالفا لحديثها الآخر لما فيه من إباحته بالليل وقوله في الحديث الآخر لا مرتين أو ثلاثا على الإطلاق أن ترتيب الحديثين والله أعلم أن الشكاة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لم تبلغ والله أعلم منها مبلغا لا بد لها فيه من الكحل فبذلك نهاها ولو كانت محتاجة مضطرة تخاف ذهاب بصرها لأباح لها ذلك كما فعل بالتي قال لها اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار والنظر يشهد لهذا التأويل لأن الضرورات تنقل المحذورات إلى حال المباحث الأصول ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة رضي الله عنها تفسيرا للحديث المسند في الكحل لأن أم سلمة رضي الله عنها روته وما كانت بتخالفه إذا صح عندها وهي أعلم بتأويله ومفرجه والنظر يشهد لذلك لأن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المرفة المتزين بالزينة وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء وإنما نهيت الحادة عن الزينة لا عن التداوي وأم سلمة رضي الله عنها أعلم بما روت مع صحته في النظر وعليه أهل الفقه وبه قال مالك والشافعي وأكثر الفقهاء وقد ذكر مالك رحمه الله في موطئه أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كان يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إنها خشيت على بصرها من رمد بعينيها أو شكوى أصابتها أنها تكتحل وتتداوى بالكحل وإن كان فيه طيب قال أبو عمر لأن القصد إلى التداوي لا إلى التطيب والأعمال بالنيات وقال الشافعي رحمه الله فالصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب وهو كحل الجلاء فأجنت أم سلمة رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث لا ترى وتمسحه بالنهار حيث يرى وكذلك ما أشبهه وقال أبو محمد ابن قدامة في المغني وإنما تمنع الحادة من الكحل بالإسمد لأن النبي تحصل به الزينة فأما الكحل بالتوثياء والعنزروت ونحوهما فلا بأس به لأنه لا زينة فيه بل يطبح العين ويزيدها مرها قال ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها من بدنها لأنه إنما منع منه في الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضاب فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه قال ولا تمنع من تقليم الأغفار ونتفي الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه ولا من الاغتسال بالسدر ولا امتشاط به لحديث أم سلمة رضي الله عنها ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب وقال إبراهيم بن هانئ أن ليس أبوري في مسائله قيل لأبي عبد الله المتوفى عنها تكتحل بالإسمد قال لا ولكن إن أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شديدة فصل النوع الثاني زينة الثياب فيحرم عليها ما نهاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما هو أولى بالمنع منه وما هو مثله وقد صح عنه أنه قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا وهذا يعم المعصفر والمزعفر وسائر المصبوغ بالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافي وكل ما يصبغ للتحسين والتزين وفي اللفظ الآخر ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق وها هنا لوعان آخران أحدهما مأذون فيه وهو ما نسج من الثياب على وجهه ولم يدخل فيه صبغ من خز أو قز أو قطن أو كتان أو صوف أو وبر أو شعر أو صبغ في غزله ونسج مع غيره كالمرود والثاني ما لا يراد بصبغة الزينة مثل السواد وما صبغ للتقبيح أو ليستهى الوسخ فهذا لا يمنع منه قال الشافعي رحمه الله في الثياب زينتان إحداهما جمال الثياب على اللابسين والسترة للعورة فالثياب زينة لمن يلبسها وإنما نهيت الحادة عن زينة بدنها ولم تنهى عن ستر عورتها فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض لأن البياض ليس بمزين وكذلك الصوف والوبر وكل ما ينسج على وجهه ولم يدخل عليه صبغ من خز أو غيره وكذلك كل صبغ لم يرد به تزين الثوب مثل السواد وما صبغ لتقبيحه أو لنفي الوسخ عنه فأما ما كان من زينة أو وشي في ثوبه أو غيره فلا تلبسه الحادة وذلك لكل حرة أو أمه كبيرة أو صغيرة مسلمة أو ذنية انتهى كلامه قال أبو عمر وقول الشافعي رحمه الله في هذا الباب نحو قول مالك وقال أبو حنيفة لا تلبس ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغا إذا أرادت به الزينة وإن لم ترد بنبس الثوب المصبوغ الزينة فلا بأس أن تلبسه وإذا اشتكت عينها اكتحرت بالأسود وغيره وإن لم تشتك عينها لم تكتحل فصل والإمام أحمد رحمه الله قال في رواية أبي طالب ولا تتزين المعتدة ولا تتطيب بشيء من الطيب ولا تكتحل بكحل زينة وتدهن بدهن ليس فيه طيب ولا تقرب مسكة ولا زعفران للطيب والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزين وتتشوف لعله أن يراجعها وقال أبو داود في مسائله سمعت أحمد قال المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثة والمحرمة يجتنبن الطيب والزينة وقال حرب في مسائله سألت أحمد رحمه الله قلت المتوفى عنها زوجها والمطلقة هل تلبساني البرد ليس بحرير فقال لا تتطيب المتوفى عنها ولا تتزين بزينة وشدد في الطيب إلا أن يكون قليلا عند طهرها ثم قال وشبهت المطلقة ثلاثة بالمتوفى عنها لأنه ليس لزوجها عليها رجعة ثم ساق حرب بإسناده إلى أم سلمة قال المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا تختضب ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تنتشط بطيب وقال إبراهيم بن هانئ أئن ليس بوري في مسائله سألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقب في عدتها أو تدهن في عدتها قال لا بأس به وإنما كرها للمتوفى عنها زوجها أن تتزين وقال أبو عبد الله كل دهن فيه طيب فلا تدهن به فقد دار كلام الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان وهذا هو الصواب قطعا فإن المعنى الذي منعت من المعصفر هو الممشق لأجله مفهوم والنبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيها على ما هو مثله وأولى بالمنع فإذا كان الأبيض والبرود المحبرة عن رفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهما كان أولى بالمنع من الثوب المصبوغ وكل من عقل عن الله ورسوله لم يسترب في ذلك لا كما قال أبو محمد بن حزم إنما تجتنب الثياب المصبغة فقط ومباح لها أن تلبس بعد ما شاءت من حرير أبيض أو أصفر من لونه الذي لم يسبغ وصوف البحر الذي هو لونه وغير ذلك ومباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت والزمرد وغير ذلك فهي خمسة أشياء تجتنبها فقط وهي الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا وتجتنب فرضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس والجسد أو على شيء منه سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة والصفرة وغير ذلك إلا العصب وحده وهي ثياب ممشاه تعمل في اليمن فهو مباح لها وتجتنب أيضا فرضا الخضاب كله جملة وتجتنب الامتشاط حاش التسريح بالمشط فقط فهو حلال لها وتجتنب أيضا فرضا الطيب كله ولا تقرب شيئا حاشا شيئا من قصط أو أظفار عند طهرها فقط فهذه الخمسة التي ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه وليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب أسود عليها ليس من الزينة في شيء وإباحة ثوب يتقد ذهبا ولؤلؤا وجوهرا ولا تحريم المصبوغ الغليب لحمل الوسخ وإباحة الحرير الذي يأخذ بالعيون حسنه وبهاؤه ورواؤه وإنما العجب منه أن يقول هذا دين الله في نفس الأمر وأنه لا يحل لأحد خلافه وأعجب من هذا إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في نهيه صلى الله عليه وسلم لها عن لباس الحلي وأعجب من هذا أنه ذكر الخبر بذلك ثم قال ولا يصح ذلك لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان وهو ضعيف ولو صح لقلنا به فلله ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي محمد بن حزم وهو من الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على إخراج حديثه واتفق أصحاب الصحيح وفيهم الشيخان على الاحتجاج بحديثه وشهد له الأئمة بالثقة والصدق ولم يحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا خج ولا يحفظ عن أحد من المحدثين قط تعليل حديث رواه ولا تضعيفه به وقرأ على شيخنا أبي الحجاج الحاسم في التهذيب وأنا أسمع قال إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخراساني أبو سعيد الهروي ولد بهراه وسكن نيسابور وقدم بغداد وحدث بها ثم سكن بمكة حتى مات بها ثم لكر عن من روى ومن روى عنه ثم قال نوح بن عمر بن المروزل عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك صحيح الحديث وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه وأبي حاتم ثقة وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن يحيى بن المعين لا بأس به وكذلك قال العجلي وقال أبو حاتم صدوق حسن الحديث وقال عثمان بن سعيد الدارمي كان ثقة في الحديث ثم لم تزل الأئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوثقونه وقال أبو داود ثقة وقال إسحاق بن راهويه كان صحيح الحديث حسن الرواية كثير السماع ما كان بخراسان أكثر حديثا منه وهو ثقة ورغى له الجماعة وكان يحيى بن أكثم القاضي قال كان من أنبل من حدث بخراسان والعراق والحجاز وأوثقهم وأوثائهم علما وقال المسعودي سمعت مالك بن سليمان يقول نات إبراهيم بن طهمان سنة ثمان وستين ومئة بمكة ولم يخلف مثله وقد أفت الصحابة رضي الله عنهم بما هو مطابق لهذه النصوص وكاشف عن معناها ومقصودها فصح عن ابن عمر أنه قال لا تكتحلوا ولا تتطيب ولا تختضب ولا تلبس المعثفر ولا ثوبا مصبغا ولا بردا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينها وصح عنه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن أفع عن ابن عمر ولا تمس المتوفى عنها طيبا ولا تختضب ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبغا إلا ثوب عصب تتجلبب به وصح عن أم عبية لا تلبس الثياب المصبغة إلا العصب ولا تمس طيبا إلا أدنى الطيب بالقصط والأغفار ولا تكتحل بكحل زينة وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تجتنب الطيب والزينة وصح عن أم سلمة رضي الله عنها لا تلبس من الثياب المصبغة شيئا ولا تكتحل ولا تلبس حلية ولا تختضب ولا تتضيب وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا تلبس معصفرا ولا تقرب طيبا ولا تكتحل ولا تلبس حلية ولا تلبس إنشاء ثياب العصب فصل وعما النقاب فقال الخرقي في مختصره وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحلة بالإثمد والنقاب ولم أجد بهذا نصا عن أحمد وقد قال إسحاق بن هاني في مسائله سألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقب في عدتها أو تدهن في عدتها فقال لا بأس به وإنما كرها للمتوفى عنها زوجها أن تتزين ولكن قد قال أبو داود في مسائله عن المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثة والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة فجعل المتوفى عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب فلعل أبا القاسم أخذ من نصه هذا والله أعلم وبهذا علله أبو محمد في المغني فقال فصل الثالث فيما تجتنبه الحادة النقاب وما في معناه مثل البرقع ونحوه لأن المعتدة مشبهة بالمحرمة والمحرمة تمتنع من ذلك وإذا احتاجت إلى ستر وجهها سدلت عليه كما تفعل المحرمة فصل فيقول فما تقولون في الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج هل لها لبسه قيل فيه وجهان وهم احتمالان في المغني أحدهما يحرم لبسه لأنه أحسن وأرفع ولأنه مصبوغ للحسن فأشبه ما صبغ بعد نسجه والثاني لا يحرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدوث أم سلامة رضي الله عنها إلا ثوب عصب وهو ما صبغ غزله قبل نسجه ذكره القاضي قال الشيخ والأول أصح وأما العصب فالصحيخ أنه نبت تصبغ به الثياب قال السهيلي الورس والعصب نبتان باليمن لا ينبتان إلا به فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم للحادة في لبس ما يصبغ بالعصب لأنه في معنى ما يصبغ لغير تحسين كالأحمر والأصفر فلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بسبغه كحصولها بما صبغ بعد نسجه والله أعلم ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستبراء ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وعصابوا سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن وفي صحيحه أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح على باب فستات فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له وفي الترمذي من حديث عرباب ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن وفي المسند وسنن أبي داود من حديث أبي سعيدي الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه وفي الترمذي من حديث رويفع ابن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره قال الترمذي حديث حسن ولأبي داود من حديثه أيضا لا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولأحمد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض وذكر البخاري في صحيحه قال ابن عمر إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ بحيضه ولا تستبرأ العذراء وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن مسلم عن طاوز أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في بعض مغازيه لا يقعني رجل على حامل ولا حائل حتى تحيض وذكر عن سفيان الثوري عن زكريا عن الشعبي قال أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقع على حامل حتى تضع ولا على غير حامل حتى تحيض فصل فتبمنت هذه السنن أحكاما عديدة أحدها أنه لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها فإن كانت حاملا فبوضع حملها وإن كانت حائلا فبأن تحيض حيضه فإن لم تكن من ذوات الحيض فلا نص فيها واختلف فيها وفي البكر وفي التي يعلم براءة رحمها بأن حاضت عند البائع ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأها ولم يخرجها عن ملكه أو كانت عند امرأة وهي مصونة فانتقلت عنها إلى رجل فأوجب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك كله أخذا بعموم الأحاديث واعتبارا بالعدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم واحتجاجا بآثار الصحابة كما ذكر عبد الرزاق حدثنا بن جريج قال قال عطاء تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر رضي الله عنه من ابتاع جارية حتى قد بلغت المحيب فليتربص بها حتى تحيض فإن كانت لم تحيض فليتربص بها خمسا وأربعين ليلة قالوا وقد أوجب الله العدة على من يئست من المحيض وعلى من لم تبلغ سن المحيض وجعلها ثلاثة أشهر والاستبراء عدة الأمة فيجب على الآيسة ومن لم تبلغ سن المحيط وقال آخرون المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم فحيث تيقن المالك براءة رحم الأمة فله وطؤها ولا استبراء عليه كما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا كانت الأمة عذراء لم يستبئها إن شاء وذكره البخاري في صحيحه عنه وذكر حمد بن سلمة حدثنا علي بن زيت عن أيوب ابن عبد الله اللخمي عن ابن عمر قال وقعت في سهمي جارية يوم جلولا كأن عنقها إبريق فضة قال ابن عمر فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس ينظرون ومذهب مالك إلى هذا يرجع وهك قائدته وفروعها قال أبو عبد الله المازري وقد عقل قائدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها والقول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء وكل من غلب على الظن كونها حاملا أو شك في حملها أي تردد فيه فالاستبراء لازم فيها وكل من غلب الظن ببراءة رحمها لكنه مع الظن الغالب يجوز حصوله فإن المذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه ثم خرج على ذلك الفروع المختلفة فيها كاستبراء الصغيرة التي تطيق الوطء والآيسة وفيه روايتان عن مالك قال صاحب الجواهر ويجب في الصغيرة إذا كانت ممن قارب سن الحمل كبنت ثلاث عشرة أو أربع عشرة وفي إيجاب الاستبراء إذا كانت ممن تطيق الوطء ولا يحمل مثلها كبنت تسع وعشر روايتان أثبته في رواية ابن القاسم ونفاه في رواية ابن عبد الحكم وإن كانت ممن لا يطيق الوطء فلا استبراء فيها قال ويجب الاستبراء في من جاوزت سن الحيض ولم تبلغ سن الآيسة مثل ابنة الأربعين والخمسين وأما التي قعدت عن المحيض ويئست عنه فهل يجب فيها الاستبراء أو لا يجب روايتان لابن القاسم وابن عبد الحكم قال المازري ووجه الاستبراء الصغيرة التي تطيق الوطء والآيسة أنه يمكن فيهم الحمل على النذور أو لحماية الزريعة لألا يدعى في مواضع الإمكان ألا إمكان قال ومن ذلك استبراء الأمة خوفا أن تكون زنت وهو المعبر عنه بالاستبراء لسوء الظن وفيه قولان والنفي لأشهب وقال ومن ذلك استبراء الأمة الوخش فيه قولان الغالب عدم وطء السادات لهن وإن كان يقع في النادر ومن ذلك استبراء من باعها مجبوب أو امرأة أو ذو محرم ففي وجوبه روايتان عن مالك ومن ذلك استبراء المكاتبة إذا كانت تتصرف ثم عجزت فرجعت إلى سيدها فابن القاسم يثبت الاستبراء وأشهب ينفيه ومن ذلك استبراء البكر قال أبو الحسن اللخمي هو مستحب على وجه الاحتياط غير واجب وقال غيره من أصحاب مالك هو واجب ومن ذلك إذا استبرأ البائع الأمة وعلم المشتري أنه قد استبراءها فإنه يجزئ استبراء البائع عن استبراء المشتري ومن ذلك إذا أودعه أمة فحاضت عند المودع حيضة ثم استبراءها لم يحتج إلى استبراء ثاني وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائها وهذا بشرط أن لا تخرج ولا يكون سيدها يدخل عليها ومن ذلك أن يشتريها من زوجته أو ولد له صغير في عياله وقد حضت عند البائع فابن القاسم يقول إن كانت لا تخرج أجزاءه ذلك وأشهب يقول إن كان مع المشتري في دال وهو الذاب عنها والناظر في أمرها أجزاءه ذلك سواء كانت تخرج أو لا تخرج ومن ذلك إن كان سيد الأمة غائبا فحين قدم اشتراها من رجل قبل أن تخرج أو خرجت اشتراها منه رجل قبل أن تخرج أو خرجت وهي حائض فاشتراها قبل أن تطهر فلا استبراء عليه ومن ذلك إذا بيعت وهي حائض في أول حيضها فالمشهور من مذهبه أن ذلك يكون استبراءا لها لا يحتاج إلى حيضة مستأنفة ومن ذلك الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري منهما وقد حاضت في يده فلا استبراء عليه وهذه الفروع كلها من مذهبه تنبيك عما أخذه في الاستبراء وأنه إنما يجب حيث لا يعلم ولا يظن براءة الرحم فإن علمت أو ظنت فلا استبراء وقد قال أبو العباس ابن سريج وأبو العباس ابن تيمية إنه لا يجب استبراء البكر كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما وبقولهم نقول وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم نص عام في وجوب استبراء كل من تجدد له عليها ملك على أي حالة كانت وإنما نهع وطء السبايا حتى تضع حواملهم وتحيض حوائلهم فإن طيل فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء كما يمتنع وطء السيب طيل نعم وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه فيخص أو يقيد عند انتفاء موجب الاستبراء ويخص أيضا بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رويفع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبا من السبايا حتى تحيض ويخص أيضا بمذهل الصحابي ولا يعلم له مخالف وفي صحيح البخاري من حديث بريدة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه إلى خالد يعني باليمن ليقبض الخمس فاصطفى علي منها سبية فأصبح وقد اغتسل فقلت لخالد أما ترى إلى هذا وفي رواية فقال خالد لبريدة ألا ترى ما صنع هذا قال بريدة وكنت أبغض علي رضي الله عنه فلما قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض علي قلت نعم قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك فهذه الجارية إما أن تكون بكرا فلم يرى علي وجوب استبرائها وإما أن تكون في آخر حيضها فاكتفى بالحيضة قبل تملكه لها وبكل حال فلابد أن يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء فإذا تأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم حق التأمل وجدت قوله ولا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض ظهر لك منه أن المراد بغير ذات الحمل من يجوز أن تكون حاملا وأن لا تكون فيمسك عوطئها مخافة الحمل لأنه لا علم له بما اجتمل عليه رحمها وهذا قاله في المسبيات لعدم علم السابي بحالهن وعلى هذا فكل من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك هل اجتمل رحمها على حمل أم لا لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة هذا أمر معقول وليس بتعبد محط ولا معنى له فلا معنى لاستبراء العذراء والصغيرة التي لا يحمل مثلها والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرج أصلا ونحوها ممن يعلم براءة رحمها فكذلك إذا زنت المرأة وأرادت أن تتزوج استبراءها بحيضة ثم تزوجت وكذلك إذا زنت وهي مزوجة أمسك عنها زوجها حتى تحيض حيضة وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدها اعتدت بحيضة قال عبد الله بن أحمد سألت أبي كم عدة أم الولد إذا توفي عنها مولاها أو أعتقها قال عدتها حيضة وإنما هي أمة في كل أحوالها إن جنت فعلى سيدها قيمتها وإن جني عليها فعلى الجاني ما نقص من قيمتها وإن ماتت فما تركت من شيء فلسيدها وإن أصابت أحدا فحد أمه وإن زوجها سيدها فما ولدت فهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون بعتقها وقد اختلف الناس في عدتها فقال بعض الناس أربعة أشهر وعشرة فهذه عدة الحرة وهذه عدة أمة خرجت من الرق إلى الحرية فيلزم من قال أربعة أشهر وعشرة أن يورثها وأن يجعل حكمها حكم الحرة لأنه قد أقامها في العدة مقام الحرة وقال بعض الناس عدتها ثلاث حيض وهذا قول ليس له وجه إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة وليست هي بمطلقة ولا حرة وإنما ذكر الله العدة فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وليست أم الولد بحرة ولا زوجة فتعتد بأربعة أشهر وعشر قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ وإنما هي أمة خرجت من الرق إلى الحرية وهذا لفظ أحمد رحمه الله وكذلك قال في رواية صالح تعتد أم الولد إذا توفي عنها مولاها أو أعتقها حيضة وإنما هي أمة في كل أحوالها وقال في رواية محمد بن العباس عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر إذا توفي عنها سيدها وقال الشيخ في المغني وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام قال ولم أجد هذه الرواية عن أحمد رحمه الله في الجامع ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه الله وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتاده لأنها حين الموت أمة فكانت عدتها عدة الأمة كما لو مات رجل عن زوجته الأمة فعتقت بعد موته فليست هذه رواية إسحاق بن منصور عن أحمد قال أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر باب القول في عدة أم الولد من الطلاق والوفاة قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم إذا مات السيد وهي عند زوج فلا عدة عليها كيف تعتد وهي مع زوجها وقال في رواية مهنة إذا أعتق أم الولد فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها وقال في رواية إسحاق بن منصور وعدة أم الولد عدة الأمة في الوفاة والطلاق والفرقة انتهى كلامه وحجة من قال عدتها أربعة أشهر وعشر ما رواه أبو داود عن عمر بن العاص أنه قال لا تفسد علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر هذا قول السعيدين ومحمد بن سيرين ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وخلاس بن عمر والزهري والأوزاعي وإسحاق قالوا لأنها حرة تعتد للوفاة فكانت عدتها أربعة أشهر وعشر كالزوجة الحرة وقال عطاء والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه تعتد بثلاث حيض وحكي عن علي وابن مسعود قالوا لأنها لابد لها من عدة وليست زوجة فتدخل في آية الأزواج المتوفى عنهن ولا أمه فتدخل في نصوص استبراء الإماء بحيضة فهي أشبه شيء بالمطلقة فتعتد بثلاثة أقراء والثواب من هذه الأقوال أنها تستبرأ بحيضة وهو قول عثمان بن عفان وعائشة وعبد الله بن عمر والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وأبي قلابة ومكهول ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل في أشهر الروايات عنه وهو قول أبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر فإن هذا إنما هو لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن الراقبة فكان حيضة واحدة في حق من تحيض كسائر استبراءات المعتقات والمملكات والمسبيات وأما حديث عمر بن العاص فقال ابن المنذر ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمر بن العاص وقال محمد بن موسى سألت أبا عبد الله عن حديث عمر بن العاص فقال لا يصح وقال الميموني رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمر بن العاص هذا ثم قال أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وقال أربعة أشهر وعشرة إنما هي عدة الحرة من النكاح وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية ويلزم من قال بهذا أن يورثها وليس لقول من قال تعتد ثلاث حيض وجه إنما تعتد بذلك المطلقة انتهى كلامه وقال المنذري في إسناد حديث عمر مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق وقد ضعفه غير واحد وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب التهذيب قال أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن مطر الوراق فقال كان يحيى بن سعيد يضعف حديثه عن عطاء وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن مطر الوراق قال كان يحيى بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ قال عبد الله فسألت أبي عنه فقال ما أقربه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصة وقال مطر في عطاء ضعيف الحديث قال عبد الله قلت ليحيى بن معين مطر الوراق فقال ضعيف في حديث عطاء ابن أبي رباح وقال النسائي ليس بقوي وبعد فهو ثقة قال أبو حاتم الرزي صالح الحديث وذكره بن حبان في كتاب الثقات واحتج به مسلم فلا وجه لضعف الحديث به وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن العاص رضي الله عنه ولم يسمع منه قاله الدار قطني وله علة أخرى وهي أنه موقوف لم يقل لا تلبس علينا سنة نبينا قال الدار قطني والصواب لا تلبس علينا ديننا موقوف وله علة أخرى وهي الطراب الحديث واختلافه عن عمر على ثلاثة أوجه أحدها هذا والثاني عدة أم الولد عدة الحرة والثالث عدتها إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة فإذا اعتقت فعدتها ثلاث حيض والأقاويل الثلاثة عنه ذكرها البيهقي قال الإمام أحمد هذا حديث منكر حكاه البيهقي عنه وقد روى خلاس عن علي مثل رواية قبيصة عن عمر أن عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر ولكن خلاس قد تكلم في حديثه فقال أيوب لا يروى عنه فإنه صحفي وكان مغيرة لا يعبأ بحديثه وقال أحمد روايته عن علي يقال إنه كتاب وقال البيهقي روايات خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستبراء والذين ألحقوا أم الولد بالزوجة رأوا أن الشبه الذي بين أم الولد وبين الزوجة أقوى من الشبه الذي بينها وبين الأمة من جهة أنها بالموت صارت حرة فلزمتها العدة مع حريتها بخلاف الأمة ولأن المعنى الذي جعلت له عدة الزوجة أربعة أشهر وعشرة موجود في أم الولد وهو أدنى الأوقات الذي يتيقن فيها خلق الولد وهذا لا يفتيق الحال فيه بين الزوجة وأم الولد والشريعة لا تفرق بين متماثلين ومنازعوهم يقولون أم الولد أحكامها أحكام الإماء لا أحكام الزوجات ولهذا لم تدخل في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم وغيرها فكيف تدخل في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قالوا والعدة لم تجعل أربعة أشهر وعشرة لأجل مجرد براءة الرحم فإنها تجب على من يتيقن براءة رحمها وتجب قبل الدخول والخلوة فهي من حريم عقد النكاح وتمامه وأما استبراء الأمة فالمقصود منه العلم ببراءة رحمها وهذا يكفي فيه حيضة ولهذا لم يجعل استبراؤها ثلاثة قروء كما جعلت عدة الحرة كذلك تطويلا لزمان الرجعة ونظرا للزوج وهذا المعنى مقصود في المستبراءة فلا نص يقضي إلحاقها بالزوجات ولا معنى فأولى الأمور بها أن يشرع لها ما شرعه صاحب الشرع في المسبيات والمملكات ولا تتعداه وبالله التوفيق فصل الحكم الثاني أنه لا يحصل الاستبراء بطهر البتة بل لابد من حيضة وهذا قول الجمهور وهو الصواب وقال أصحاب مالك والشافعي في قول له يحصل بطهر كامل ومتى طعنت في الحيضة تم استبراؤها بناء على قولهما إن الأقراء الأطهار ولكن يرد هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرع بحيضة وقال رويفع ابن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة رواه الإمام أحمد وعنده فيه ثلاثة ألفاظ هذا أحدها الثاني نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا توطأ الأمة حتى تحيض وعن الحبالة حتى تضعنا الثالث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض فعلق الحل في ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهر فلا يجوز إلغاء ما اعتبره واعتبار ما ألغاه ولا تعويل على ما خالف نصه وهو مختبى القياس المحض فإن الواجب هو الاستبراء والذي يدل على البراءة هو الحيض فأما الطهر فلا دلالة فيه على البراءة فلا يجوز أن يعول في الاستبراء على ما لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليه وبناؤهم هذا على أن الأقراءة هي الأطهار بناء على الخلاف للخلاف وليس بحجة ولا شبهة ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قراء ولم يجعلوه طهر المستبراءة التي تجدد عليها الملك فيه أو ما تسيدها فيه قراء وحتى خالفوا الحديث أيضا كما تبين وحتى خالفوا المعنى كما بيناه ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأنواع الثلاثة من المخالفة وغاية ما قالوا أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة فيقال لهم فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضة وليس ذلك قرأا عند أحد فإن قالوا هو اعتماد على بعض حيضة وتهر قلنا هذا قول ثالث في مسمى القرؤ ولا يعرف وهو أن تكون حقيقته مركبة من حيض وتهر فإن قالوا بل هو اسم للتهر بشرط الحيض فإذا انتفى الشرق انتفى المشروط قلنا هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرأ فأما مع تصريحه على التعليق بحيضة فلا فصل الحكم الثالث أنه لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها قال صاحب الجواهر فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضها لم يكن ما بقي من أيام حيضها استبراء لها من غير خلاف وإن بيعت وهي في أول حيضتها فالمشهور من المذهب أن ذلك يكون استبراء لها وقد احتج من نازع مالكا بهذا الحديث فإنه علق الحل بحيضة فلا بد من تمامها ولا دليل فيه على بطلان قوله فإنه لا بد من الحيضة بالاتفاق ولكن النزاع في أمر آخر وهو أنه هذا يشترط أن يكون جميع الحيضة وهي في ملكه أو يكفي أن يكون معظمها في ملكه فهذا لا ينفيه الحديث ولا يثبته ولكن لمنازعيه أن يقولوا لما اتفقنا على أنه لا يكفي أن يكون بعضها في ملك المشتري وبعضها في ملك البائع إذا كان أكثرها عند البائع علم أن الحيضة المعتبرة أن تكون وهي عند المشتري ولهذا لو حاضت عند البائع لم يكن ذلك كافيا في الاستبراء ومن قال بقول مالك يجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهي مودعة عند المشتري ثم باعها عقيب الحيضة ولم تخرج من بيته اكتفي بتلك الحيضة ولم يجب على المشتري استبراء ثان وهذا أحد القولين في مذهب مالك كما تقدم فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعا قبل البيع في صور منها هذه ومنها إذا وضعت الاستبراء عند ثالث فاستبراءها ثم بيعت بعده قال في الجواهر ولا يجزئ الاستبراء قبل البيع إلا في حالات منها أن تكون تحت يده لاستبراء أو بالوديعة فتحيض عنده ثم يشتريها حينئذ أو بعد أيام وهي لا تخرج ولا يدخل عليها سيدها ومنها أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجته أو ولد له صغير في عياله وقد حاضت فابن قاسم يقول إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك وقال أشهب إن كانت معه في دار وهو الذاب عنها والناظر في أمرها فهو استبراء سواء كانت تخرج أو لا تخرج ومنها إذا كان سيدها غائبا فحين قدم استبراءها قبل أن تخرج أو خرجت وهي حائب فاشتراها منه قبل أن تدخر ومنها الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري منهما وقد حاضت في يده وقد تقدمت هذه المسائل فهذه وما في معناها تضمنت الاستبراء قبل البيع واكتفى به مالك عن استبراء ثاني فإن قيل فكيف يجتمع قوله هذا وقوله إن الحيضة إذا وجد معظمها عند البائع لم يكن استبراءا قيل لا تناقض بينهما وهذه لها موضع وهذه لها موضع فكل موضع يحتاج فيه المشتري إلى استبراء مستقل لا يجزئ إلا حيضة لم يوجد معظمها عند البائع وكل موضع لا يحتاج فيه إلى استبراء مستقل لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضها ولا اعتبار بالاستبراء قبل البيع كهذه الصور ونحوها فصل الحكم الرابع أنها إذا كانت حاملة فاستبراءها بوضع الحمل وهذا كما أنه حكم النص فهو مجمع عليه بين الأمة فصل الحكم الخامس أنه لا يجوز وطؤها قبل وضع حملها أي أي حمل كان سواء كان يلحق بالواطئ كحمل الزوجة والمملوكة والموطوئة بشبهة أو لا يلحق به كحمل الزانية فلا يحل وطء حامل من غير الواطئ البتة كما صرح به النص وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره وهذا يعم الزرع الطيب والخبيث ولأنه صيانة ماء الواطئ عن الماء الخبيث حتى لا يختلط به أولى من صيانته عن الماء الطيب ولأن حمل الزاني وإن كان لا حرمة له ولا لمائه فحمل هذا الواطئ وماءه محترم فلا يجوز له خلطه بغيره ولأن هذا مخالف لسنة الله في تمييز الخبيث من الطيب وتخلصه منه وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله والذي يقضي منه العجب تجويز من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على الزانية قبل استبرائها ووطئها عقيب العقد فتكون الليلة عند الزاني وقد علقت منه والليلة التي تليها فراشا للزوج ومن تأمل كمال هذه الشريعة علم أنها تأبى ذلك كل الإباء وتمنع منه كل المنع أو المحاسن مذهب الإمام أحمد أن حرم نكاحها بالكلية حتى تتوب ويرتفع عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون الرجل زوج بغي ومنازعوه يجوزون ذلك وهو أسعد منهم في هذه المسألة بالأدلة كلها من النصوص والآثار والمعاني والقياس والمصلحة والحكمة وتحريم ما رآه المسلمون قبيحا والناس إذا بالغوا في سب الرجل صرحوا له بالزاي والقاف فكيف تجوز الشريعة مثل هذا مع ما فيه من تعرضه لإفساد فراشه وتعليق أولاد عليه من غيره وتعرضه للإسم المذموم عند جميع الأمم وقياس قول من جوز العقد على الزانية ووطئها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملا أن لا يوجب استبراء الأمة إذا كانت حاملا من الزنا بل يطأها عقيب ملكها وهو مخالف لصريح السنة فإن أوجب استبراءها نقض قوله بجواز وطئ الزانية قبل استبرائها وإن لم يوجب استبراءها خالف النصوص ولا ينفعه الفرق بينهما بأن الزوج لا استبراء عليه بخلاف السيد فإن الزوج إنما لم يجب عليه الاستبراء لأنه لم يعقد على معتدة ولا حامل من غيره بخلاف السيد ثم إن الشارع إنما حرم الوطق بل العقد في العدة خشية إمكان الحمل فيكون واطئا حاملا من غيره وساقيع ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك فكيف إذا تحقق حبلها وغاية ما يقال إن ولد الزانية ليس لاحقا بالواطئ الأول فإن الولد للفراش وهذا لا يجوز إقدامه على خلق مائه ونسبه بغيره وإن لم يلحق بالواطئ الأول فصيانة مائه ونسبه عن نسب لا يلحق بواطئه لصيانته عن نسب يلحق به والمقصود أن الشرع حرم وطأ الأمة الحامل حتى تضع سواء كان حملها محرما أو غير محرم وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة التي تزوج بها فوجدها حبلة وجددها الحد وقضى لها بالصداق وهذا صريح في بطلان العقد على الحامل من الزنا وصح عنه أنه مر بمرأة مجح على باب فصات فقال لعل سيدها يريد أن يلم بها قالوا نعم قال لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبرة كيف يستخدمه وقد لا يحل له كيف يورثه وهو لا يحل له فجعل سب همه بلعنته وطأه للأمة الحامل ولم يستفصل عن حملها هل هو لاحق بالواطئ أم غير لاحق به وقوله كيف يستخدمه وهو لا يحل له أي كيف يجعله عبدا له يستخدمه وذلك لا يحل فإنما هذا الواطئ يزيد في خلق الحمل فيكون بعضه منه قال الإمام أحمد يزيد وطأه في سمعه وبصره وقوله كيف يورثه وهو لا يحل له سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه أي كيف يجعله تركة موروثة عنه فإنه يعتقده عبده فيجعله تركة تورث عنه ولا يحل له ذلك لأن ماءه زاد في خلقه ففيه جزء منه وقال غيره المعنى كيف يورثه على أنه ابنه ولا يحل له ذلك لأن الحمل من غيره وهو بوطئه يريد أن يجعله منه فيورثه ما له وهذا يرده أول الحديث وهو قوله كيف يستعبده أي كيف يجعله عبده وهذا إنما يدل على المعنى الأول وعلى القولين فهو صريح في تحريم وطء الحامل من غيره سواء كان الحمل من زنا أو من غيره وأن فاعل ذلك جدير باللعن بل قد صرح جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بأن الرجل إذا ملك زوجته الأمة لم يطأها حتى يستبرئها خشية أن تكون حملا منه في صلب النكاح فيكون على ولده الولاء لموالي أمه بخلاف ما علقت به في ملكه فإنه لا ولاء عليه وهذا كله احتياط لولده هل هو صريح الحرية لا ولاء عليه أو عليه ولاء فكيف إذا كانت حاملا من غيره فصل الحكم السادس استنبق من قوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضه أن الحامل لا تحيض وأن ما تراه من الدم يكون دم فساد بمنزلة الاستحابة تصوم وتثلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء فذهب عطاء والحسن وإكرمة ومكهول وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر والشعبي والنفعي والحكم وحمد والزهري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر والإمام أحمد في المشهور من مذهبه والشافعي في أحد قوليه إلى أنه ليس دم حيض وقال قتاده وربيعه ومالك والليس بن سعد وعبد الرحمن ابن مهدي وإسحاق بن راهويه إنه دم حيض وقد ذكره البيهقي في سننه وقال إسحاق بن راهويه قال لي أحمد بن حنبل ما تقول في الحامل تردن فقلت تصلي واحتجزت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال فقال أحمد بن حنبل أين أنت عن خبر المدنيين خبر أمي عالقمة مولاة عائشة رضي الله عنها فإنه أصح قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد وهو كالتصريح من أحمد بأن دم الحامل دم حيض وهو الذي فهمه إسحاق عنه والخبر الذي أشار إليه أحمد وهما رويناه من طريق البيهقي أخبرنا الحاكم حدثنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا الليس عن بكير بن عبد الله عن أمي عالقمة مولاة عائشة أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحامل ترجم فقالت لا تثلي قال البيهقي ورويناه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وروينا عن عمر بن الخطاب ما يدل على ذلك وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها أنشجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أبي كبير الهذلي ومبرأا من كل غبر حيبة وفساد مربعة ودائم غيلي قال وفي هذا دليل على اتداء الحمل في حال الحيض حيث لم ينكر الشعر قال وروينا عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحبلة لا تحيض إذا رأت الدم صلت قال وكان يخي القطان ينكر هذه الرواية ويضعف رواية ابن أبي ليلى ومطر عن عطاء قال وروى محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية مطر فإن كانت محفوظة فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض ثم كانت تراها تحيض فرجعت إلى ما رواه المدنيون والله أعلم قال المانعون من كون دم الحامل دم حيض قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الإيماء قسمين حاملا وجعل عدتها وضع الحمل وحائلا فجعل عدتها حيبة فكانت الحيبة علما على براءة رحمها فلو كان الحيض يجامع الحمل لما كانت الحيبة علما على عدمه قالوا ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة أقراء ليكون دليلا على عدم حملها فلو جامع الحمل الحيض لم يكن دليلا على عدمه قالوا وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طلق ابنه امرأته وهي حائب مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ووجه الاستذلال بها أن طلاق الحامل ليس ببدعه في زمن الدم وغيره إجماعا فلو كان التحيض لكان طلاقها فيه وفي طهرها بعد المسيس بدعه عملا بعموم الخبر قالوا وروا مسلم في صحيحه من حديث بن عمرأ أيضا مره سليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وهذا يدل على أن ما تراه من الدم لا يكون حيضا فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق في وقت الطهر سواه سلو كان ما تراه من الدم حيضا لكان لها حالان حال طهر وحال حيض ولم يجز طلاقها في حال حيضها فإنه يكون بدعة قالوا وقد روى أحمد في مسنده من حديث رويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يسقي ماءه زرع غيره ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يتبين حملها فجعل وجود الحيض أعلم على براءة الرحم من الحبل قالوا وقد روى عن علين أنه قال إن الله رفع الحيض عن الحبل وجعل الدم مما تغيض الأرحام وقال ابن عباس رضي الله عنه إن الله رفع الحيض عن الحبل وجعل الدم رزقا للولد رواهما أبو حف ابن شاهين قالوا وروى الأثرم والدار قطني بإسنادهما عن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم فقالت الحامل لا تخيض وتغتسل وتسلي وقولها وتغتسل بطريق الندب لكونها مستحابة قالوا ولا يعرف عن غيرهم خلافهم لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت الحامل لا تسلي وهذا محمول على ما تراه قريبا من الولادة بليومين ونحوهما وأنه نفاس جمعا بين قوليها قالوا لأنه دم لا تنقضي به العدة فلم يكن حيضا كالاستحابة وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل ونحن نقول بذلك لكنه يقطع حيضها ويرفعه قالوا لأن الله سبحانه أجر العادة بالقلاب دم الطمس لبنا غذاء للولد فالخارج وقت الحمل يكون غيره فهو دم فساد قال المحيضون لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتها لا سيما في أول حملها وإنما النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده وقد كان حيضا قبل الحمل بالاتفاق فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي ما يرفعه بيقين قالوا الحكم إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه فالأول استصحاب لحكم الإجماع في محل النزاع والثاني استصحاب للحكم الثابت في المحل حتى يتحقق ما يرفعه والفرق بينهما ظاهر قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف وهذا أسود يعرف فكان حيضا قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إحدى كن إذا حابت لن تسم ولم تفلي وحيض المرأة خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعا وهذا كذلك لغة والأصل في الأسماء تقريرها لا تغيرها قالوا ولأن الدم الخارج من الفرج الذي ركب الشارع عليه الأحكام قسمان حيض واستحابة ولم يجعل لهما ثالثا وهذا ليس باستحابة فإن الاستحابة الدم المطبق والزائد على أكثر الحيض أو الخارج عن العادة وهذا ليس واحدا منهما فبطل أن يكون استحابة فهو حيض قالوا ولا يمكنكم إثبات قسم ثالث في هذا المحل وجعله دم فساد فإن هذا لا يثبت إلا بنس أو إجماع أو دليل يجب المصير إليه وهو منتفن قالوا وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحابة إلى عادتها وقال اجرسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فدل على أن عادة النساء معتبرة في وصف الدم وحكمه فإذا جرى دم الحامل على عادتها المعتابة ووقتها من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقال دلت عادتها على أنه حيب ووجب تحكيم عادتها وتقديمها على الفساد الخارج عن العبادة قالوا وأعلم الأمة بهذه المسألة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم من عائشة وقد صح عنها من رواية أهل المدينة أنها لا تسلي وقد شهد له الإمام أحمد بأنه أصح من الرواية الأخرى عنها ولذلك رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قول أحمد بن حنبل قالوا ولا تعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عن من ذكرتم من الصحابة ولو صحت فهي مسألة نزاع بين الصحابة ولا ذريل يفصل قالوا ولأن عدم مجامعة الحيض للحمل إنما يعلم بالحس أو بالشرع وكلاهما منتفل أما الأول فظاهر وأما الثاني فليس عن صاحب الشرع ما يدل على أنهما لا يجتمعان وأما قولكم إنه جعله دليلا على براءة الرحم من الحمل في العدة والاستبراء قلنا جعل دليلا ظاهرا أو قطعيا الأول صحيح والثاني باطل فإنه لو كان دليلا قطعيا لما تخلف عن مدلوله ولكانت أول المدة الحمل من حين انقطاع الحيض وهذا لم يقله أحد بل أول المدة من حين الوط ولو حابت بعده عدة حيض فلو وطئها ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين الوط ولأقل منها من حين انقطاع الحيض لحقه النسب اتفاقا فعلم أنه أمارة ظاهرة قد يتخلف عنها مدلولها تخلف المطر عن الغيم الرط وبهذا يخرج الجواب عن ما سللتم به من السنة فإن بها قائلون وإلى حكمها صائرون وهي الحكم بين المتنازعين والنبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين حامل فعدتها وضع حملها وحائل فعدتها الحيض ونحن قائلون بالموجب هذا غير منازعين فيه ولكن أين فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصوم معه وتسليه هذا أمر آخر لا تعرض للحديث به وهذا يقول القائلون بأن دم هذا محيط هذه العبارة بعينها ولا يعد هذا تناقضا ولا خللا في العبارة قالوا وهكذا قوله في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مره فليراجعها ثم يطلبها طاهرا قبل أن يمسها إنما فيه إباحة الطلاق إذا كانت حائلا بشرطين الطهر وعدم المسيس فأين في هذا التعرض لحكم الدم الذي تراه على حملها وطولكم إن الحامل لو كانت تحيض لكان طلاقها في زمن الدم بدعة وقد اتفق الناس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإراءة الدم قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أحوال المرأة التي يريد طلاقها إلى حال حمل وحال خلو عنه وذوز طلاق الحامل مطلقا من غير استثناء وأما غير ذات الحمل فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين وليس في هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فساد بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق وأن غيرها إنما تطلق طاهرا غير المصابة ولا يشترط لا يشترط في الحامل شيء من هذا بل تطلق عقيم الإصابة وتطلق وإن رأت الدم فكما لا يحرم طلاقها عقيم إصابتها لا يحرم حال حيضها وهذا الذي تقتضيه حكمة الشارع في وقت الطلاق إذن ومنعا سإن المرأة متستبان حملها كان المطلق على بصيرة من أمره ولم يعرض له من المدم ما يعرض لهن كلهن بعد الجماع ولا يشعر بحملها فليس ما منع منه نظير ما أذن فيه لا شرعا ولا واقعا ولا اعتبارا ولسيما من علل المنع من الطلاق في الحيض بتطويل العدة فهذا لا أثر له في الحامل قالوا وأما قولكم إنه لو كان حيضا لانقطعت به لانقطبت به العدة فهذا لا يلزم لأن الله سبحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل وعدة الحائل بالأقراء ولا يمكن انتضاء عدة الحامل بالأقراء لإخباء ذلك إلى أن يملكها الثاني ويتزوجها وهي حامل من غيره فيسطي ماءه زرع غيره قالوا وإذا كنتم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل وحملتم على ذلك حديث آئفة رضي الله عنها ولا يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس به فقد أعطيتم أن الحائض والحبل يجتمعان فبطل استدلالكم من رأسه لأما مداره على أن الحائض لا يجامع الحبل فإن قلتم نحن إنما جوزنا ورود الحمل على الحوض وكلامنا في عكسه وهو ورود الحيض على الحمل وبينهما فرق قيل إذا كانا متنافيين لا يجتمعان فأي فرق بين ورود هذا على هذا وعكسه وأما قولكم إن الله سبحانه أجر العادة من قلاب دم الطمث لبنا يتغذى به الولد ولهذا لا تحيض المرابع قلنا وهذا من أكبر حجتنا عليكم فإن هذا الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضع وهو زمن سلطان اللبن وارتضاع المغلود وقد أجر الله العادة بأن المرض على تحيض ومع هذا فلو رأت دمن في وقت عادتها لحكم له بحكم الحيض باتفاق فلأن يحكم له بحكم الحيض في الحال التي لم يستحكم فيها انقلابه ولا تغذى الطفل به أولى وأحرى قالوا وهب أن هذا كما تقولون فهذا إنما يكون عند اختياج الطفل إلى التغذية باللبن وهذا بعد أن ينفخ فيه الروح فأما قبل ذلك فإنه لا ينطلب لبنا لعدم حاجة الحمل إليه وأيضا فإنه لا يستحيل كله لبنا بل يستحيل بعضه ويخرج الباقي وهذا القول هو الراجح كما تراه نقلا ودليلا والله المستعان فإن قيل فهل تمنعون من الاستمتاع بالمستبراءة بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه الاستبراء قيل أما إذا كانت صغيرة لا يطع مثلها فهذه لا تحرم قبلتها ولا مباشرتها وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها أبو محمد المقدسي وشيخنا وغيرهنا فإنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض وإلا ثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل قال أبو محمد فظاهر هذا أنه لا يجب استبراءها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها بليل فإنه لا نص فيها ولا معنى نص فإن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتواهم هذا في هذا فوجب العمل بمقتضى الإباحة انتهى كلامه فصل وإن كانت ممن يوطأ مثلها فإن كانت بكرا وقلنا ما يجب استبراؤها فظاهر وإن قلنا يجب استبراؤها فقال أصحابنا تحرم قبلتها ومباشرتها وعندي أنه لا يحرم ولو قلنا بالوجوب استبرائها لأنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم دواعيه كما في حق السائم لا سيما وهم إنما حرموا تحريم مباشرتها لأنها قد تكون حاملة فيكون مستمتعا بأمة الغير هكذا عللوا تحريم المباشرة ثم قالوا ولهذا لا يحرم الاستمتاع للمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في إحدى الروايتين لأنها لا يتوحن فيها انفساخ الملك لأنه قد استقر بسبء فلم يبقى لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معنى وإن كانت ثيبة فقال أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم يحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء قالوا لأنه استبراء يحرم الوطء فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء كالعدة ولأنه لا يأمن كونها حاملة فتكون أم ولد والبيع باطل فيكون مستمتعا بأم ولد غيره قالوا ولهذا فارق وطء تحريم الحائد والصائم وقال الحسن البصري لا يحرم من المستبراءة إلا فرجها وله أن يستمتع منها بما شاء ما لم يطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن ما منع من الوطء قبل الاستبراء ولم يمنع مما دونه ولا يلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه كالحائد والصائمة وقد قيل إن ابن عمر قبل جاريته من السبي حين وقعت في سهمه قبل استبرائها ولمن نصر هذا القول أن يقول الفرق بين المشترات والمعتدة أن المعتدة قد صارت أجنبية منه فلا يحل وطءها ولا دواعيه بخلاف المملوكة فإن وطءها إن ما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه بماء غيره وهذا لا يوجب تحريم الدواعي فهي أشبه بالحائد والصائمة ونظير هذا أنه لو زنت امرأته أو جاريته حرم عليه وطءها قبل الاستبراء ولا يحرم دواعيه وكذلك المسبئة كما سيأتي وأكثر ما يتوهم كونها حاملا من سجيدها سينفسخ البيع فهذا بناء على تحريم بيع أمهات الأولاد على علاته ولا يلزم القائل به لأنه لما استمتع بها كانت ملكه ظاهرا وذلك يكفي في جواز الاستمتاع كما يخلو بها ويحدثها وينظر منه ما لا يباح من الأجنبية وما كان جوابكم عن هذه الأمور فهو الجواب عن القبلة والاستمتاع ولا يؤلم في جواز هذا نزاء فإن المشتري لا يمنع من قبض أمته وحوزها إلى بيته وإن كان وحده قبل الاستبراء ولا يجب عليها أن تستر وجهها منه ولا يحرم عليه النظر إليها والخلوة بها والأكل معها واستخدامها والانتفاع بمنافعها وإن لم يجز له ذلك في ملك الغير فصل وإن كانت مسبية ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان من الفكهاء وهما روايتان عن أحمد رحمه الله إخداهما أنها كغير المسبية فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج وهو ظاهر كلام خراقي لأنه قال ومن ملك أمة لن يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها والثانية لا يحرم وهو قول ابن عمر رضي الله عنه والفرق بينها وبين مملوكه بغير السبي أن المسبية لا يتوحم فيها تونها أم ولد بل هي مملوكة له على كل حام بخلاف غيرها كما تقدم والله أعلم فإن طيلا فهل يكون أول مدة الاستبراء من حين البيع أو من حين القبض قول فيه قولان وهما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله أحدهما من حين البيع لأن الملك ينتقل به والثاني من حين القبض لأن القصد معرفة براءة رحمها من ماء البائع وغيره ولا يحصل ذلك مع كونها في يده وهذا على أصل الشافعي وأحمد أما على أصل مالك فيكفي عنده الاستبراء قبل البيع في المواضع التي تقدمت فإن قيل فإن كان في البيع خيار فمتى يكون ابتداء مدة الاستبراء قيل هذا ينبني على الخلاف في انتقال الملك في مدة الخيار فمن قال ينتقل فابتداء المدة عنده من حين البيع ومن قال لا ينتقل فابتداؤها عنده من حين انتطاع الخيار فإن قيل فما تقولون لو كان الخيار خيار عيب قيل ابتداء المدة من حين البيع قولا واحدا لأن خيار العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف والله أعلم فصل خلطيل قد ظلت السنة على استبراء الحامل بوضع الحمل وعلى استبراء الحائل بحيبة فكيف سكتت عن استبراء الآيسة والتي لم تحب ولم تسكت عنهما في العدة قيل لم تسكت عنهما بالحمد الله بل بيّنتهما بطريق الإيماء والتنبيه فإن الله سبحانه جعل عدة الحرة ثلاثة قرؤ ثم جعل عدة الآيسة والتي لم تحب ثلاثة أشهر فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة كل قرء شهرا ولهذا أجرى سبحانه عادته المعالبة في إيماءه أن المرأة تحيض في كل شهر حيبة وبيّنت السنة أن استبراء الآمة والحائد بحيبة فيكون الشهر قائما مقام الحيبة وهذا إحدى الروايات عن أحمد وأحد قولي الشافعي وعن أحمد رواية ثانية أنها تستبرأ بثلاثة أشهر وهي المشهولة عنه وهو أحد قولي الشافعي ووجه هذا القول محتج به أحمد في رواية أحمد بن قيث فإنه قال قلت لأبي عبد الله كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيبة وإنما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كل حيبة شهرا فقال أحمد إنما قلنا ثلاثة أشهر من أجل الحمل فإنه لا يتبين في أقل من ذلك فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر فيعجبه ذلك ثم قال ألا تسمع قول ابن مسعود إن النبفة تكون أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صارت بعدها مضغة وهي لحم فيتبين حينئذ قال ابن القاسم قال لي هذا معروف عند النساء فأما شهر فلا معنى فيه انتهى كلامه وعنه رواية ثالثة أنها تستبرأ لشهر ونصف فإنه قال في رواية حنبل قال عطاء إن كانت لا تحيد فخمسة وأربعون ليلة قال حنبل قال عمي لذلك أظهر لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك انتهى كلامه ووجه هذا القول أنها لو طلقت وهي آيسة اعتدت بشهر ونصف في رواية فلا أن تستبرأ الأمة بهذا القدر أو لا وعن أحمد رواية الرابعة أنها تستبرأ بشهرين حكاها القاضي عنه واستشكرها كثير من أصحابه حتى قال صاحب المغني ولم أرى لذلك وجها قال ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراؤ ذات القروء بقرأين ولم نعلم به قائلا ووجه هذه الرواية أنها اعتبرت بالمطلقة ولو طلقت وهي آيسة لكانت عدتها شهرين هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله واحتج فيه بقول عمر رضي الله عنه وهو الثواب لأن الأشهر قائمة مقام القروء وعدة ذات القروء قرآن فبدالهما شهران وإنما صرنا إلى استبراء ذات القرأ بحيبة لأنها علم ظاهر على براءته من الحمل ولا يحصل ذلك بشهر واحد فلابد من مدة تظهر فيها براءتها وهي إما شهران أو ثلاثة فكانت الشهران أولى لأنها جعلت علما على البراءة في حق المتلقة كفي حق المستبراءة أولى فهذا وجه هذه الرواية وبعد فالراجح من الدلول الاتفاء بشهر واحد وهو الذي ظل عليه إيماء النص وتنبيهه وفي جعل مدة استبرائها فرافة أشهر تسوية بينها وبين الحرة وجعل هذه شهرين تسوية بينها وبين المتلقة فكان أولى المدد بها شهرا فإنه البدل التان والشارع قد اعتبر نظير هذا البدل في نظير الأمة وهي الحرة واعتبره السحابة في الأمة المتلقة فصح عن عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه قال عدتها حيضة ثان فإن لم تكن تحييب فشهران احتج به أحمد رحمه الله وقد نص أحمد رحمه الله في أشهر الروايات عنه على أنها إذا ارتسع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بعشرة أشهر تسعة للحمل وشهر مكان الحيضة وعنه رواية ثانية تعتقد بسنة هذه طريقة الشيخ أبي محمد قال وأحمدها هنا جعل مكان الحيضة شهرا لأن بطاعة تكرارها في الآيسة لتعلم براءتها من الحمل وقد عمم براءتها منها هنا بمضي غالب مدته فجعل الشهر مكان الحيضة على وفق القياس وهذا هو الذي ذكره الخرقي مفرقا بين الآيسة وبين من ارتفع حيضها فقال فإن كانت آيسة فبثلاثة أشهر وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أسهر للحمل وشهر مكان الحيضة وأما الشيخ أبي البركات فجعل الخلاف في الذي ارتفع حيضها كالخلاف في الآيسة وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدة الحمل تسوية بينها وبين الآيسة فقال في محرره والآيسة والصغيرة لمضي شهر وعنه لمضي ثلاثة أشهر وعنه شهرين وعنه شهر ونصف وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبذلك بعد تسعة أشهر انتهى الشريط التاسع والخمسون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الستين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الستون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وهو مسجل في السديوهات الأمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة المعارف على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد وطريقة الخراقي والشيخ أبي محمد أصح وهو الذي اخترناه من الافتفاء بشهر وهو الذي مال إليه الشيخ في المغني فإنه قال ووجه استبرائها بشهر أن الله جعل الشهر مكان الحيضة ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات فكانت عدة الحرة الآيسة ثلاثة أشهر مكان الثلاثة قرؤ وعدة الأمة شهرين مكان القرأين وللأمة المستبرأة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر تسعة للحمل وشهر مكان الحيضة فيجب أن يكون مكان الحيضة هنا شهر كما في حق من ارتفع حيضها قال فإن قيل فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص تسعة أشهر قلنا وها هنا ما يدل على البراءة وهو الإياس فاستوي ذكر أحكامه صلى الله عليه وسلم في البيوع وحكمه صلى الله عليه وسلم فيما يحرم بيعه ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شهوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها النفس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شخومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه وفيهما أيضا عن ابن عباس قال بلغ عمر رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشخوم فجملوها فباعوها فهذا من مسند عمر رضي الله عنه وقد رواه البيهقي والحاكم في مستدركه فجعلاه من مسند ابن عباس وفيه زيادة ولفظه عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني حرام فرفع بصره إلى السماء فتبسم فقال لعن الله اليهود لعن الله اليهود لعن الله اليهود إن الله عز وجل حرم عليهم الشخوم فباعوها وأكلوا أثمانها إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه وإسناده صحيح فإن البيهقي رواه عن ابن عبدان عن الصفار عن إسماعيل القاضي حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون قوله إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس مشارب تفسد العقول ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثة وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفترة والشرك فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدها وبالثاني القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها والغاذ شبيه بالمغتذي وبالثالث الأديان عما وضع لإرسادها فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان ولكن الشأن في معرفة خدود كلامه صدوات الله عليه وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه لتستبين عموم كلماته وجمعها وتناولها لجميع الأنواع التي شملها عموم كلماته وتأويلها بجميع الأنواع التي شملها عموم لفظه ومعناه وهذه خاصية الفهم عن الله ورسوله التي تفاوت فيه العلماء ويؤتيه الله من يشاء فأما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر مائعا كانا أو جامدا عصيرا أو مطبوخا فيدخل فيه عصير العنب وخمر الزبيب والتمر والذرة والشعير والعسل والحنطة واللقمة الملعونة لقمة الفسق والقلب التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث الأماكن فإن هذا كله خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه إذ صح عنه قوله كل مسكر خمر وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلموا الأمة بخطابه ومراده أن الخمر ما خامر العقل فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمر كدخول جميع أنواع الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب تحت قوله لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل فكما لا يجوز إخراج صنف من هذه الأصناف عن تناول اسمه له فهكذا لا يجوز إخراج صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمر فإنه يتضمن محذورين أحدهما أن يخرج من كلامه ما قصد دخوله فيه والثاني أن يشرع لذلك النوع الذي أخرج حكم غير حكمه فيكون تغييرا لألفاظ الشارع ومعانيه فإنه إذا سمى ذلك النوع بغير الاسم الذي سماه به الشارع أزال عنه حكم ذلك المسمى وأعطاه حكما آخر ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته من يبتلى بهذا كما قال لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها قضى قضية كلية عامة لا يتطرق إليها إجمال ولا احتمال بل هي شافية كافية فقال كل مسكر خمر هذا ولو أن أبا عبيدة والخليل وأضرابهما من آئمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذا لقالوا قد نصى أمة اللغة على أن كل مسكر خمر وقولهم حجة وسيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر هديه في الأطعمة والأشربة مزيد تقرير لهذا وأنه لو لم يتناوله لفظه لكان القياس الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجه حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر في تحريم البيع والشرب فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه فصل وأما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة سواء ما تحتف أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حلة ويدخل فيه أبعاضها أيضا ولهذا استشكل الصحابة رضي الله عنهم تحريم بيع الشحم مع ما لهم فيه من المنفعة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة وهذا موضع اختلف الناس فيه لاختلافهم في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وهو أن قوله لا هو حرام هل هو عائد إلى البيع أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها فقال شيخنا هو راجع إلى البيع فإنه صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة قالوا إن في شخومها من المنافع كذا وكذا يعنيون فهل ذلك مسوغ لبيعها فقال لا هو حرام قلت كأنهم طلبوا تخصيص الشحوم من جملة الميتة للزواز كما طلب العباس رضي الله عنه تخصيص الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم بالجواز فلم يجبهم إلى ذلك فقال لا هو حرام وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم التحريم عائد إلى الأفعال المسؤول عنها وقال هو حرام ولم يقل هي لأنه أراد المذكور جميعه ويرجع قولهم عود الضمير إلى أقرب مذكور ويرجحه من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها ويرجحه أيضا أن في بعض ألفاظ الحديث فقال لا هي حرام وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم وإما إلى هذه الأفعال وعلى التقديرين فهو حجة على تحريم الأفعال التي سألوا عنها ويرجحه أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الفأرة التي وقعت في السم إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه وإن كان مائعا فلا تقربوه وفي الانتفاع به في الاستصباح وغيره قربان له ومن الرجح الأول يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما حرم من الميتة أكلها وهذا صريح في أنه لا يحرم الانتفاع بها في غير الأكل كالوقيد وسد البثوق ونحوهما قالوا والخبيث إنما تحرم ملابسته باطنا وظاهرا كالأكل واللبس وأما الانتفاع به من غير ملابسة فلأي شيء يحرم قالوا ومن تأمل سياق حديث جابر علم أن السؤال إنما كان منهم عن البيع وأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشخوم لما فيها من المنافع فأبى عليهم وقال هو حرام فإنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال لقالوا أرأيت الشخوم الميتة هل يجوز أن يستصبح بها الناس وتدهن بها الجلود ولم يقولوا فإنه يفعل بها كذا وكذا فإن هذا إخبار منهم لا سؤال وهم لم يخبروه بذلك عقيبة حريم هذه الأفعال عليه ليكون قوله لا هو حرام صريحا في تحريمها وإنما أخبروه به عقيبة حريم بيع الميتة فكأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشخوم لهذه المنافع التي ذكروها فلم يفعل ونهاية الأمر أن الحديث يحتمل الأمرين فلا يحرم ما لم يعلم أن الله ورسوله حرمه قالوا وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار ثمود وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا منه من تلك الآبار للبهائم قالوا ومعلوم أن إيقاد النجاسة والاستصباح بها انتفاع خال عن هذه المفسدة وعن ملابستها باطنا وظاهرا فهو نفع نحض لا مفسدة فيه وما كان هكذا فالشريعة لا تحرمه فإن الشريعة إنما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة وطرقها وأسبابها أن وصلت إليها قالوا وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباح بشخوم الميتة إذا خالطت دهن طاهرا فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباح بالزيت النجس وطلي السفن به وهو اختيار طائفة من أصحابه منهم الشيخ أبو محمد وغيره واحتج بأن ابن عمر أمر أن يستصبح به وقال في رواية ابنه صالح وعبد الله لا يعجبني بيع النجس ويستصبح به إذا لم يمسوه لأنه نجس وهذا يعوم النجس والمتنجس ولو قدر أنه إنما أراد به المتنجس فهو صريح في القول بجوازر استصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو غيرها وهذا مذهب الشافعي وأي فرق بين الاستصباح بشحم ميتة إذا كان منفردا وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه فإن قيل إذا كان مفردا فهو نجس العين وإذا خالطه غيره تنجس به فأنكم تطهيره بالغسل فصار كالثوب النجس ولهذا يجوز بيع الدهن المتنجس على أحد القولين دون دهن الميتة قيل لا ريب أن هذا هو الفرق الذي عول عليه المفرقون بينهما ولكنه ضعيف لوجهين أحدهما أنه لا يعرف عن الإمام أحمد ولا عن الشافعي البته غسل الدهن المجس وليس عنهم في ذلك كلمة واحدة وإنما ذلك من فتوى بعض المنتسبين وقد روي عن مالك أنه يطهر من غسل هذه رواية ابن نافع وابن القرثم عنه الثاني أن هذا الفرق وإن تأتى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهما فلا يتأتى لهم في جميع الأدهان فإن منها ما لا يمكن غسله وأحمد والشافعي قد أطلق القول بجواز الاستصباح بالدهن المجس من غير تفريق وأيضا فإن هذا الفرق لا يفيد في دفع كونه مستعملا للخبيث والمجاسة سواء كانت عينية أو طارئة فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال الخبيث فلا فرق وإن حرم لأجل دخان النجاسة فلا فرق وإن حرم لكون الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه فلا فرق فالفرق بين المذهبين في جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له وأيضا فقد جوز جمهور العلماء الانتفاعا بالسرقين النجس في عمارة الأرض للزرع والثمر والبقل مع نجاسة عينه وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة الموقد وظهور أثره في البقول والزروع والثمر فوق ظهور أثر الوقيد وإحالة النار أتم من إحالة الأرض والهواء والشمس للسرقين فإن كان التحريم لأجل دخان النجاسة فمن سلم أن دخان النجاسة نجس وبأي كتاب أن بأية سنة ثبت ذلك وانقلاب النجاسة إلى الدخان أتم من انقلاب عين السرقين والماء النجس ثمرا أو زرعا وهذا أمر لا يشك فيه بل معلوم بالحس والمشاهدة حتى جوز بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله بيعه فقال ابن الماجشون لا بأس ببيع العائرة لأن ذلك من منافع الناس وقال ابن القاسم لا بأس ببيع الزبل قال اللخمي وهذا يدل من طوله على أنه يرى بيع العائرة وقال أشهب في الزبل المشتري أعذر فيه من البائع يعني في اشترائه وقال ابن عبد الحكم لم يعذر الله واحدا منهما وهما سيان في إثم قلت وهذا هو الصواب وأن بيع ذلك حرام وإنجاز الانتفاع به والمقصود أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله منها كالوقيد وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالزيث النجس في غير المساجد وعلى جواز عمل الصابون منه وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينهما فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع فصل ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع أجزائها التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت كاللحم والشحم والعصب وأن الشعر والوبر والصوف فلا يدخل في ذلك لأنه ليس بميتة ولا تحله الحياة وكذلك قال جمهور أهل العلم إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر هذا مذهب مالك واب حنيفة وأحمد بن حنبل والليف والأوزاعي والثوري وداود وابن المنذر والمزني ومن التابعين الحسن وابن سيرين وأصحاب عبد الله بن مسعود وانفرد الشافعي بالقول بنجاستها واحتج له بأن اسم الميتة يتناولها كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنظر أما الأثر ففي الكامل لابن علي من حديث ابن عمر يرفعه ادفن الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة وأما النظر فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه فينجس بالموت كسائر أعضائه وبأنه شعر نابت في محل نجس فكان نجسا كشعر الخنزير وهذا لأن ارتباطه بأصله خلقه يقتضي أن يثبت له حكمه تبعا فإنه محسوب منه عرفا والشارع أجرى الأحكام فيه على وفق ذلك فأوجب غسله في الطهارة وأوجب الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاء وألحقه بالمرأة في النكاح والطلاق حلا وحرمة وكذلك هنا وبأن الشارع لو تشوف إلى إصلاح الأموال وحفظها وصيانتها وعدم إضاعتها وقد قال لهم في شات ميمونة هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ولو كان الشعر طاهرة لكان إرشادهم إلى أخذه أولى لأنه أقل خلفة وأسهل تناولها قال المطحرون للشعور قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وهذا يعم أحياءها وأمواتها وفي مزند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشات لميمونة ميتة فقال ألا انتفعتم بإهابها قالوا وكيف وهي ميتة قال إنما حرم لحمها وهذا ظاهر جدا في إباحة ما سوى اللحم والشحم والكبد والطحال والإيه كلها داخل في اللحم كما دخلت في تحريم لحم الخنزير ولا ينتقد هذا بالعظم والقرن والظفر والحافر فإن الصحيحة طهارة ذلك كما سنقدره عقيب هذه المسألة قالوا ولأنه لو أخذ حال الحياة لكان طاهرا فلم ينجس بالموت كالبيب وأكسه الأعضاء قالوا ولأنه لما لم ينجس بجزه في حال حياة الحيوان بالإجماع دل على أنه ليس جزءا من الحيوان وأنه لا روح فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو ميت ما أبين من حي فهو ميت رواه أهل السنن ولأنه لا يتألم بأخذه ولا يحس بمسه وذلك دليل عدم الحياة فيه وأن رم النماء فلا يدل على الحياة والحيوانية التي يتنجس الحيوان بمفارقتها فإن مجرد النماء لو ذل على الحياة ونجس المحل بمفارقتها له الحياة لتنجس الزرع بيبسه لمفارقة حياة النمو والاغتذاء له قالوا فالحياة نوعان حياة حس وحركة وحياة نمو واغتذاء فالأولى هي التي يؤثر فقدها في طهرة الحي دون الثانية قالوا واللحم إنما ينجس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه والشعور والأصواف بريئة من ذلك ولا ينتقد بالعظام والأظفار لما سنذكره قالوا والأصل في الأعيان الطهارة وإنما يطرأ عليها التنجيس باستحالتها كالرجيع المستحيل عن الغذاء وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباهها والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة ثم لم يعرض لها ما يوجب نجاستها بخلاف أعضاء الحيوان فإنها عرض لها ما يقتضي نجاستها وهو احتقان الفضلات الخبيثة قالوا أما حديث عبد الله بن عمر ففي إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد قال أبو حاتم الرازي أحاديثه منكره ليس محله عند الصدق وقال علي بن حسين بن جنيد لا يساوي فلسا يحدث بأحاديث كذب وأما حديث الشاد الميتة وقوله ألا انتفعتم بإهابها ولم يتعرض للشعر فعنه ثلاثة أجوبة أحدها أنه أطلق الانتفاع بالإهاب ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر مع أنه لابد فيه من شعر وهو صلى الله عليه وسلم لن يقيب الإهاب المنتفع به لوجه دون وجه فدل على أن الانتفاع به فروا وغيره مما لا يخلو من الشعر والثاني أنه صلى الله عليه وسلم قد أرشدهم إلى انتفاع بالشعر في الحديث نفسه حيث يقول إنما حرم من الميتة أكلها أو لحمها والثالث أن الشعر ليس من الميتة ليتعرض له في الحديث لأنه لا يحله الموت وتعليلهم بالتبعية يبطل بجلد الميتة إذا دبغ وعليه شعر فإنه يطهر دون الشعر عندهم وتمسكهم برسله في الطهارة يبطل بالجبيرة وتمسكهم بضمانه من الصيد يبطل بالبيض وبالحمل وأما في المكاح فإنه يتبع الجملة لاتصاله وزوال الجملة لانفصاله عنها وهنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها في التنجس لم يفارقها فيه عندهم فعلم الفرق فصل فإن قيل فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك قيل الذي يحرم بيعه منها هو الذي يحرم أكله واستعماله كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه وفي اللفظ الآخر إذا حرم أكل شيئا حرم ثمنه فنبه على أن الذي يحرم بيعه يحرم أكله وأن الجند إذا دبغ فقد صار عينا طاهرة ينتفع به في اللبس والفرش وسائل وجوه الاستعمال فلا يمتنع جواز بيعه وقد نص الشافعي في كتابه القديم على أنه لا يجوز بيعه واختلث أصحابه فقال القفال لا يتجم هذا إلا بتقدير قولي وافق مالكا في أنه يدهر ظاهره دون باطنه وقال بعضهم لا يجوز بيعه وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد فإنه جزء من الميتة حقيقة فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها وقال بعضهم بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كالمذكى وقال بعضهم بل هذا ينبني على أن الدبغة إزالة أو إحالة فإن قلنا إحالة جاز بيعه لأنه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين أخرى وإن قلنا إزالة لم يجوز بيعه لأن وصف الميتة هو المحرم لبيعه وذلك باق لم يستحل وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله ولهم فيه ثلاثة أوجه أكله مطلقة وتحريمه مطلقة والتفصيل بين جلد المأكول وغير المأكول فأصحاب الوجه الأول غلبوا حكم الإحالة وأصحاب الوجه الثاني غلبوا حكم الإزالة وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدبغة مجرى الذكاه فأباحوا بها ما يباح أكله بالذكاه إذا ذكي دون غيره والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة ولهذا لم يمكن قائله القول به إلا بعد منعه كون الجلد بعد الدبغ ميته وهذا منع باطل فإنه جلد ميته حقيقة وحسا وحكما ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميته وكون الدبغ إحالة باطل حسا فإن الجلد لم يستحل ذاته وأجزاؤه وحقيقته بالدباغ فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى كما تحيل النار الحطب إلى الرماد والملاحة ما يلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى باطلة وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي المدونة لابن القاسم المنع من بيعها وإن دبغت وهو الذي ذكره صاحب التهذيب وقال المازري هذا هو مقتضى القول بأنها لا تطهر بالدباغ قال وأما إذا فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملة فإنا نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها قلت عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان إحدهما يطهر ظاهره وباطنه وبها قال وهب وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه والثانية وهي أشهر الروايتين عنه أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعماله في اليابسات وفي الماء وحده دون سائر المائعات قال أصحابه وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعه ولا الصلاة فيه ولا الصلاة عليه وأما مذهب الإمام أحمد فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميثة قبل دبغه وعنه في جوازه بعد الدبغ روايتان هكذا أطلقهما الأصحاب وهما عند مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ وأما بيع الدهن النجس ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه أحدها أنه لا يجوز بيعه والثاني أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته وهو المنصوص عنه قلت والمراد بعلم النجاسة العلم بالسبب المنجس لا تقال الكافر مجاسته والثالث يجوز بيعه لكافر ومسلم وخرج هذا الوجه من جواز إيقابه وخرج أيضا من طهارته بالغسل فيكون كالثوب النجس وخرج بعض أصحابه وجها ببيع السرقين النجس الوقيد من بيع الزيت النجس له وهو تخريج صحيح وأما أصحاب أبي حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعا لغيره ومنعوه إذا كان مفردا فصل وأما عظمها فمن لم ينجسه للموت كأبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد واختيار ابن وهب من أصحاب مالك فيجوز بيعه عندهم وإن اختلف مأخذ الطهارة فأصحاب أبي حنيفة قالوا لا يدخل في الميتة ولا يتناوله سورا ومنعوا كون الألم بليل حياته قالوا وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا ذات العظم وحملوا قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم على حذف مضاف أي أصحابها وغيره الضعف هذا المأخذ جدا وقال العظم يؤلم حسا وألمه أشد من ألم اللحم ولا يصح حمل الآية على حذف مضاف لوجهين أحدهما أنه تقدير ما لا دليل عليه فلا سبيل إليه الثاني أن هذا التقدير يستلزم الإضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة العظام فإن أبي بن خلف أخذ عظما باليا ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففته في يده فقال يا محمد أترى الله تحيي هذا بعد ما روم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هو يبعثك ويدخبك النار فما أخذ الطهارة أن ثابة نجيس الميتة منتفن في العظام فلن يحكم بنجاستها ولا يسح طياسها على اللحم لأن احتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة يختص به دون العظام كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت وهو حيوان كامل لعدم سيب التنجيس فيه فالعظم أولى وهذا المأخذ أصح وأقوى من الأول وعلى هذا فيجوز بيع عظام الميتة إذا كانت من حيوان طهر العين وأما من رأى نجاستها فإنه لا يجوز بيعها إذ نجاستها عينية قال ابن القاسم قال مالك لا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا تباع ولا أنياب الفيل ولا يتجر فيها ولا يمتشط بأمشاطها ولا يدذن بمداهنها وكيف يجعل الدهن في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة وهي مبلولة وكره أن يطبح بعظام الميتة وأجاز مطرف وابن الماجشون بيع نياب الفيل مطلقة وأجازه ابن وهب وأصبغ إن غلية وسرقت وجعل ذلك دباغا له فصل وأما تحريم بيع الخنزير فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم فذكر اللحم تنبيبا على تحريم أكله دون ما قبله بخلاف الصيد فإنه لم يقل فيه وحرم عليكم لحم الصيد بل حرم نفس الصيد ليتناول ذلك أكله وقتله وها هنا لما حرم البيع ذكر جملته ولم يخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حيا وميتا فصل وأن تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت ومن أي نوع كانت صنما أو وثنا أو صليبا وكذلك الكتب المجتملة على الشرك وعبادة غير الله فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر ذكرها لخفة أمرها ولكنه تدرج من الأسهل إلى ما هو أغلب منه فإن الخمر أحسن حالا من الميتة فإنها قد تصير مالا محترما إذا قلبها الله سبحانه ابتداء خلا أو قلبها الآدمي بصنعته عند طائفة من العلماء وتضمن إذا أتلفت على الذنين عند طائفة بخلاف الميتة وإنما لن يجعل الله في أكل الميتة حدا ابتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع من كراهتها والنفرة عنها وإبعادها عنها بخلاف الخمر والخنزير أشد تحريما من الميتة ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أنه ردس في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ردس أو فسقا فالضمير في قوله فإنه وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه أحدها قربه منه والثاني تذكيره دون قوله فإنها ردس والثالث أنه أتى بالفاء وإنه تنبيها على علة التحريم لتزجر النفوس عنه ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه واستطابته فنفى عنه ذلك وأخبر أنه ردس وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم لأن كونهما ردسا أمر مستقر معلوم عندهم ولهذا في القرآن نظائر فتأملها ثم ذكر بعد تحريم بيع الأصنام وهو أعظم تحريما وإثما وأشد منافاتا للإسلام من بيع الخمر والميزة والخنزير فصل وفي قوله إن الله إذا حرم شيئا أو حرم أكل شيء حرم ثمنه يراد به أمران أحدهما ما هو حرام العين والانتفاع جملة كالخمر والميتة والدم والخنزير وآلات الشرك فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت والثاني ما يباح الانتفاع به في غير الأكل وإنما يحرم أكله كجلد الميتة بعد الدباغ وكالحمر الأهلية والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع به فهذا قد يقال إنه لا يدخل في الحديث وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق وقد يقال إنه داخل فيه ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي حرمت منه فإذا بيع البغل والحمار لأكلهما حرم ثمنهما بخلاف ما إذا بيع للركوب وغيره وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به حل ثمنه وإذا بيع لأكله حرم ثمنه وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء كأحمد ومالك وأتباعهما إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنه بخلاف إذا بيع لمن يأكله وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مسلما حرم أكل ثمنه وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله فثمنه من الطيبات وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت لمن يلبسها من من يحرم عليه حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها من من يحل له لبسها فإن قيل فهل تجوزون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمي؟ لاعتقاد الذمي حلهما كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بيّن حاله لاعتقاده طهارته وحله إذا لا يجوز ذلك وثمنه حرام والفرق بينهما أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطها نجاسة ويسوغ فيه النزاع وقد ذهب الطائفة من العلماء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير وإن تغير فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل بخلاف العين التي حرمها الله في كل ملة وعلى لسان كل رسول كالميتة والدم والخنزير فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه وإن اعتقد الكافر حله فهو كبيع الأصنام للمشركين وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله بعينه وإلا فالمسلم لا يشتري صنما فإن قيل فالخمر حلال عند أهل الكتاب فجوزوا بيعها منهم قيل هذا هو الذي توحمه من توحمه من عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى كتب إليهم عمر رضي الله عنه ينهاهم عنه وأمر عماله أن يولوا أهل الكتاب بيعها بأنفسهم وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانها فقال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير فقام بلال فقال إنهم لا يفعلون فقال عمر رضي الله عنه لا تفعلوا ولوهم بيعها قال أبو عبيد وحدثنا الأنصاري عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر رضي الله عنه إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوا منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن قال أبو عبيد يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية رؤوسهم وخراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين قال ومما يبين ذلك حديث آخر لعمر رضي الله عنه حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمر عن ليث بن أبي سليم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم قال أبو عبيد فهو لم يجعلها قصاصا من الجزية إلا وهو يراها من أموالهم فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشر فإنه لا يطيب له أن يعشرها ولا يأخذ ثمن العشر منها وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضا وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبهه لأن ذلك حق وجب على رقابهم وعرضيهم وأن العشرها هنا إنما هو شيء يضع على الخمر والخنازير أنفسها وكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في ذاك وكذلك قال عمر بن عبد العزيز حدثنا أبو الأسود المصري حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمر فكتب إليه عمر رضي الله عنه بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين وأخبر بذلك الناس وقال والله لستعملتك على شيء بعدها قال فتركه حدثنا عبد الرحمن عن المثنى بن سعيد الضبعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه أن ابعث إلي بتفصيل الأموال التي قبلك من أين دخلت فكتب إليه بذلك وصنفه له وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم قال فلبثنا ما شاء الله ثم جاء جواب كتابه إنك كتبت إلي تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم وإن الخمر لا يعشرها مسلم ولا يشتريها ولا يبيعها فإذا أتك كتابي هذا فاطلب الرجل فارددها إليه فهو أولى بما كان فيها فطلب الرجل فردت إليه قال أبو عبيد فهذا عند الذي عليه العمل وإن كان إبراهيم النخاعي قد قال غير ذلك ثم ذكر عنه في الذنب يمر بالخمر على العاشر قال يضاعف عليه العشور قال أبو عبيد وكان أبو حنيفة يقول إذا مر على العاشر بالخمر والخنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير سمعت محمد بن الحسن يحدث بذلك عنه قال أبو عبيد وقول الخليفتين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أولى بالاتباع والله أعلم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن الكلب والسنور في الصحيحين عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي سنن أبي داود عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور وفي صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام فتضمنت هذه السنن أربعة أمور أحدها تحريم بيع الكلب وذلك يتناول كل كلب صغيرا كان أو كبيرا للصيد أو للماشية أو للحرث وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة والنزاع في ذلك معروف عن أصحاب مالك وأبي حنيفة فجوز أصحاب أبي حنيفة بيع الكلاب وأكل أثمانها وقال القاضي عبدالوحاب اختلف أصحابنا في بيعي ما أذن في اتخاذه من الكلاب فمنهم من قال يكره ومنهم من قال يحرم انتهى وعقد بعضهم فصلا لما يصح بيعه وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب فقال ما كانت منافعه كلها محرمة لم يجوز بيعه إذ لا فرق بين المعدوم حسا والممنوع شرعا وما تنوعت منافعه إلى محللة ومحرمة فإن كان المقصود من العين خاصة كان الاعتبار بها والحكم تابع لها فاعتبر نوعها وصار الآخر كالمعدوم وإن توزعت في النوعين لم يصح البيع لأن ما يقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل وما سواه بقية الثمن يصير مجهولا قالوا على هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيد فإذا بني الخلاف فيها على هذا الأصل قيل في الكلب من المنافع كذا وكذا وعددت جملة منافعه ثم نظر فيها فمن رأى أن جملتها محرمة منعا ومن رأى جميعها محللة أجازا ومن رآها متنوعة نظرا هل المقصود المحلل أو المحرم فاجعل الحكم للمقصود ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة منع أيضا ومن التبس عليه كونها مقصودة وقف أو كره فتأمل هذا التأصيل والتفصيل وطابق بينهما يظهر لك ما فيهما من التناقض والخلل وأن بناء بيع كلب الصيد على هذا الأصل من أفسد البناء فإن قوله من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد تعديدها لم يجز بيعه فإن هذا لم يقله أحد من الناس قط وقد اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من الاستياد والحراسة وهما جل منافعه ولا يقتنى إلا لذلك فمن الذي رأى منافعه كلها محرمة ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية فإن إعارته جائزة الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن الكلب والسنور وقوله من رأى جميعها محللة أجازا كلام فاسد أيضا فإن منافعه المذكورة محللة اتفاقا والجمهور على عدم جواز بيعه وقوله من رأاه متنوعة نظرا هل المقصود المحلل أو المحرم كلام لا فائدة تحته البتة فإن منفعة كلب الصيد هي الاستياد دون الحراسة فإن التنوع وما يقدر في المنافع من التحريم يقدر مثله في الحمال والبغل والقوله من رأى منفعة واحية محرمة وهي مقصودة منع أظهر فسادا مما قبله فإن هذه المنفعة المحرمة ليست هي المقصودة من كلب الصيد وإن قدر أن مشتريه قصدها فهو كما لو قصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه وتبين فساد هذا التأصيل وأن الأصل الصحيح هو الذي ذل عليه النس الصريح الذي لا معارض له ألبته من تحريم بيعه فإن طيل كلب الصيد مستثنى من النوع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ما رواه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد وقال النسائي أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد وقال قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا المثنى بن الصباح عن أطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب سحت إلا كلب صيد وقال ابن وهب عن من أخبره عن ابن شهاب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن سحت حلوان الكاهن ومهر الزانية وثمن الكلب العقور وقال ابن وهب حدثني الشمر ابن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب العقور ويدل على صحة هذا الاستثناء أيضا أن جابرا أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب وقد رخص جابر نفسه في ثمن كلب الصيد وقول الصحابي صالح لتخصيص عموم الحديث عند من جعله حجه فكيف إذا كان معه النص باستثنائه والقياس وأيضا لأنه يباح الانتفاع به ويصح نقل اليد فيه بالميراث والوصية والهبة وتجوز إعارته وإجارته في أحد قولي العلماء وهما وجهان للشافعية فجأز بيعه كالبغل والحمار فالجواب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد بوجه أما حديث جابر رضي الله عنه فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه هذا من الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف وقال الدار قطني الصواب أنه موقوف على جابر وقال الترمذي لا يصح إسناد هذا الحديث وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا لا يصح أبو المهزم ضعيف يريد راويه عنه وقال البيهقي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب جماعة منه ابن عباس وجابر ابن عبد الله وأبو هريرة ورافع ابن خليج وأبو جحيفة اللفظ مختلف والمعنى واحد والحديث الذي روي في استثناء كلب الصيد لا يصح وكأن من رواه أراد حديث النهي عن اقتنائه فشبه عليه والله أعلم وأما حديث حمد ابن سلمة عن أبي الزبير فهو الذي ضعافه الإمام أحمد رحمه الله بالحسن ابن أبي جعفر وكأنه لم يقع له طريق حجاج ابن محمد وهو الذي قال فيه الدار قطني الصواب أنه موقوف وقد أعله ابن حزم بأن أبو الزبير لم يصرح فيه بالسماع من جابر وهو مدلس وليس من رواية الليث عنه وأعله البيهرقي بأن أحد رواته وهم من استثنى كلب الصيد مما نهي عن اقتنائه من الكلاب فنقله إلى البيع قلت ومما يدل على بطلان حديث جابر هذا وأنه خلط عليه أنه صح عنه أنه قال أربع من السحت ضراب الفحل وثمن الكلب ومنهر البغي وكسب الحجام وهذا علة أيضا للموقوف عليه من استثناء كلب الصيد فهو علة للموقوف والمرفوع وأما حديث المثنى بن الصباح عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فباطل لأن فيه يحيى ابن أيوب وقد شهد مالك عليه بالكذب وجرحه الإمام أحمد وفيه المثنى بن الصباح وضعافه عندهم وهو مشهور في الضعف يدل عليه ما رضاه النسائي حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أسباط حدثنا الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال قال أبو هريرة رضي الله عنه أربع من السحت ضراب الفحل وثمن الكلب ومخر البغي وكسب الحجام وأما الآثر عن أبي بكر من الصديق رضي الله عنه فلا يدرى من أخبر ابن وهب عن ابن شهاب ولا من أخبر ابن شهاب عن الصديق رضي الله عنه ومثل هذا لا يحتج به وأن الأثر عن علي رضي الله عنه ففيه ابن ضميرة في غاية الضعف ومثل هذه الآثار الساقطة المعلولة لا تقدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقات الأثبات حتى قال بعض الحفاظ إن نقلها نقل تواتر وقد ظهر أنه لم يصح عن صحابي خلافها البكة بل هذا جابر وأبو غويرة وابن عباس يقولون ثمن الكلب خبيث قال وكيع حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس وأما قياس الكلب على البغل والحمار فمن أفسد القياس بل قياسه على الخنزير أصح من قياسه عليهما لأن الشبه الذي بينه وبين الخنزير أقرب من الشبه الذي بينه وبين البغل والحمار ولو تعارض القياسان لكان القياس المؤيد بالنص الموافق له أصح وأولى من القياس المخالف له فإن طيل كان النهي عن ثمنها حين كان الأمر بقتلها فلما حرم قتلها وعبيح اتخاذ بعضها نسخ النهي فانسقوا تحريم البيع مثله قيل هذه دعوة باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل ولا شبهة وليس في الأثر ما يدل على صحة هذه الدعوة البتة بوجه من الوجوه ويدل على بطلانها أن أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كلها وأحاديث الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها نوعان نوع كذلك وهو المتقدم ونوع مقيد مخصص وهو المتأخر فلو كان النهي عن بيعها مقيدا مخصوصا لجاءت به الآثار كذلك فلما جاءت عامة مطلقة علم أن عمومها وإطلاقها مراد فلا يجوز إبطاله والله أعلم فصل الحكم الثاني تحريم ضيع السنور كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي رواه جابر وأفتى بمجبه كما رواه قاسم بن أصبع حدثنا محمد بن وضاح حدثنا محمد بن آدم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب والسنور قال أبو محمد فهذه فتيا جابر بن عبد الله أنه كره بما رواه ولا يعرف له مخالف من الصحابة وكذلك أفتى أبو هائرة رضي الله عنه وهو مذهب طاوس ومجاهد وجابر ابن زيد وجميع أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز وهو الثواب لصحة الحديث بذلك وعلم ما يعارضه فوجب القول به قال البيهقي ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان محكوما بنجاستها فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهرة ليست بنجس صار ذلك منسوخا في البيع ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ومتابعة ظهر السنة أولى ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيه لقال به إن شاء الله وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي زبير وقد تابعه أبو سفيان عن جادر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس وحفص بن غياث عن الآمش عن أبي سفيان انتهى كلامه ومنهم من حمله على الهر الذي ليس بمملوك ولا يخفى ما في هذه المحامل من الوهن فصل والحكم الثالث مهر البغي وهما تأخذه الزانية في مقابلة الزنا بها فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك خبيث على أي وجه كان حرة كانت أو أمة ولسيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم في الإماء دون الحرائر ولهذا قالت هند وقت البيعة أو تزني الحرة ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلا من نفسها فزنى بها أنه لا مهر لها واختلها في مسألتين إحداهما الحرة المكرهة والثانية الأمة المطاوعة فأما الحرة المكرهة على الزنا ففيها أربعة أقوال وهي روايات منصوصات عن أحمد أحدها أن لها المهر بكرا كانت أو ثيبا سواء وطئت في قبلها أو دبرها والثاني أنها إن كانت ثيبا فلا مهر لها وإن كانت بكرا فلا هالمهر وهل يجب معه أرش البكارة على روايتين منصوصتين وهذا القول اختيار أبي بكر والثالث أنها إن كانت ذات محرم فلا مهر لها وإن كانت أجنبية فلا هالمهر والرابع أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأخت فلا مهر لها ومن تحل ابنتها كالعمة والخالة فلها المهر وقال أبو حنيفة رحمه الله لا مهر للمكرهة على الزنا بحال بكرا كانت أو ثيبا فمن أوجب المهر قال إن استفاء هذه المنفعة جعل مقوما في الشرع بالمهر وإنما لم يجب للمختارة لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لها فلم يجب لها شيء كما لو أذنت في إتلاف عدو من أعضائها لمن أتلفه ومن لم يجبه قال الشارع إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر في عقد أو شبهة عقد ولم يقومها بالمهر في الزنا البتة وقياس السفاح على المكاح من أفسد القياس قالوا وإنما جعل الشارع في مقابلة هذا الاستنتاع الحد والعقوبة فلا يجمع بينه وبين ضمان المهر قالوا والوجوب إنما يتلقى من الشارع من نص خطابه أو عمومه أو فحواه أو تنبيهه أو معنى نصه وليس شيء من ذلك ثابتا متحققا عنه وغاوة ما يدعى قياس السفاح على النكاح ويا بعد ما بينهما قالوا والمهر إنما هو من خصائص النكاح لفظا ومعنى ولهذا إنما يضاف إليه فيقال مهر النكاح ولا يضاف إلى الزنا فلا يطال مهر الزنا وإنما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم المهر وأراد به العقد كما قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وكما قال هو رجل باع حرا فأكل ثمنه ونظائره كثيرة والأولون يقولون الأصل في هذه المنفعة أن تقوم بالمهر وإنما أسقطه الشارع في حق البغي وهي التي تزني باختيارها وأما المكرهة على الزنا فليست بغية فلا يجوز إسقاط بدل منفعتها التي أكرهت على استفائها كما لو أكره الحر على استفاء منافعه فإنه يلزمه عوضها وعوض هذه المنفعة شرعا هو المهر فهذا ما أخذ القولين ومن فرق بين البكر والثيب رأى أن الواطئ لم يذهب على الثيب شيئا وحسبه العقوبة التي ترتبت على فعله وهذه المعصية لا يقابلها شرعا مال يلزم من أقدم عليها بخلاف البكر فإنه أزال بكارتها فلابد من ضمان ما أزاله فكانت هذه الجناية مضمونة عليه في الجملة فضمن ما أتلفه من جزء منفعة وكانت المنفعة تابعة للجزء في الضمان كما كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة ومن فرق بين ذوات المحالم وغيرهن رأى أن تحريمهن لما كان تحريما مستقرا وأنهن غير محل الوطء شرعا كان استفاء هذه المنفعة منهن بمنزلة التلوط فلا يوجب مهرا وهذا قول الشعبي وهذا بخلاف تحريم المصافرة فإنه عارض يمكن زواله قال صاحب المغني وهكذا ينبغي أن يكون الحكم في من حرمت بالرضاع لأنه طارئ أيضا ومن فرق في ذوات المحالم بين من تحرم ابنتها وبين من لا تحرم فكأنه رأى أن من لا تحرم ابنتها تحريمها أخف من تحريم الأخرى فأشبه العارض فإن قيل فما حكم المكرهة على الوطء في دبرها أو الأمة المطاوعة على ذلك قيل هو أولى بعدم الوجوب فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقا وقد اختلف في هذه المسألة الشيخان أبو البركات ابن تيمية وأبو محمد ابن قدامة فقال أبو البركات في محرره ويجب مهر المثلي للموطوعة بشبهه والمكرهة على الزنا في قبل أو دبر وقال أبو محمد في المغني ولا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا اللواط لأن الشرع لم يلد ببدله ولا هو إتلاف لشيء فأشبه القبلة والوطء دون الفرج وهذا القول هو السواب قطعا فإن هذا الفعل لم يجعل له الشارع قيمة أصلا ولا قدر له مهرا بوجه من الوجوه وقياسه على وطء الفرج من أفسد القياس ولازم من قاله إيجاب المهر لمن فعلت به اللوطية من الذكور وهذا لم يقل به أحد ألبته فصل وأما المسألة الثانية وهي الأمة المطاوعة فهل يجب لها المهر فيه قولان أحدهما يجب وهو قول الشافعي وأكثر أصحاب أحمد رحمه الله قالوا لأن هذه المنفعة لغيرها فلا يسقطوا بدلها مجانا كما لو أذنت في قطع طرفها والثواب المقطوع به أنه لا مهر لها وهذه هي البغي التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهرها وأخبر أنه خبيث وحكم عليه وعلى ثمن الكلب وأجر الكاهل بحكم واحد والأمة داخلة في هذا الحكم دخولا أوليا فلا يجوز تخصيصها من عمومه لأن الإماء هن التي كن يعرفن بالبغاء وفيهن وفي ساداتهن أنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا فكيف يجوز أن تخرج الإماء من نص أردن به قطعا ويحمل على غيرهم وأما قولكم إن منفعتها لسيدها ولم يأذن في استفائها فيقال هذه المنفعة يملك السيد استفاءها بنفسه ويملك المعاوضة عليها بعقد النكاح أو شبهته ولا يملك المعاوضة عليها إلا إذا أذنت ولم يجعل الله ورسوله للزنا عوضا قط غير العقوبة فيفوت على السيد حتى يقضى له بل هذا تقويم مال أهدره الله ورسوله وإثبات عوض حكم الشارع بخبثه وجعله بمنزلة ثمن الكلب وأجر الكاهن وإن كان عوضا خبيثا شرعا لم يجوز أن يقضي به ولا يقال فأجر الحجام خبيث ويقضى له به لأن منفعة الحجامة منفعة مباحة وتجوز بل يجب على مستأجره أن يوفيه أجره فإن هذا من المنفعة الخبيثة المحرمة التي عوضها من جنسها وحكمه حكمها وإجاب عوض في مقابلة هذه المعصية كإجاب عوض في مقابلة اللواط إذ الشارع لم يجعل في مقابلة هذا الفعل عوضا فإن قيل فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضا وهو المهر من حيث الجملة بخلاف اللواطة قلنا إنما جعل في مقابلته عوضا إلى السوفي بعقد أو بشبهة عقد ولم يجعل له عوضا إذا السوفي بزنا محض لا شبهة فيه وبالله التوفيق ولم يعرف في الإسلام قط أن زانيا قضي عليه بالمهر للمزني بها ولا ريب أن المسلمين يرون هذا قبيحا فهو عند الله عز وجل قبيح فإن قيل فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضت ثم تابت هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه أم يطيب لها أن تصدق به قيل هذا ينبني على قاعدة عظيمة من طواعد الإسلام وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص منه فإن كان المقبض قد أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفى عبابه رده عليه فإن تعذر رده عليه قضى به دينا يعلمه عليه فإن تعذر ذلك رده إلى ورسته فإن تعذر ذلك تصدق به عنه فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه نظير ما له وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وإن كان المقبض برض الدافع وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنة أو فاحشة فهذا لا يجب رد العوض على الدافع لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان وتيسير أصحاب المعاصي عليه وماذا يريد الزان وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيال به ولا يسوغ القول به وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بها ثم يرجع فيما أعطاها قهرى وقبح هذا وهو مستقر في فقر جميع العقل فلا تأتي به شريعة ولكن لا يطيب للقابض أكله بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عين كان أو منفعه ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخبث كسب الحجام ولا يجب رده على دافعه فإن قيل فالدافع ماله في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوز دفعه بل حجر عليه فلم يقع قبضه موقعه بل وجود هذا القبض كعدمه فيجب رده على مالكه كما لو تبرع المريض لوارثه بشيء أو لأجنبيه بزيادة على الثلث أو تبرع المحجور عليه بفلس أو سفه أو تبرع المضطر إلى قوته بذلك ونحو ذلك وسر المسألة أنه محجور عليه شرعا في هذا الدافع فيجب رده قيل هذا قياس فاسد لأن الدفع في هذه الصور تبرع محض لم يعاوض عليه والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به أو حق نفسه المقدمة على غيره وأما ما نحن فيه فهو قد عاوض بماله على استفاء منفعه أو استهلاك عين محرمة فقد قبض عوضا محرما وأقبض مالا محرما فاستوفى ما لا يجوز استفاؤه وبذل فيه ما لا يجوز بذله فالقابض قبض مالا محرما والدافع استوفى عوضا محرما وقضية العدل تراد العوضين لكن قد تعذر رد أحدهما فلا يوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه نعم لو كان الخمر قائما بعينه لم يستهلك أو دفع إليها المال ولم يفجر بها وجب رد المال في الصورتين قطعا كما في سائر العقود لباطلة إذا لم يتصل بها القبض فإن قيل وأي تأثير لهذا القبض المحرم حتى جعي له حرمة ومعلوم أن قبض مالا يجوز قبضه بمنزلة عدمه إذ الممنوع شرعا كالممنوع حساء فقابض المال قبضه بغير حق فعليه أن يرده إلى دافعه قيل والدافع قبض العين واستوفى المنفعة بغير حق كلاهما قد اشتركا في دفع ما ليس لهما دفعه وقبض ما ليس لهما قبضه وكلاهما عاص لله فكيف يخص أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوض عنه ويفوت على الآخر العوض والمعوض فإن قيل هو فوت المنفعة على نفسه باختياره قيل والآخر فوت العوض على نفسه باختياره فلا فرق بينهما وهذا واضح بحمد الله وقد توقف شيخنا في وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله أو الصدقة به في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم وقال الزاني ومستمع الغنى والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم فاستوفوا العوض المحرم والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وإنما هو لحق الله تعالى وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين رد الآخر فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال وهذا اللي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وأخذ عوضها جميعا منه بخلاف ما إذا كان العوض خمرا أو ميته فإن تلك لا ضرر عليها في فواتها فإنها لو كانت باقية لأتلفناها عليه ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر أعني من صرف القوة التي عمل بها ثم أورد على نفسه سؤالا فقال فيقال على هذا فينبغي أن تقضوا بها إذا طالب بقبضها وأجاب عنه بأن قال قيل نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض ولو أسلموا بعد القبض لم يحكم بالرد ولكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة لأنه كان معتقدا لتحرينها بخلاف الكافر وذلك لأنه إذا طلب الأجرة فقلنا له أنت فردت حيث صرفت قوتك في عمل يحرم فلا يقضى لك بالأجرة فإذا قضضها وقال الدافع هذا المال يقضوا لي برده فإني أقضطه إياه عوضا عن منفعة المحرمة قلنا له دفعته معاوضة رضيت بها فإذا طلبت استرجاع ما أخذ فاردد إليه ما أخذ إذا كان له في بقائه معه منفعة فهذا محتمل قال وإن كان ظاهر القياس ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسد انتهى وقد نص أحمد في رواية أبي النظر في من حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني أكره أكل كرائه ولكن يقضى للحمال بالكراء وإذا كان لمسلم فهو أشد كراهه فاختلف أصحابه في هذا النص على ثلاث طرق إحداها إجراؤه على ظاهره وأن المسألة رواية واحدة قال ابن أبي نوسى وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير ينصراني فإن فعل قضي له بالكراء وهل يطيب له أم لا على وجهين أوجههما أنه لا يطيب له ويتصدق به وكذا ذكر أبو الحسن الآمدي قال إذا أجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كلها نص عليه وهذه كراهة تحرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها إذا ثبت ذلك فيقضى له بالكراء وغير ممتمع أن يقضى له بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحجام انتهى فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح الطريق الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها وجعل المسألة رواية واحدة وهي أن هذه الإجارة لا تصح وهذه طريقة القاضي في المجرد وهي طريقة ضعيفة وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة فإنه صنف المجرد قديما الطريقة الثالثة تخرج هذه المسألة على روايتين إحداهما أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة والثانية لا تصح الإجارة ولا يستحق بها أجرة وإن حمل وهذا على قياس قوله في الخمر لا يجوز إمساكها وتجب إراقتها قال في رواية أبي طالب إذا أسلم وله خمر أو خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير وقد حرما عليه وإن قتلها فلا بأس فقد نص أحمد أنه لا يجوز إمساكها ولأنه قد نص في رواية ابن منصور أنه يكره أن يؤاجر نفسه لمطارة كرم لنصراني لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فقد منع من إجارة نفسه على حمل الخمر وهذه طريقة القاضي في تعليقه وعليها أكثر الصحابة والمنصور عندهم الرواية المخرجة وهي عدم الصحة وأنه لا يستحق أجرة ولا يقضى له بها وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد وهذا إذا استأجر على حملها إلى بيته للشرب أو لأكل الخنزير أو مطلقة فعما إذا استأجره لحملها ليريقها أو لينقل الميتة إلى الصحراء لأن لا يتأذى بها فإن الإجارة تجوز حينئذ لأنه عمل مباح لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح واستحق أجرة المثل وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه هذا قول شيخنا وهو مذهب مالك والظاهر أنه مذهب الشافعي وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله فمذهبه كالرواية الأولى أنه تصح الإجارة ويقضى له بالأجرة وما أخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق نفس حمل الخمر فذكره وعالم ذكره سواء وله أن يحمل شيئا آخر غيره كخل وزيت وهكذا قال فيما لو أجره داره أو حانوته ليتخذها كنيسة أو ليبيع فيها الخمر قال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيها الخمر أو لا يشترط وهو يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح لأنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط ذلك لأن له أن لا يبيع فيه الخمر ولا يتخذ الدار كنيسة ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وتركها سواء كما لو اكترى دارا لينام فيها أو ليسكنها فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا ليحمل خمرا أو ميتة أو خنزيرا أنه يصح لأنه لا يتعين حمل الخمر بل لو حمله بدله عصيرا استحق الأجرة فهذا التقييد عندهم له فهو بمنزلة الإجارة المطلقة والمطلقة عنده جائزة وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة قال لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى وقالوا ليس المقيد كالمطلق بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة فتكون هي المقابلة بالعوض وهي منفعة محرمة وإن كان للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها وعزموه فيما لو اكترى دارا ليتخذها مسجدا فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها قدرت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد الإجارة ونزعه أصحاب أحمد ومالك في المقدمة الثانية وقالوا إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها والعاصر إنما يعصر عصيرا ولكن لما علم أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا فيعصره له استحق اللعنة قالوا أيضا فإن في هذا معاونة على نفس ما يسخطه الله ويبغضه ويلعن فاعله فأصول الشرع وقواعده تقتضي تحريمه وبطلان العقد عليه وسيأتي مزيد تقرير عند الكلام على حكمه صلى الله عليه وسلم بتحريم العينة وما يترتب عليها من العقوبة قال شيخنا والأشبه طريقة ابن موسى يعني أنه يقضى له بالأجرة وإن كانت المنفعة محرمة ولكن لا يطيب له أكلها قال فإنها أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب إلى القياس وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنى عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه فالعاصر والحامل قد عاوضى على منفعة تستحق عوضا وهي ليست محرمة في نفسها وإنما حرمت بقصد المعتصر والمستحمل فهو كما لو باع عنبا وعصيرا لمن يتخذه خمرا وفات العصير والخمر في يد المشتري فإن مال البائع لا يذهب مجانا بل يقضى له بعوضه كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدلها فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهة المؤجر فإنه لو حملها للإراقة أو لإخراجها إلى الصحراء خشية التأذي بها جازا ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط أو القتل أو السرقة فإن نفس هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر فهو كما لو باع ميتة أو خمرا فإنه لا يقضى له بثمنها لأن نفس هذه العين محرمة وكذلك لا يقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة قال شيخنا ومثل هذه الإجارة والجعالة يعني الإجارة على حمل الخمر والميتة لا توصف بالصحة مطلقة ولا بالفساد مطلقة بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر بمعنى أنه يجب عليه العوض وفاسدة بالنسبة إلى الأجير بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجر ولهذا في الشريعة نظائر قال ولا ينافي هذا نص أحمد على كراهة إطارة كرم النصراني فإن ننهاه على هذا الفعل وعن عوضه ثم نقضي له بكرائه قال ولولن يفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاه فإن كل من استأجروه على عمل يستعيلون به على المعصية قد حصلوا غربهم منه فإذا لم يعطوه شيئا ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم كان ذلك أعظم العون لهم وليسوا بأهل أن يعاونوا على ذلك بخلاف من سلم إليهم عمرا لا قيمة له بحال يعني كالزانية والمغني والنائحة فإن هؤلاء لا يقضى لهم بأجرة ولو قبضوا منهم المال فهل يلزمهم رده عليهم أم يتصدقون به فقد تقدم الكلام مستوفا في ذلك وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم رده ولا يطيب لهم أكله والله الموفق للصواب فصل الحكم الخامس حلوان الكاهن قال أبو عمر بن عبد البر لا خلاف في حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته وهو من أكل المال بالباطل والحلوان في أصل اللغة العطية قال علقمة فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذ مات قائله انتهى وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم والزاجر وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلان وداربة الحصى والعراف والرمال ونحوهم ممن قطلب منهم الأخبار عن المغيبات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكوخان وأخبر أن من أتى عرافا فصدقه ممن يقول فقد كفر بما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن الأيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبما يجيء به هؤلاء لا يجتمعان في قلب واحد وإن كان أحدهم قد يصدق أحيانا فصدقه بالنسبة إلى كلبه قليل من كثير وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لا بد له أن يصدقه أحيانا ليغوي به الناس ويفتنهم به وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم ولسيما ضعفاء العقول كالسفهاء والجهال والنساء وأهل البوادي ومن لا علم لهم بحقائق الإيمان فهؤلاء هم المفتؤون بهم وكثير منهم يحسن الظن بأحدهم ولو كان مشركا كافرا بالله مجاهرا بذلك ويزوره وينظر له ويلتمس دعاءه فقد رأينا وسمعنا من ذلك كثيرا وسبب هذا كله خفاء ما بعث الله به رسوله من الهدى وين الحق على هؤلاء وأمثالهم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وقد قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء يحدثون أحيانا بالأمر فيكونوا كما قالوا فأخبرهم أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم الكلمة تكون حقا فيزيدونهم معها مئة كذبة فيصدقون من أجل تلك الكلمة وأن أصحاب الملاحم فركبوا ملاحمهم من أشياء أحدها من أخبار الكهان والثاني من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بين أهل الكتاب والثالث من أمور أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بها جملة وتفصيلا والرابع من أمور أخبر بها من له أشف من الصحابة ومن بعدهم والخامس من منامات متواطئة على أمر كلي مجزئي فالجزئي يذكرونه بعينه والكلي يفصلونه بحدث وقراء تكون حقا أو تقارب والسادس من استدلال بآثار علوية جعلها الله تعالى علامات وأدلة وأسبابا لحوادث أرضية لا يعلمها أكثر الناس فإن الله سبحانه لم يخلق شيئا سدى ولا عبثا وربط سبحانه العالم العلوي بالسفلي وجعل علويه مؤثرا في سفليه دون العكس فالشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإن كان كسوفهما لسبب شر يحدث في الأرض ولهذا شرع سبحانه تغيير الشر عند كسوفهما بما يدفع ذلك الشر المتوقع من الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق فإن هذه الأشياء تعارض أسباب الشر وتقاومها وتدفع موجداتها إن قويت عليها وقد جعل الله سبحانه حركة الشمس والقمر واختلاف مطالعهما سوبا للفصول التي هي سوب الحر والبرد والشتاء والصيف وما يحدث فيهما مما يليق بكل فصل منها فمن له اعتناء بحركاتهما واختلاف مطالعهما يستدل بذلك على ما يحدث في النبات والحيوان وغيرهما وهذا أمر يعرفه كثير من أهل الفلاحة والزراعة ونواة السفن له مستدلالات بأحوالهما وأحوال الكواكب على أسباب السلامة والعطب من اختلاف الرياح وقوتها وعصوفها لا تكاد تختل والأطباء لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة الإنسان وتهيئها لقبول التغير واستعدادها بأمور غريبة ونحو ذلك وواضع الملاحم لهم عناية شديدة بهذا وعمور متوارثة عند قدماء المنجمين ثم يستنتجون من هذا كله قياسات وأحكام تشبه ما تقدم ونظيره وسنة الله في خلقه جارية على سنن اقتدته حكمته فحكم النظير حكم نظيره وحكم الشيء حكم مثله وهؤلاء صرفوا قوى أذانهم إلى أحكام القضاء والقدر واعتبال بعضه ببعض ولستدلال ببعضه على بعض كما صرف أئمة الشرع قوى أذانهم إلى أحكام الأمر والشرع واعتبال بعضه ببعض ولستدلال ببعضه على بعض والله سبحانه له الخلق والأمر ومصدر خلقه وأمره عن حكمة لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقد ومن صرف قوى ذهنه وفكر ذكره واستنفذ ساعات عمره في شيء من أحكام هذا العالم وعلمه كان له فيه من النفوذ والمعرفة والاطلاع ما ليس لغيره ويكفي الاعتبار بفرع واحد من فروعه وهو عبارة الرؤية فإن العبد إذا نفذ فيها وكمل الطلاعه جاء بالعجائب وقد شاهدنا نحن وغيرنا من ذلك أمورا عجيبة يحكم فيها المعبر بأحكام متلازمة صادقة سريعة وبطيئة انتهى الشريط الستون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الواحد والستين الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الواحد والستون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وهو مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في أحكامه صلى الله عليه وسلم في الكسب الخبيث الحكم السادس خبث كسب الحجام ويدخل فيه الفاصد والشارق وكل من يكون كسبه من إخراج الدم ولا يدخل فيه الطبيب ولا الكحان ولا البطار لا في لفظه ولا في معناه وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكم بخبثه وأمر صاحبه أن يعرفه ناضحه أو رقيقة وصح عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجره فأشكل الجمع بين هذين على كثير من الفقهاء وظنوا أن النهي عن كسبه منسوخ بإعطائه أجره وممن سلك هذا المسلك الطحاوي فقال في احتجاجه الكوفيين في إباحة بيع الكلاب وأكل أثمانها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال معني وللكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغلم وكان بيع الكلاب إذاك والانتفاع به حراما وكان قاتله مؤديا للفرض عليه في قتله ثم نسخ ذلك وأباحا استياد به فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه قال ومثل ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وقال كسب الحجام خبيث ثم أعطى الحجام أجره وكان ذلك ناسخا لمنعه وتحريمه ونهيه انتهى كلامه وأسهل ما في هذه الطريقة أنها دعوة مجردة لا دليل عليها فلا تقبل كيف وفي الحديث نفسه ما يبطلها فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما باله وبال الكلاب ثم رخص لهم في كلب الصيد وقال ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إلا كلب الصيد أو كلب غنم أو ماشية وقال عبد الله بن مغفل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما باله وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم والحديثان في الصحيح فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب فالكلب الذي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتنائه هو الذي حرم ثمنه وأخبر أنه خبيث دون الكلب الذي أمر بقتله فإن المأمور بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه ولم تجري العادة ببيعه وشرائه بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه أولى من حاجتهم إلى بيان ما لم تجري عادتهم ببيعه بل قد أمروا بقتله ومما يبين هذا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الأربعة التي تبذل فيها الأموال عادة لحرص النفوس عليها وهي ما تأخذه الزانية والكاهن والحجام وبائع الكلب فكيف يحمل هذا على كلب لم تجري العادة ببيعه وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة ببيعها هذا من الممتنع البين امتناوه وإذا تبين هذا غهر فساد ما شبه به من نسخ خبث أجرة الحجام بل دعوى النسخ فيها أبعد وأما إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره فلا يعارض قوله كسب الحجام خبيث فإنه لم يقل إن إعطاءه خبيث بل إعطاءه إما واجب وإما مستحب وإما جائز ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الآخذ وخبثه بالنسبة إلى أكله فهو خبيث الكسب ولم يلزم من ذلك تحريمه فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهما ولا يلزم من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره حل أكله فضلا عن كون أكله طيبا فإنه قال إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها نارا والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعطي المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم وعدم حاجتهم إليه ليبذلوا من الإسلام والطاعة ما يجب عليهم بذله بدون العطاء ولا يحل لهم توقف بذله على الأخذ بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائزا أو مستحبا أو واجبا من أحد الطرفين مكروها أو محرما من الطرف الآخر فيجب على الباذل أن يبذل ويحرم على الآخ لأن يأخذه وبالجملة فخبث أجل الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل لكن هذا خبيث رائحة وهذا خبيث لكسبه فإن طيلا فما أطيب المكاسب وأحلها طيل هذا فيه ثلاثة أقوال من فقهاء أحدها أنه كسب التجارة والثاني أنه عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها والثالث أنه الزراعة ولكل قول من هذا وجه من الترجيح أثرا ونظرا والراجح أن أحلها الكسب الذي جعل منه رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كسب الغانمين وما أبيح لهم على لسان الشارع وهذا الكسب قد جاء في القرآن مدحه أكثر من غيره وأثني على أهله ما لم يثن على غيرهم ولهذا اختاره الله لخير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله حيث يقول بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظن رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري وهو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله وجعل أحب شيء إلى الله فلا يقاومه كسب غيره والله أعلم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في بيع عسب الفحل وضرابه في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل وهذا الثاني تفسير للأول وسمى أجرة ضرابه بيعا إما لكون المقصود هو الماء الذي له فالثمن مبذول في مقابلة عين مائه وهو حقيقة البيع وإما أنه سمى إجارته لذلك بيعا إذ هي عقد معابضة وهي بيع المنافع والعادة أنهم يستأجرون الفحل للضراب وهذا هو الذي نهي عنه والعقد الوارد عليه باطل سواء كان بيعا أو إيجارة وهذا قول جمهور العلماء منهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وقال أبو الوفاء بن عقيل ويحتمل عند الجواز لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه على الأنثى وهي منفعة مقصودة وماء الفحل يدخل تبعا والغالب حصوله عقيبا زوه فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي وكما لو استأجر أرضا وفيها بئر ماء فإن الماء يدخل تبعا وقد يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات وأما مالك فحكي عنه جوازه والذي ذكره أصحابه التفصيل فقال صاحب الجواهر في باب فساد العقد من جهة نهي الشارع ومنها بيع عسب الفحل ويحمل النهي فيه على استئجار الفحل على لقاح الأنثى وهو فاسد لأنه غير مقدور على تسليمه فأما أن يستأجره على أن ينزو عليه دفعات معلومة فذلك جائز إذ هو أمد معلوم في نفسه ومقدور على تسليمه والصحيح تحريمه مطلقا وفساد العقد به على كل حال ويحرم على الآخر أخذ أجرة ضرابه ولا يحرم على المعطي لأنه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج إليه ولا يمنع من هذا كما في كسب الحجام ووجرة الكساح والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عما يعتادونه من استئجار الفحل للضراب وسمى ذلك بيع عسبه فلا يجوز حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد وأخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي يقصد بالنهي ومن المعلوم أنه ليس للمستأجر غرض صحيح في نزو الفحل على الأنثى الذي له دفعات معلومة وإنما غرضه نفيجة الآبك وثمرته ولأجله بذل ماله وقد علل التحريم بعدة علل إحداها أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه فأشبه إجارة الآبق فإن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته الثانية أن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد فإنه مجهول القدر والعين وهذا بخلاف إجارة الظئر فإنها احتملت بمصلحة الآدمي فلا يقاس عليها غيرها وقد يقال والله أعلم إن النهي عن ذلك من محاسن الشريعة وكمالها فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان وجعله محلا لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم في أنفسهم وقد جاء الله سبحانه فطر عباده لا سيما المسلمين ميزانا للحسن والقبيح فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح ويزود هذا بيان أن ماء الفحل لا قيمة له ولا هو مما يعاوض عليه ولهذا لو نزى فحل الرجل على رمكة غيره فأولدها فالولد لصاحب الرمكة اتفاقا لأنه لن ينفصل عن الفحل إلا مجرد الماء وهو لا قيمة له فحرمت هذه الشريعة الكاملة المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجانا لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل ولا نقصان من ماله فمن محاسن الشريعة إذياب بذل هذا مجانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من حقها إطراق فحلها ويعارة ذلوها فهذه حقوق يضر بالناس منعها إلا بالمعاوضة فأوجبت الشريعة بذلها مجانا فإن قيل فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية أو ساق إليه كرامة فهل له أخذها قيل إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في الباطن لم يحل له أخذه وإن لم يكن كذلك فلا بأس به قال أصحاب أحمد والشافعي وإن أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة من غير إجارة جاز واحتج أصحابنا بحديث روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان إكراما فلا بأس ذكره صاحب المغني ولا أعرف حال هذا الحديث ولا من خرجه وقد نص أحمد في رواية بن القاسم على خلافه فقيل له ألا يكون مثل الحجام يعطى وإن كان منهيا عنه فقال لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهره أو تأويله فحمله القاضي على ظاهره وقال هذا مقتضى النظر لكن ترك مقتضاه في الحجام فبقي فيما عداه على مقتضى القياس وقال أبو محمد في مغني كلام أحمد يحمل على الورع لا على التحريم والجواز أرفق بالناس وأوفق للقياس ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وفيه عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل وعن بيع الماء والأرض لتحرث فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن أبي فريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلة وفي لفظ آخر لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلة وقال البخاري في بعض طروقه لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلة وفي المسند من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامة وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ملاي النعن الماء والكلاء والنار وفي سننه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء وثمنه حرام وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعة بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ أهله الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإمامهم ثمنا قليلا الآية وفي سنن أبي داود عن بحيسة قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدني منه ويلتزمه ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال المنح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم وجعله سقيا لهم فلا يكون أحد أخص به من أحد ولو أقام عليه وتنأى عليه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن السبيل أحق بالماء من التانئ عليه ذكره أبو عبيد عنه وقال أبو هريرة ابن السبيل أول شارب فأن من حازه في قربته أو إنعه فذاك غير المذكور في الحديث وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه ثم أراد بيعها كالحطب والكلأ والملح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس يعطوه أو منعوه رواه البخاري وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا آخر فأنختهما يوما عند باب رجل من الأرصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه وذكر الحديث فهذا في الكلأ والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه وكذلك السمك وسائر المباحات وليس هذا محل النهي بالضرورة ولا محل النهي أيضا بيع مياه الأنهار الكبار المشتركة بين الناس فإن هذا لا يمكن منعها والحجر عليها وإنما محل النهي صور أحدها المياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض مباحة فهي مشتركة بين الناس وليس أحد أحق بها من أحد إلا بالتقديم لقرب أرضه كما سيأتي إن شاء الله تعالى فهذا النوع لا يحل بيعه ولا منعه ومانعه عاص مستوجب لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل ما لم تعمل يداه فإن قيل فلو اتخذ في أرضه المملكة له حفرة يجمع فيها الماء أو حفر بئر فهل يملكه بذلك ويحل له بيعه قيل لا ريب أنه أحق به من غيره ومتى كان الماء النابع في ملكه والكلأ والمعدن فوق كفايته لشربه وشرب ماشيته ودوابه لم يجب عليه بذله نص عليه أحمد وهذا لا يدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إنما توعد من منع فضل الماء ولا فضل في هذا فصل وما فضل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه واحتج إليه آدمي مثله أو بهائمه بذله بغير عوض ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء ويشرب ويسقي ماشيته وليس لصاحب الماء منعه من ذلك ولا يلزم الشارب وساق بهائم عوض وهل يلزمه أن يبذل له الدلو والبكرة والحبل مجانا أو له أن يأخذ أجرته على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد في وجوب إعارة المتاعي عند الحاجة إليه أظهرهما دليلا وجوبه وهو من الماعون قال أحمد إنما هذا في الصحاري والبرية دون البنيان يعني أن البنيان إذا كان فيه ماء فليس لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره فيه وجهان وهما روايتان عن أحمد أحدهما لا يلزمه وهو مذهب الشافعي لأن الزرع لا حرمة له في نفسه ولهذا لا يجب على صاحبه سقه بخلاف الماشية والثاني يلزمه بذله واحتج لهذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمومها وبما روي عن عبد الله بن عمر أن قيم أرضه بالوهط كتب إليه واخبره أنه سقى أرضه وفضل له من الماء فضل يطلب بثلاثين ألفا فكتب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقم قلدك ثم سق الأدنى فالأدنى فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء قالوا في منعه من سقي الزرع إهلاكه وإفساده فحرمك الماشية وقولكم لا حرمة له فلصاحبه حرمة فلا يجوز التسبب إلى إهلاك ماله ومن سلم لكم أنه لا حرمة للزرع قال أبو محمد المقدسي ويحتمل أن يمنع نفي الحرمة عنه فإن إضاعة المال منهي عنها وإتلافه محرم وذلك دليل على حرمته فإن طيل فإذا كان في أرضه أو داره بئر نابعة أو عين مستنبطة ستكون ملكا له تبعا لملك الأرض والدار قيل أن نفس البئر وأرض العين فمملكة لمالك الأرض وأن الماء ففيه قولان وهما روايتان عن أحمد ووجهان لأصحاب الشافعي أحدهما أنه غير مملك لأنه يدري من تحت الأرض إلى ملكه فأشبه الجاري في النهر إلى ملكه والثاني أنه مملك له قال أحمد في رجل له أرض ولآخر ماء فاشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع يكون بينهما فقال لا بأس وهذا القول اختيار أبي بكر وفي معنى الماء المعاذن الجارية في الأملاك كالقاري والنفط والمومياء والملح وكذلك الكلأ النابت في أرضه كل ذلك يخرج على الروايتين في الماء وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يملك وكذلك هذه الأشياء قال أحمد لا يعجبني بيع الماء البته وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم لهذا اليوم ولهذا يوما يتفقون عليه بالحصص فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بذراهم قال ما أدري أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع الماء قيل إنه ليس يبيعه إنما يكريه قال إنما احتلوا بهذا ليحسنوه فأي شيء هذا إلا البيع انتهى وأحاديث اشتراك الناس في الماء دليل ظاهر على المنع من بيعه وهذه المسألة التي سئل عنها أحمد هي التي قد ابتلي بها الناس في أرض الشام وبساتينه وغيرها فإن الأرض والبستان يكون له حق من الشرب من نهر فيفصل عنه أو يبنيه دورا وحوانيت ويؤجر ماءه فقد توقف أحمد أولا ثم أجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء فلما قيل له إن هذه إجارة قال هذه التسمية حيلة وهي تحسين اللفظ وحقيقة العقد البيع وقواعد الشريعة تقتضي المنع من بيع هذا الماء فإنه إنما كان له حق التقديم في سقي أرضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غيره فإذا استغنى عنه لم يجز له المعاوضة عنه وكان المحتاج إليه أولى به بعده وهذا كمن أقام على معد فأخذ منه حاجته لم يجز له أن يبيع باقيه بعد نزعه ذا عنه وكذلك من سبق إلى الجلوس في رحبة أو طريق واسعة فهو أحق بها ما دام جالسا فإذا استغنى عنها وأجر مقعده لم يجز وكذلك الأرض المباحة إذا كان فيها كلاء أو عشب فسبق بدوابه إليه فهو أحق برأيه ما دامت دوابه فيه فإذا طلب الخروج منها وبيع ما فضل عنه لم يكن له ذلك وهكذا هذا الماء سواء فإنه إذا فارق أرضه لم يبق له فيه حق وصار بمنزلة الكلاء الذي لاختصاص له به ولا هو في أرضه فإن قيل الفرق بينهما أن هذا الماء في نفس أرضه فهو منفعة من منافعها فملكه لملكها كسائر منافعها بخلاف ما ذكرتم من الصور فإن تلك الأعيان ليست من ملكه وإنما له حق الانتفاع والتقديم إذا سبق خاصة قيل هذه النكتة التي لأجلها جوز من جوز بيعه وجعل ذلك حقا من حقوق أرضه فملك المعاوضة عليه وحده كما يملك المعاوضة عليه مع الأرض فيقال حق أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها بوصف الاشتراك وجعل حقه في تقديم الانتفاع على غيره في التحجر والمعاوضة فهذا القول هو الذي تقتضيه قواعد الشرع وحكمته واجتماله على مصالح الآلم وعلى هذا فإذا دخل غيره بغير ذنه فأخذ منه شيئا ملكه لأنه مباح في الأصل فأشبه ما لو عشش في أرضه طائر أو حصل فيها ضد أو نضب ماءها عن سمك فدخل إليه فأخذه فإن قيل فهل له منعه من دخول ملكه وهل يجوز دخوله في ملكه بغير إذنه قيل قد قال بعض أصحابنا لا يجوز له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير إذنه وهذا لا أصل له في كلام الشارع ولا في كلام الإمام أحمد بل قد نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة مع أن الأرض ليست مملوكة له ولا مستأجرة ودخولها لغير الرعي ممنوع منه فالصواب أنه يجوز له دخولها ليأخذ ما له أخذه وقد يتعذر عليه غالبا استئذان مالكها ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي بهائمه ورعي الكرة ومالك الأرض غائب فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه كان في ذلك إضرار ببهائمه وأيضا فإنه لا فائدة لهذا الإذن لأنه ليس لصاحب الأرض منعه من الدخول بل يجب عليه تمكينه فغاية ما يقدر أنه لم يأذن له وهذا حرام عليه شرعا لا يحل له منعه من الدخول فلا فائدة في توقف دخوله على الإذن وأيضا فإنه إذا لم يتمكن من أخذ حقه الذي جعله له الشارع إلا بالدخول فهو مأذون فيه شرعا بل لو كان دخوله بغير إذنه لغيرة على حريمه وعلى أهله فلا يجوز له الدخول بغير إذن فأما إذا كان في الصحراء أو دار فيها بئر ولا أنيس بها فله الدخول بإذن وغيره وقد قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم وهذا الدخول الذي رفع عنه الجناح هو الدخول بلا إذن فإنه قد منعهم قبل من الدخول لغير بيوتهم حتى يستأنسوا ويسلموا على أهلها والاستئناس هما الاستئذان وهي في تراءة بعض السبف كذلك ثم رفع عنهم الجناح في دخول بيوت غير المسكونة لأخذ متاعهم فدل ذلك على جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غير المسكونة لأخذ حقه من الماء والكلأ فهذا ظاهر القرآن وهو مختبى نص أحمد وبالله التوفيق فإن طيل فما تقولون في بيع البئر والعين نفسها هل يهوز قال الإمام أحمد إنما نهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره ويجوز بيع البئر نفسها والعين ومشتريها أحق بمائها وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي دلت عليه السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر الرومة يوسع بها على المسلمين وله الجنة أو كما قال فاشتراها عثمان بن عثان رضي الله عنه من يهودي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسبدها للمسلمين وكان اليهودي يبيع ماءها وفي الحديث أن عثمان رضي الله عنه اشترى منه نصفها باثنين عشر ألفا ثم قال اليهودي اختر إما أن تأخذها يوما وأخذها يوما وإما أن تنصب لك عليها دلوى وأنصب عليها دلوى فاختار يوما ويوما فكان الناس يستقون منها في يوم عثمان لليومين فقال اليهودي أفسدت علي بئري فاشتري باقيها فاشتراه بثمانية آلاف فكان في هذا حجة على صحة بيع البئر وجواز شرائها وتسبيلها وصحة بيع ما يسقى منها وجواز قسمة الماء بالمهايئة وعلى كون المالك أحق بمائها وجواز قسمة من فيه حق وليس بماملوك فإن قل فإذا كان الماء عندكم لا يملك ولكل واحد أن يستقي منه حاجته فكيف أمكن اليهودي تحجره حتى اشترى عثمان بئر وسب لها فإن كنت اشترى نفس البئر وكانت مملوكة ودخل الماء تبعا أشكل عليكم من وجه آخر وهو أنكم قررتم أنه يجوز للرجل دخول أرض غيره لأخذ الكلأ والماء وقضية بئر اليهودي تدل على أحد أمرين ولابد إما ملك الماء بملك قراره وإما على أنه لا يجوز دخول الأرض لأخذ ما فيها من المباح إلا بإذن مالكها قيل هذا سؤال قوي وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد من هذين المذهبين ومنع الأمرين يجيب عنه بأن هذا كان في أول الإسلام وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تقرر الأحكام وكان اليهود إذ ذاكا لهم شوكة بالمدينة ولم تكن أحكام الإسلام جارية عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم صالحهم وأقرهم على ما بأيديهم ولم يتعرض لهم ثم استقرت الأحكام وزادت شوكة اليهود لعنهم الله وجرت عليهم أحكام الشريعة وسياق قصة هذا البئر ظاهر في أنها كانت حين نقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أول الأمر فصل وأما المياه الجارية فما كان نابعا من غير ممكن كالأنهار الكبار وغير ذلك لم يملك بحال ولو دخل إلى أرض رجل لم يملكه بذلك وهو كالطير يدخل إلى أرضه فلا يملك بذلك ولكل واحد أخذه وصيده فإن جعل له في أرضه مصنعا أو بركة يجتمع فيها ثم يخرج منها فهو كنقع البئر سواء وفيه من النزاع ما فيه وإن كان لا يخرج منها فهو أحق به للشرب والسقي وما فضل عنه فحكمه حكم ما تقدم وقال الشيخ في المغني وإن كان ماء يسير في البركة لا يخرج منها فلأنه يملكه بذلك على ما سنذكره في مياه الأمطار ثم قال فأما المصانع المتخلة لمياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها من البرك وغيرها فالأولى أن يملك ماءها ويصح بيعه إذا كان معلوما لأنه مباح حصله في شيء معد له فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذن مالكه وفي هذا نظر مذهبا ودليلا أما المذهب فإن أحمد قال إن ما نهى عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره ومعلوم أن ماء البئر لا يفارقها فهو كالبركة التي اتخذها مقرا كالبئر سواء ولا فرق بينهما وقد تقدم من نصوص أحمد ما يدل على المنع من بيع هذا وأما الدليل فما تقدم من النصوص التي سقناها وقوله في الحديث الذي رواه البخاري في وعيد الثلاثة والرجل على فضل ماء يمنعه ابن السليم ولم يفرق بين أن يكون ذلك الفضل في أرضه المختصة به أو في الأرض المباحة وقوله الناس شركاء في ثلاث ولم يشترط في هذه الشركة كون مقره مشتركا وقوله وقد سئل ما الشيء الذي لا يحل منعه فقال الماء ولم يشترط كون مقره مباحا فهذا مختضى الدليل في هذه المسألة أثرا ونظرا ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده في السنن والمسند من حديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتينا الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك قال التلمذي حديث حسن وفي السنن نحوذ من حديث بن عمر رضي الله عنه ولفظه لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالا يدمن ولا بيع ما ليس عندك قال التلمذي حديث حسن صحيح فاتفق لفظ الحديثين على نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده فهذا هو المحفوظ من لفظه صلى الله عليه وسلم وهو يتضمن نوعا من الغرار فإنه إذا باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه أو يسلمه له كان مترددا بين الحصول وعدمه فكان غررا يشبه القمار فنهي عنه وقد ظن بعض الناس أنه إنما مهى عنه لكونه معدوما فقال لا يصح بيع المعدوم وروا في ذلك حديثا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث ولا أصل له والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذا الحديث وغلط من ظن أن معناهما واحد وأن هذا المنهي عنه في حديث حكيم ودمي عمر رضي الله عنه لا يلزم أن يكون معدوما وإن كان فهو معدوم خاص فهو كبيع حبل الحبلة وهو معدوم يتضمن غارا وترددا في حصوله والمعدوم ثلاثة أقسام معدوم موصوف في الذمة فهذا يجوز بيعه اتفاقا وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة وهذا هو السلم وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى والثاني معدوم تبعا للموجود وإن كان أكثر منه وهو لوان نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بدور صلاح ثمرة واحدة منها فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدى صلاح واحدة منه وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة مقت العقد ولكن جاز بيعها تبعا للموجود وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود وقد يكون أعيانا أخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد والنوع المختلف فيه كبيع المقاثئ والمباطخ إذا طابت فهذا فيه قولان أحدهما أنه يجوز بيعها جملة ويأخذها المشتري شيئا بعد شيء كما جرت به العادة ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدور صلاحها وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة ولا غنى لهم عنه ولم يأتي بالمنع منه كتاب ولا سمة ولا إجمع ولا أثر ولا قياس صحيح وهو مذهب مالك وأهل المدينة وأحد القولين في مذهب أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والذين قالوا لا يباع إلا نقطة نقطة لا ينضبط قولهم شرعا ولا عرفا ويتعذر العمل به غالبا وإن أمكنه في غاية العسر ويؤدي إلى التنازع والاختلاف الشديد فإن المشتري يريد أخذ الصغار والكبار ولسيما إذا كان صغاره أطب من كباره والبائع لا يؤثر ذلك وليس في ذلك عرفا من ضبط وقد تهد المقساءة كثيرة فلا يستوعب المشتري لقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لقطة أخرى ويختلط المبيع بغيره ويتعذر تنويزه ويتعذر أو يتعسر على صاحب المقساءة أن يحضر له كل وقت من يشتري ما تجدد فيها ويفرده بعقد وما كان هكذا فإن الشريعة لا تأتي به فهذا غير مقدور ولا مشروع ولو أنزم الناس به لفسدت أموالهم وتعطلت مصالحهم ثم إنه يتضمن التفريق بين متناثلين من كل الوجوه فإن بدو الصلاح في المقافئ من منزلة بدو الصلاح في الثمار وتلاحق أجزائها كتلاحق أجزاء الثمار وجعل ما لم يخلق منها تبعا لما خلق في الصورتين واحد فالتفريق بينهما تفريق بين المتناثلين ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لقطة نقطة من الفساد والتعذر قالوا طريق رفع ذلك بأن يبيع أصلها معها ويقال إذا كان بيعها جملة مفساثا عندكم وهو بيع معدوم وغرر فإن هذا لا يرتفع ببيع العروق التي لا قيمة لها وإن كان لها قيمة فيسيرة جدا بالنسبة إلى الثمن المبذول وليس للمشتري قصد في العروق ولا يدفع فيها الجملة من المال وما الذي حصل ببيع العروق معها من المصلحة لهما حتى شرط وإذا لم يكن بيع أصول الثنار شرطا في صحة بيع الثمرة أي متلاحقة كالتين والتوت وهي مقصودة فكيف يكون بيع أصول المقافئ شرطا في صحة بيعها وهي غير مقصودة والمقصود أن هذا المعدوم يجوز بيعه تبعا للموجود ولا تأثير للمعدوم وهذا كالمنافع المعقود عليها في الإجارة فإنها معدومة وهي مولد العقد لأنها لا يمكن أن تحدث دفعة واحدة وشرائع مبنائها على رعاية مصالح العباد وعدم الحجر عليهم فيما لا بد لهم منه ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به فصل الثالث معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل ولا ثقة لبائعه بحصوله بل يكون المشتري منه على خطر فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدومة بل لكونه غارة فمنه صورة النهي التي ضمنها حديث حكيم بن حزان وابن عمر رضي الله عنهما فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على تسليمه يذهب ويحصله ويسلمه إلى المشتري كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقد ولا تتوقف مصدحتهما عليه وكذلك بيع حبل الحبلة وهو بيع حمل ما تحمل ناقته ولا يختص هذا النهي بحمل الحمل بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرته أو أمته كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونها وقد ظن طائفة أن بيع السلم مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده وليس هو كما ظنوه فإن السلم يرد على أمر مضمون في الذمة ثابت فيها مقدور على تسليمه عند محله ولا غرر في ذلك ولا خطر بل هو جعل المال في ذمة المسلم إليه يجب عليه أداؤه عند محله فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون وهذا شغل لذمة البائع بالنبيع المضمون فهذا لون وبيع ما ليس عنده لون ورأيت لشيخنا في هذا الحديث فصلا مفيدا وهذه سياقته قال للناس في هذا الحديث أقوال قيل المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال غير فيبيعها ثم يتملكها ويسلمها إلى المشتري والمعنى لا تبع ما ليس عندك من الأعيان ونقل هذا التفسير عن الشافعي فإنه يجوز السلم الحال وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه فحمله على بيع الأعيان ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته سواء كان حالا أو مؤجلا وقال آخرون هذا ضعيف جدا فإن حكم المحزان ما كان يبيع شيئا معينا هو ملك لغيره ثم ينطلق فيشتريه منه ولا كان الذين يأتونه يقولون نطلب عبد فلان ولا دار فلان وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب فيقول أريد طعاما كذا وكذا أو ثوبا كذا وكذا أو غير ذلك فيقول نعم أعطيك فيبيعه منه ثم يذهب فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس ولهذا قال يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي لم يقل يطلب مني ما هو مملوك لغيري فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئا معينة كما جرت به آية الطالب لما يؤكل ويلبس ويركب إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه مما هو مثله أو خير منه ولهذا صار الإمام أحمد وطائفة إلى القول الثاني فقالوا الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الزمة إذا لم يكن عنده وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده لكن جاءت الأحاديث بجواز السلم المؤجل فبقي هذا في السلم الحال والقول الثالث وهو أظهر الأقوال أن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل ولا الحال مطلقا وإنما أريد به أن يبيع ما في الزمة مما ليس هو منعوكا له ولا يقدر على تسليمه ويربح فيه قبل أن يملكه ويضمنه ويقدر على تسليمه فهو مهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه فيلزم ذمته بشيء حال ويربح فيه ولو ليس هو قادرا على إعطائه وإذا ذهب يشتريه فقد يحصل وقد لا يحصل فهو من نوع الغرر والمخاطرة وإذا كان السلم حالا وجب عليه تسليمه في الحال وليس بقادر على ذلك ويربح فيه على أن يملكه ويضمنه وربما أحاله على الذي ابتاع منه فلا يكون قد عمل شيئا بل أكل المال بالباطل وعلى هذا فإذا كان السلم الحال والمسلم إليه قادرا على الإعطاء فهو جائز وكما قال الشافعي إذا جاز المؤجل فالحال أولى بالجواز ومما يبين أن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم لكن إذا لم يجز بيع ذلك فبيع معين الذي لم يملكه أولا بالمنع وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة فإنما سأله عن بيعه حالا فإنه قال أبيعه ثم أذهب فأبتاعه فقال له لا تبيع ما ليس عندك فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقا لقال له في الابتداء لا تبيع هذا سواء كان عنده أو ليس عنده فإن صاحب هذا القول يقول بيع ما في الذمة حالا لا يجوز ولو كان عنده ما يسلمه بل إذا كان عنده فإنه لا يبيع إلا معين لا يبيع شيئا في الذمة فلما لم يذه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا بل قال لا تبع ما ليس عندك علم أنه صلى الله عليه وسلم فرقا بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه وما ليس كذلك وإن كان كلاهما في الذمة الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده فإن قيل إن بيع المؤجل جائز للدورة وهو بيع المفاليس لأن البائع احتاج أن يبيع إلى أجل وليس عنده ما يبيعه الآن فأما الحال فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه فلا حاجة إلى بيع منصوف في الذمة أو بيع عين غائبة منصوفة لا يبيع شيئا مطلقا قيل لا نسلم وأن السلام على خلاف الأصل بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن كلاهما من مصالح العالم والناس لهم في مبيع الغائب ثلاثة أقوال منهم من يجوزه مطلقا ولا يجوزه معينا موصوفا كالشافعي في المشهور عنه ومنهم من يجوزه معينا موصوفا ولا يجوزه مطلقا كأحمد وأبي حنيفة والأظهر جواز هذا وهذا ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره إذا جاز بيع المطلق الموصوف في الذمة فالمعين الموصوف أولى بالجواز فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثر مما في المعين فإذا جاز بيع حنطة مطلقة بالصفة فجوز بيعها معينة بالصفة أولى بل لو جاز بيع معين بالصفة فللمشتري الخيار إذا رآه جاز أيضا كما نقل عن الصحابة وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السلم الحال بلفظ البيع والتحقيق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ فالاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها ولفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها يسمى سلفا إذا عدل له الثمن كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لها أن يسلم في الحائط بعينه إلا أن يكون قد بدى صلاحه فإذا بدى صلاحه وقال أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جازك ما يجوز أن يقول ابتعت عشرة أوسق من هذه الصبرة ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه فإذا عجل له الثمن قيل له سلف لأن السلف هو الذي تقدم والسالف المتقدم قال الله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين والعرب تسمي أول الرواحل السالفة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون وقول الصديق رضي الله عنه لا أقلق قاتلنهم حتى تنفرد سالفتي وهي العنق ولفظ السلف يتناور القرب والسلم لأن المقرب أيضا أسلف القرب أي قدمه ومنه هذا الحديث لا يحل سلف وبيع ومنه الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وقضى جملا أرباعيا والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح وهو تاجر فيستلف بسعر ثم يذهب فيشتري بمثل ذلك الثمن فإنه يكون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدة وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول أعطني فأنا أشتري لك هذه السلعة فيكون أمينا أما أن يبيعها بثمن معين يقبضه ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في الحال فهذا لا يفعله عاطل نعم إذا كان هناك تاجر فقد يكون محتاجا إلى الثمن فيستسلفه وينتفع به مدة إلى أن يحصل تلك السلعة فهذا يقع في السلم المؤجل وهو الذي يسمى بيع المفاليس فإنه يكون محتاجا إلى الثمن وهو مفلس وليس عنده في الحال ما يبيعه ولكن له ما ينتظره من مغل أو غيره فيبيعه في الذنة فهذا يفعل مع الحاجة ولا يفعل بدونها إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن في الحال أو يرى أنه يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسلم فإن المستسلف يدوع السلعة في الحال بدون ما تساوي مقدى والمسلف يرى أن يشتريها إلى أجل بأرخص مما يكون عند حصولها وإلا فيعلم أنه عند طرد الأصل تباع بمثل رأس مال السلم لم يسلم فيها فيذهب نفع ماله بلا فائدة وإذا قصد الأجر أقربه ذلك قرضا ولا يجعل ذلك سلما إلا إذا ظن أنه في الحال أرخص منه وقت حلول الأجل فالسلم المؤجل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى الثمن وأما الحال فإن كان عنده فقد يكون محتاجا إلى الثمن فيبيع ما عنده معينا تاره ومنصوفا أخرى وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح فيبيعه بسعر ويشتريه بأرخص منه ثم هذا الذي قدره قد يحصل كما قدره وقد لا يحصل له تلك السلعة التي يسلم فيها إلا بثمن أغلى مما أسلف فيندم وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك قدم السلف إذ كان يمكنه أن يشتريه وهو بذلك الثمن فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة كبيع العبد الآبق والبعير الشارد يباع بدون ثمنه فإن حصل ندم البائع وإن لم يحصل ندم المشتري وكذلك بيع حبل الحبلة وبيع الملاقيح والمضامين ونحو ذلك مما قد يحصل وقد لا يحصل فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصل وقد لا يحصل وهو من جنس القمار والميسر والمخاطرة مخاطرتان مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك والخطر الثاني الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابدة وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين وبيع الثمار قبل بدو صلاحها ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قمر الآخر وظلمه ويتظلم أحدهما من الآخر بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة ثم بعد هذا ناقص سعرها فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة ولا يتظلم مثل هذا من البائع وبيع ما ليس عنده من قسم القمار والميسر لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس عنده والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره وأكثر الناس لو علم ذلك لم يشتروا منه بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هو وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل من بيع قبل القدرة على التسليم فإذا اشترت تاجر السلعة وصارت عنده ملكا وقبضا فحينئذ دخل في خطر التجارة وباع بيع التجارة كما أحله الله بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والله أعلم ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الحصات والغرر والملامسة والمنابذة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر وفي الصحيحين عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد مسلم أما الملامسة فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه الآخر وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ أنبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض أما بيع الحصاح فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه كبيع الخيار وبيع النسيئة ونحوهما وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الميتة والدم والبيوع المنهي عنها ترجع إلى هذين القسمين ولهذا فسر بيع الحصات بأن يقول ارمي هذه الحصاح فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بذرهم وفسر بأن بيعه من أرضه قدر منتهت إليه رمية الحصاح وفسر بأن يقبض على كث من حصاح ويقول لي بعود ما خرج في القطبة من الشيء النبيع أو يبيعه سلعة ويقبض على كث من الحصاح ويقول لي بكل حصات درهم وفسر بأن يمسك أحدهما حصاة في يده ويقول أي وقت سقلت الحصاح وجب البيع وفسر بأن يتبايع ويقول أحدهما إذا نبذت إليك الحصاح فقد وجب البيع وفسر بأن يعتدد القطيع من الغنم فيأخذ حصاح ويقول أي شات أصبتها فهي لك بكذا وهذه الصور كلها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل ومن الغرر والخطأ الذي هو شبيه بالقمار فصل وأما بيع الغرر فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين والغرر هو المبيع نفسه وهو فعل بمعنى مفعول أي مغرور به كالقبض والسلد بمعنى المقبوض والمسبوب وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمه والفرس الشارد والطير في الهواء وكبيع ضربة الغائص وما تحمله شجرته أو ناقته أو ما يرضى له به زيد أو يهبه له أو يورثه إياه ونخذ ذلك مما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه أو لا يعرف حقيقته ومقداره ومنه بيع حبل الحبلة كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وهو نتاج النتاج في أحد الأقوال والثاني أنه أجل سكان يتبايعون إليه هكذا رواه مسلم وكلاهما غرر والثالث أنه بيع حمل الكرم قبل أن يبلغ قاله المبرد قال والحبلة الكرم بسكون الباء وفتحها وأن ابن عمر رضي الله عنه فإنه فسره بأنه أجل كانوا يتبايعون إليه وإليه ذهب مالك والشافعي وأما أبو عبيدة ففسره ببيع نتاج النتاج وإليه ذهب أحمد ومنه بيع الملاقيح والمضامين كما ثبت في حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح قال أبو عبيد الملاقيح ما في بطول من الأجلة والمضامين ما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام وأنشد إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الذهور الحد ومنه بيع المجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال ابن الأعربي المجر ما في بطن الناقة والمجر الربى والمجر القمار والمجر المحاقدة والمزابنة ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمسكم بواحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه هذا نفذ المسلم وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ونبستين في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض وفصرت الملامسة بأن يقول بعتك ثوب هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا والمنابذة بأن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا وهذا أيضا نوع من الملامسة والمنابذة وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله والغرر في ذلك ظاهر وليس العملة تعليق البيع شرط بل ما تضمنه من الخطر والغرر فصل وليس من بيع الغرر بيع المغيبات في الأرض كاللفت والجزر والفجل والقلقاس والبصل ونحوها فإنها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بها وظاهرها عنوان باطنها فهو كظاهر الصبر مع باطنها ولو قدر أن في ذلك غرر فهو غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة العامة التي لا بد للناس منها فإن ذلك غرر لا يكون موجبا للمنع فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت مساناة لا تخلو عن غرر لأنه يعرض فيه موت الحيوان والهدام الدار وكذلك دخول الحمام وكذا الشرب من فم السقاء فإنه غير مقدر مع اختلاف الناس في قدره وكذا بيوع السلم وكذا بيع الصبرة العظيمة التي لا يعلم مكيلها وكذا بيع البيض والرمان والبطيخ والجوز واللوز والفسق وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر فليس كل غرر سوبا للتحريم والغرر إذا كان يسيرا أو لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران وداخل بطوم الحيوان أو آخر الثمار التي بدأ صلاح بعضها دون بعض لا يمكن الاحتراز منه والغرر الذي في دخول الحمام والشرب من السقاء ونحوه غرر يسير فهذان النوعان لا يمنعان ببيعا بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه وهو المذكور في الأنواع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان مساويا لها لا فرق بينها وبينه فهذا هو المانع من صحة العقد فإذا عرف هذا فبيع المغيبات في الأرض انتفى عنه الأمران فإن غرره يسير ولا يمكن الاحتراز منه فإن الحقول الكبار لا يمكن بيع ما فيها من ذلك إلا وهو في الأرض فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدة كان في ذلك من المشقة وفساد الأموال ما لا يأتي به شرع وإن منع بيعه إلا شيئا فشيئا كلما أخرج شيئا باعه ففي ذلك من الحرج والمشقة وتعطيل مصالح أرباب تلك الأموال ومصالح المشتري ما لا يخفى وذلك مما لا يوجبه الشارع ولا تقم مصالح الناس بذلك ألبكة حتى إن الذين يمنعون من بيعها في الأرض إذا كان لأحدهم خراج كذلك أو كان نظرا عليه لم يجد بدا من بيعه في الأرض طرارا إلى ذلك وبالجمله فليس هذا من الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نظيرا لما نهى عنه من البيض فصل وليس منه بيع المسك في فأرته بل هو نظير ما مأكوله في جوثه كالجوز واللوز والفسق وجوز الهند فإن فأرته وعاء له تسومه من الآفات وتحفظ عليه رتوبته ورائحته وبقاؤه فيها أقرب إلى صيانته من الغش والتغير والمسك الذي في الفأرة عند الناس خير من المنفوط وجرت عادة تجار بيعه وشرائه فيها ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختلف فليس من الغرر في شيء فإن الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات وعلى القاعية الأخرى هو ما طويت معرفته وجهدت عينه وأما هذا ونحوه فلا يسمى غار لا لغة ولا شرعة ولا عرفة ومن حرم بيع شيء وادعى أنه ذرر طول وبدخوله في مسمى الغار لغة وشرعة وجواز بيع النسك في الفأرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وهو الراجح بليلا والذين منعوه جعلوه مثل بيع النوى في التمر والبيض في الدجاج واللبن في الضرع والسن في الوعاء والفرق بين النوعين ظاهر ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفسق في سوانه لأنه من مصلحته ولريب أنه أشبه بهذا من الأول فلا هو مما نهى عنه الشارع ولا في معناه فلم يشتمله نهيه لفظا ولا معنى وأما بيع السن في الوعاء ففيه تفصيل فإنه إن فتحه ورأى رأسه بحيث يدنه على جنسه ووصفه جاز بيعه في السقاء لكنه يصير كبيع الصبرة التي شاهد ظاهرها وإن لمره ولم يوصف له لم يجز بيعه لأنه غرر فإنه يختلف جنسا ونوعا ووصفا وليس مخلوقا في وعائه كالبيض والجوز واللوز والمسك في أوعيتها فلا يصح إلحاقه بها وأما بيع اللبن في الضرع فمنعه أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والذي يجب فيه التفصيل فإن باع الموجود المشاهدة في الضرع فهذا لا يجوز مفردا ويجوز تبعا للحيوان لأنه إذا بيع مفردا تعذر تسليم المبيع بعينه لأنه لا يعرف المقدار ما وقع عليه البيع فإنه وإن كان مشاهدا كاللبن في الضرع لكنه إذا حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميز وإن صح الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع فهذا إن شاء الله محمله وأما إن باعه آصعا معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاة أو باعه لبنها أيام معلومة فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بدو سلاحها لا يجوز وأما إن باعه لبن مطلق منصوهم في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة فقال شيخنا هذا جائز واحتج بما في المسند من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدى صلاحه قال فإذا بدى صلاحه وقال أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جازك ما يجوز أن يقول ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصدرة ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمان صلاحه هذا لفظه فصل وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الناقة مدة معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة فهذا لا يجوزه الجمهور واختار شيخنا جوازه وحكاه قولا لبعض أهل العلم وله فيها مصنف مفرد قال إلا استأجر غنما أو بقرا أو نوقا أيام اللبن بأجرة مسناه وعلفها على المالك أو بأجرة مسناه ما عالفها على أن يأخذ اللبن جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الضئر قال وهذا يشبه البيع ويشبه الإجارة ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع وبعضهم في الإجارة لكن إذا كان اللبن يحصل بعض المستأجر وقيامه على الغنم فإنه يشبه استئجار الشجر وإن كان المالك هو الذي يعرفها وإنما يأخذ المشتري لبن مقدر فهذا بيع محط وإن كان يأخذ اللبن مطلقا فهو بيع أيضا فإن صاحب اللبن يوفيه اللبن بخلاف الظئر فإنما هي تسطي الطفل وليس هذا داخلا في مينها عنه صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر لأن الغرر تردد بين الوجود والعدم فنهى عن بيعه لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر والله حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل وذلك من الظلم الذي حرمه الله تعالى وهذا إنما يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مل والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل فهذا الذي لا يجوه كما في بيع العبد الآبق والبعير الشارد وبيع حبل الحبلة فإن البائع يأخذ مال المشتري والمشتري قد يحصل له شيء وقد لا يحصل ولا يعرف قدر الحاصل فأما إذا كان شيئا معروفا بالعادة كمنافع الأعيان بالإيجارة مثل منفعة الأرض والدابة ومثل لبن الظئر المعتاد ولبن البهائم المعتاد ومثل الثمر والزرع المعتاد فهذا كله من باب واحد وهو جائز ثم إن حصل على الوجه المعتاد وإلا حط عن المستأجر بقدر ما فات من المنفعة المقصودة وهو مثل وضع الجائحة في البيع ومثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البلوع فإن قيل مورد عقد الإيجارة إنما هو المنافع للأعيان ولهذا لا يصح استئجار الطعام ليأكله والماء ليشربه وأما إيجارة الظئر فعلى المنفعة وهي وضع الطفل في حجرها وإلقامه ثبيها واللبن يدخل ضمنا وتبعا فهي كنقع البئر في إيجارة الدار ويغتفر فيما دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات قيل الجواب عن هذا من وجوه أحدها منع كون عقد الإيجارة لا يرد إلا على منفعة فإن هذا ليس ثابت بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع بل الثابت عن الصحابة خلافه كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قبل حديقة سيد ابن حضير ثلاث سنين وأخذ الأجرة فقضى بها بينه والحديقة هي النخل فهذه إيجارة الشجر لأخذ ثمرها وهو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يعلم له في الصحابة مخالف واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أصحاب أحمد واختيار شيخنا فقولكم إن مولد عقب الإيجارة لا يكون إلا منفعة غير المسلم ولا ثابت بالدنيل وغاية من معكم قياس محل النزاع على إجازة الخبز للأكل والماء للشرب وهذا من أفسد القياس فإن الخبز تذهب عينه ولا يستخلف مثله بخلاف اللبن ونقع البئر فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيئا فشيئا كان بمنزلة المنافع يوبحه الوجه الثاني وهو أن الثمر يجري مجرى المنافع والفوائد في الوقف والعارية ونحوها فيجوز أن يقف الشجرة لينتفع أهل الوقف بثمراتها كما يقف الأرض لينتفع أهل الوقف بغلتها ويجوز إعارة الشجرة كما يجوز إعارة الظهر وعارية الظهر ومنيحة اللبن وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته فإن من دفع أقاره إلى من يسكنه فهو بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبها وبمنزلة من دفع شجرة إلى من يستثيرها وبمنزلة من دفع أرضه إلى من يزرعها وبمنزلة من دفع شهته إلى من يشرب لبنها فهذه الفوائد تدخل في عقود التبرع سواء كان الأصل محبسا بالوقف أو غير محبس ويدخل أيضا في عقود المشاركات فإنه إذا دفع شاة أو بقرة أو ناقة إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسمها صح على أصح الروايتين عن أحمد فكذلك يدخل في العقود للإجارات يوضحه الوجه الثالث وهو أن أعيان نوعان نوع لا يستخلف شيئا فشيئا بل إذا ذهب ذهب جملة ونوع يستخلف شيئا فشيئا كلما ذهب منه شيء خلفه شيء مثله فهذه رتبة مصطى بين المنافع وبين الأعيان التي لا تستخلف فينبغي أن ينظر في شبهه بأي نوعين فيلحق به ومعلوم أن شبهه بالمنافع أقوى فإلحاقه بها أو لا يوضحه الوجه الرابع وهو أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الظئر وسما ما تأخذه أجرى وليس في القرآن إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا إجارة الظئر بقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف قال شيخنا وإنما ظن الظن أنها خلاف القياس حيث توحم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعه وليس الأمر كذلك بل الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله سواء كان عينا أو منفعه كما أن هذه العين هي التي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف عليه هو المستعير بالأعبض يستوفيه المستأجر وبالعوض فلما كان لدى الظئر مستوفا مع بقاء الأصل جازت الإجارة عليه كما جازت على المنفعة وهذا محض القياس فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيئا بعد شيء وأصلها باقن كما يحدث الله المهافع شيئا بعد شيء وأصلها باقن ويوضحه الوجه الخالص وهو أن الأصل في العقود وجود الوفاء إلا ما حرمه الله ورسوله فإن المسلمين على شرطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فلا يحو من الشروط والعقود إلا ما حرمه الله ورسوله وليس مع المانعين نص بالتحرين البته وإنما معهم قياس قد علم أن بين الأصل والفرع فيه من الفرق ما يمنع الإلحاق وأن القياس الذي مع من أجاز ذلك أقرب إلى مصابات الفرع لأصله وهذا ما لا حيلة فيه وبالله التوفيق يوضحه الوجه السادس وهو أن الذين منعوا هذه الإجارة لما رأوا إجارة الزئر ثابتة بالنص والإجناع والمقصود بالعقل إنما هو اللبن وهو عيم تمحلوا لجوازها أمرا يعلمونهم والمرضعة والمستأجر بطلانة فقالوا العقل إنما وقع على وضعه الطفل في حجرها وإيقامه سديها فقط واللبن يدخل تبعا والله يعلم والعقلاء قاطبه أن الأمر ليس كذلك وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا حقيقة ولا شعاء ولو ورضعت الطفل وفئه في حجره لها أو في مهده لاستحقة الأجرة ولو كان المقصود إنقام الثدي المجرد لستؤجر لها كل مرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه البالد فكيف يقال إن إجارة الظئر على خلاف القياس ويدعى أن هذا هو القياس الصحيح الوجه السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ندم إلى منيحة العنز والشات لبنها وحض على ذلك وذكر ثواب فاعله ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة فإن هبة المعدوم المجهول لا تصح وإنما هو عارية الشات للانتفاع بلبنها كما يعيره الدابة لركوبها فهذا إباحة للانتفاع بدرها وكلاهما في الشرع واحد وما جاز أن يستوفى بالآرية جاز أن يستوفى بالإجارة فإنما ولدهما واحد وإنما يختلفان في التبرع بهذا والمعاوضة على الآخر والوجه الثامن ما رواه حرب الكرماني في مسائله حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عباد بن معبود عن هشام بن بروة عن أبيه أن أسيد بن حضير تنفي وعليه ستة آلاف جره من دين فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورماءه فقبلهم أرضه سنتين وفيه الشجر والنخل وحدائق المدينة الغالب عليها النخل والأرض البيضاء فيها قليل فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرها أمن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع فمن عدم علمه بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهي قصة في مضلة الاشتبار ولم يقع بها أحد بالإنكار بل تلقاه الصحابة بالتسمين والإقرار وقد كانوا ينكرون ما هو دونها وإن فعله عمر رضي الله عنه كما أنكر عليه عمران بن حسين وغيره شأن متعة الحج ولم ينكر أحد هذه الواقعة وسنبين إن شاء الله تعالى أنها محض القياس وأن المانعين منها لابد لهم منها وأنهم يتحيلون عليها بحيال الله جوز الوجه التاسع أن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان وهو المغل الذي يستغله المستأجر وليس له مقصود في منفعة الأرض غير ذلك وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بغير الزرع فذلك تبع فإن قيل المعقود عليه هو منفعة شق الأرض وبذرها وفلاحتها والعين تتولد من هذه المنفعة كما لو استأجر لحفر بئر فخرج منه الماء فالمعقود عليه هو نفس العمل للماء قيل مستأجر الأرض ليس له مقصود في غير المغل والعمل وسيلة مقصودة لغيرها ليس له فيه منفعة بل هو تعب ومشقه وإنما مقصوده ما يخدثه الله من الحب بسقيه وعمله وهكذا مستأجر الشات للبنها سواء مقصوده ما يخدثه الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليها فلا فق بينهما البته إلا ما لا تناط به الأحكام من الفروط الملغى وتنظيركم بالاستئجار لحفر البئر تنظير فاسد بل نغير حفر البئر أي يستأجر أكارا لحرث أرضه ويبذرها ويسقيها ولا ريب أن تنظير إيجارة الحيوان للبنه بإيجارة الأرض لمغنها هو محض القياس وهو كما تقدم صح من التنظير بإيجارة الخبز للأكل يوضفه الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذي في إيجارة الأرض لحصول مغنها أعظم بكثير من الغرر الذي في إيجارة الحيوان للبنه فإن الآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن فإذا اغطفر ذلك في إيجارة الأرض فلا أن يغتفر في إيجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى فصلا فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة أحدها منعه بيعا وإيجارة وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والثاني جوازه بيعا وإيجارة والثالث جوازه إيجارة لا بيعا وهو اختيار شيخنا رحمه الله وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان أحدهما الحديث عمر بن فروخ وهو ضعيف عن حبيب بن الزبير عن عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة نهى أن يباع صوف على ظهر أو سن في لبن أو لبن في ضرع وقد رواه أبو إسحاق عن عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر السن رواه بها قي وغيره والثاني حديث الرواه بن ماجه عن هشان بن عمار حدثنا الحاتم من إسماعيل حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن من في ضروعها إلا بكيل أو وزن وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائس ولكن هذا الإسناد لا تقوم به خجة والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي عن الملاقيح والمضامين والنهي عن شراء العبد الآبق وهو آبق معلوم بالنهي عن بيع الغرر والنهي عن شراء المغانم حتى تقسم داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده فهو بيع غرر ومخاطرة وكذلك الصدقات قبل قبضها وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه وتعينه له عن قطاع تعلق غيره به فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي وعن ضربة الغائس فغرر ظاهر لا خفاء به وعن بيع اللبن في الضرع فإن كان معينا لم يمكن تسليم المبيع بعينه وإن كان بيع اللبن منصوفا في الذنة فهو نغير بيع عشرة أقفزة مطلقة من هذه الصدرة وهذا النوع له جهتان جهة إطلاق وجهة تعين ولا تنافية بينهما وقد دل على جوازه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم في حائط بعلمه إلا أن يكون قد بدأ صلاحه رواه الإمام أحمد فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه الشاه وقد صارت لبونا جازة ودخلت تحت طوله ونهى عن بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن فهذا إذن لبيعه بالكيل والوزن معينا أو مطلقة لأنه لم يفصل ولم اشترت سوى الكيل والوزن ولو كانت تعين شرطا لذكره فإن قيل فما تقولون لو باعه لبنها أياما معلومة من غير كيل ولا وزن قيل إن ثبت الحديث لم يجز بيعه إلا بكيل أو وزن وإن لم يثبت وكان لبنها معلوم لا يختلف بالعادة جاز بيعه أياما وجر حقه بالعادة مجرى كيله أو وزنه وإن كان مختلفا فمرة يزيد ومرة ينقص أو ينقطع فهذا غرر لا يجوز وهذا بخلاف الإيجارة فإن اللبن يحدث على ملكه بعلفه الدابة كما يحدث الحب على ملكه بالسقي فلا غرر في ذلك نعم إن نقص اللبن عن العادة أو إن قطع فهو بمنزلة نقصان المنفعة في الإيجارة أو تعطيلها يثبت للمستأجر حق الفسخ أو ينقص عنه من الأجرة بقبل ما نقص عليه من المنفعة هذا قياس المذهب وقال ابن العقيل وصاحب المغري إذا اختار الإمساك لزمته جميع الأجرة لأنه رضي بالمنفعة ناقصة فلزمه جميع العوض كما لو رضي بالمبيع معيبا والصحيح أنه يسقط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة لأنه إنما بذل العوض الكامل في منفعة كاملة سليمة فإذا لم تسلم له لم يلزمه جميع العوض وقولهم إنه رضي بالمنفعة معيبة فهو كما لو رضي بالبيع معيبا جوابه من وجهين أحدهما أنه إن رضي به معيبا لأن يأخذ أرشه كان له ذلك في ظاهر المذهب فرضاه بالعيد مع الأرش لا يسقط حقه الثاني إن قلنا إنه لا أرش لموسك له الرد ولم يلزم سقوط الأرش في الإيجارة لأنه قد استوفى بعض المعقود عليه فلم يمكنه رد المنفعة كما قبضها ولأنه قد يكون ضرر في رد باقي المنفعة وقد لا يتمكن من ذلك فقد لا يجلب الدم من الإنساك فيلزمه لجميع الأجرة مع العيب المؤس ظاهرة ومنبه من استدراك ظلامته إلى بالفسخ درر عليه ولسيما لمستأجر الزرع والغرس والبناء أو مستأجر دابة للسفر فتتعيب في الطريق فالصواب أنه لا أرش في المبيع لموسك له الرد وأنه في الإيجارة له الأرش والذي يوضح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بوضع الجوائح وهي أن يسقط عن مشتري الثمار من الثمرة بقدر ما أذهبت عليه الجائحة من ثمرته وينسك الباقي بقسطه من الثمن وهذا لأن الثمار لم تستكمل صلاحها دفعة واحدة ولم تجل العادة بأخذها جملة واحدة وإنما تأخذ شيء فشيئا فهي بمنزلة المنافع في الإيجارة سواء والنبي صلى الله عليه وسلم في المصرار خير المشتري بين الرد وبين الإمساك بلا أرش وفي الثمار جعل له الإمساك مع الأرش والفرق ما ذكرناه والإيجارة أشبه ببيع الثمار وقد ظهر اعتبار هذا الشبه في وضع الشارع الجائحة قبل قضي الثمن فإن طيب فالمنافع لا توبع فيها الجائحة باتفاق علماء طيب ليس هذا من باب وضع الجوائح في المنافع ومنظم ذلك فقد وهم قال الشيخنا وليس هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما في الأمر المشترى بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد أفواتها وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإيجارة إذا تلفت قبل التنقل من استفائها فإنه لا تجب الأجهة مثل أن يستأجر حيوانا فيموت قبل التنقل من قبضه وهو بمنزلة أن يشتري قفيزا من صبرة فتتلف الصبرة قبل القبض والتميز فإنه من ضمان البائغ بلا نزاع ولهذا لو لم يتمكن المستأجر من ازدراع الأرض لآثة حصلت لم يكن عليه الأجرة وإن نبت الزرع ثم حصلت آثة سماوية أتلفته قبل التنقل من حصاده ففيه نزاع فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة وطائفة فرقت والذين فرقوا بينه وبين الثمرة والمنفعة قالوا الثمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة وهنا الزرع ليس معقود عليه بل المعقود عليه هو المنفعة وقد استوفاها والذين سووا بينهما قالوا المقصود بالإجارة هو الزرع فإذا حالت الآثة السماوية بينه وبين المقصود بالإجارة كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التنقل من قبضه وإن لم يعاوض على زرع فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن به المستأجر من حصول الزرع فإذا حصلت الآفة السماوية المفسية للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليها بل تلفت قبل التمكن من الانتفاع ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها إذا لم يتمكن من استفاء شيء من المنفعة ومعلوم من الآفة السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقة بحيث لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة فلا فرق بين تقدمها وتأخرها فصل وعما بيع الصوف على الظهر فلو صح هذا الحديث بالنهي عنه لوجب القول به ولم تسج مخالفته وقد اختلفت الرواية فيه عن أحمد فمرة منعه ومرة أجازه بشرط جزه في الحال ووجه هذا القول أنه معلوم يمكن تسريبه فجاز بيعه كالرطبة وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على ملك المائع يزور بجزه في الحال والحادث يسير جدا لا يمكن ضبطه هذا ولو قيل بعدم اشتراط جزه في الحال ويكون كالرطبة التي تأخذ شيئا وإن كانت تطول في زمن أخذها كان له وجه صحيح وغاوته ببيع معدوم لم يخلق تبعا للموجود فهو كأجزاء الثمار التي لم تخلق فإنها تتبع الموجود منها فإذا جعل للصوف وقتا معينا يأخذ فيه كان بمنزلة أخذ الثمرة وقت كمالها ويودح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه وهذا من أفسد القياس لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان في قيل فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد صورتم هذا دونه قيل اللبن في الضرع يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريع فإن اللبن سريع الحدوث كلما حلبه در بخلاف الصوف والله أعلم وأحكم انتهي الشريق الواحد والستون والأخير من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية تم تسجيله باستجيوهات الأمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة المعارف قرأه عليكم الدكتور محمد السبيهين ونود أن ننوذ مرة أخرى إلى أننا لن نسجل الجزء الرابع من هذا الكتاب وسوف نسجله كاملا إن شاء الله على أشرطة مستقلة بعنوان الطب النبوي انتهينا من تسجيل هذا الكتاب يوم الأحد الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة تسع عشر واربعمائة وألف للهجرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر